بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبدأ إن شاء الله في قراءة كتاب المغرب الذي كان لوالتر هاريس بعد بلوغ عامه العشرين قرر الشاب والتر هاريس سليل إحدى أغنى العائلات البريطانية التي تعمل في البحار الهجرة إلى المغرب بعد أن أنهى دراسته حطت به السفينة القادمة من عاصمة الضباب في طنجة عام 1886 قبل أن يشد الرحال جنوبا ليصل وحيدا إلى مدينة مراكش وأمضى هذا المغامر الأوروبي سنوات عمره متنقلا بين العديد من الدول المسلمة قبل أن يستقر في طنجة وكانت حياته تتحدى عقارب ساعات الزمن وعلى بعد خمسة كيلومترات من المدينة بعيدا عن أعين السلطات المخزنية بنى هاريس إقامة سكنية فاخرة أطلق عليها فيلا هاريس وتوجد لغاية اليوم في ملكية المجموعة الفندقية كلوب ميد شكل القرن التاسع عشر منعطفا خطيرا في تاريخ المغرب حيث أصبح محط أطماع القوى الأوروبية التي استغلت تفوقها العسكرية والاقتصادي لممارسة ضغوطات ممنهجة على المغرب لمواجهة هذه التطورات المستجدة قام المخزن بمحاولات إصلاحية إلا أن الاستعمار حد من فعاليتها وأدى إلى إفشالها زار هاريس المغرب مرات متعددة خلال الفترة المبتدة بين 1886 و89 وبفضل شجاعته وحبه للاستكشاف عينت جريدة التايمز البريطانية هاريس مراسلها الرسمية المعتمدة في المغرب عام 1906 مما ساعده على التعرف على المغرب وعلى حكامه كان هذا الأوروبي المثير للدهشة يتحدث باللهجة الدارجة المغربية ويرتدي ملابس تماما مثل باقي المغاربة ويلتقي مع زعماء القبائل في مختلف المناطق المغربية ولم يتوان في التواغل إلى أبعد الأماكن الخطيرة والمغامرة والمغامرة بحياته كتابات هاريس تترك لدى القارئ انطباعا بأنه كان عميلا للاستخبارات البريطانية والفرنسية في المغرب دع السلطان الأول إلى انعقاد مؤتمر دولي لتقنين تطبيق مفهوم الحماية القنصلية إلا أن الدول الأوروبية شكلت جبهة في مؤتمر مدريد الذي انعقدت أشغاله ما بين التاسع عشر ماي والثالث يونيوز 1880 والذي أكد ما جاء في المعاهدات السابقة وزاد من امتيازات الدول الأوروبية حيث أصبحت قراراته وثيقة دولية جعلت المغرب تحت وصاية مجموعة من الدول أهمها إنجلاتيرا التي ترغب في تجديد معاهدة 1856 كان رفض المخزن في مرحلة أولى تجديد بنود المعاهدة على انفراد مع بريطانيا ورفضه الثاني لإبرام معاهدة جديدة مع الدول الأوروبية إيدانا بالفشل الذريع الذي منيت به السياسة التي نهجتها بريطانيا على يد نائبها دراموندهاي في المغرب مدة ناهزت نصف قرن وكانت خيبة أمل دراموندهاي كبيرة إذ كانت تحذوه رغبة أكيدة في إنهاء مهامه في المغرب بتوقيع معاهدة تجارية جديدة لفائدة بلاده وأشارت الصحف الصادرة في طنجة إلى أن المحبة التي كانت بين الدولة الشريفة ودولة الإنجليز تبدلت حيث لم يبقى في خدمة الجناب الشريف المهندس سليب وقائد الحرس بطنجة وأبدل الرئيس الإنجليزي الذي كان بالبابور برايس من البلجيك ومن جهة أخرى رفض المخزن المعادنة على يد القبطان الإنجليزي وارين كما ظلت أمور وقضايا عديدة دون فصال لصالح الرعاية البريطانيين في المغرب وحاول الحاجب موسى بن أحمد طمأنة دراموندهاي بأن المحبة بين بريطانيا العظمى والمغرب راسخة صافية متتابعة متوالية وحين علم المولى الحسن بقرار أصدرته وزارة الخارجية البريطانية بتقاعد دراموندهاي عن الخدمة لكبر سنه وجه رسالة في الموضوع إلى الملكة فيكتوريا أثنى فيها الثناء الكبيرة على النائب البريطاني وكانت وفاة فيكتوريا في يناير 1901 ومجيء إدوارد السابع الذي كان شديد الإعجاب بفرنسا سببا في تقرب بريطانيا من فرنسا للحفاظ على مكتسباتها الاستعمارية وتعزيزها في مواجهة محتملة ضد ألمانيا في يونيو 1903 وبينما كان هاريس يزور منطقة زينات البعيد عن طنجة ببضعة كيلومترات اختطفه زعيم القبيلة مولاي أحمد الريسوني الذي كان يفرض قانونه على منطقة زينات وبعد مرور ثلاث أسابيع على اختطافه أفرج المختطفون عن هاريس بعد أن حصلوا على فدية من السير آردور نيكلسون وزير بريطانيا العظمى في طنجة نشر هاريس مقالات متعددة عن المغرب في جريدة تايمز وانتقد في مقاله الصادر عام 1917 طنجة والمنطقة الإسبانية أطماع إسبانيا في المدينة وبعد أربع سنوات نشر كتابه المغرب الذي كان وصف فيه بطريقة طريفة تاريخ المغربي ما بين 1887 و 1921 حكى هاريس في كتابه باستفادة عن الريسوني وتفاصيل اختطافه وكيف تخلص من الأثر كما يصف تفاصيل الزيارة التاريخية لإمبراطور ألمانيا إلى طنجة اعتبر المؤرخون الصحفي المشهور والتر هاريس صديق الشعب المغربي ودفن بعد وفاته في طنجة بالمقبرة الأنجليكانية لسانت أندرو تعرف والتر هاريس على التقوس السلطانية أثناء زيارة صديقه السير ويليام كيربي جرين للمغرب الذي رافقه في أول زيارة له إلى المغرب من أجل لقاء السلطان المولاي الحسن عنوان الحركة تنشط اقتصاد المغرب والسلطان يستقبل الأجانب تحت الشمس الحارقة بعد شهر من وصولي إلى المغرب اكتشفت لأول مرة فضاء القصور الملكية المغربية عام 1887 كنت حينها ضيفا لدى السير الراحل ويليام كيربي جرين الذي دعاني لزيارة سفارته لدى السلطان وقتها كان مولاي الحسن في أوج مجده وقوته امتاز بتسلطه وقدرته على مواجهة أعدائه طاقته لم تكن تخمد أبدا ونجح في استتباب النظام بين القبائل المتناحرة وأخرس الثورات التي لم تتوقف أبدا وهو ينتقل في ربوع البلد مرفوقا بحرس الحركة الذين لا يفارقون السلطان في أسفاره الداخلية كان مولاي الحسن يمضي ستة أشهر في عاصمة من عواصم الأقاليم ويردد المغاربة حينها الخيمة الملكية منصوبة دائما فيما يصعب تقييم الجهد الكبير لتهيئ الخيمة والبضائع التي تتطلبها هذه الأسفار لم يكن السلطان يفوت مرافقة زوجاته وكل وزرائه وعائلاتهم إضافة إلى عشرة آلاف جندي وعدد كبير من الخدم والحشم عند ازدهار الحركة تظاهر التجارة بشكل ملحوظ ويتم تبادل المواد الغدائية في المنطقة التي يتوقف فيها السلطان وحاشيته ويتم عرض سلع متنوعة يقبل على شرائها الأهالي بإمكاننا استخلاص فكرة حول انعكاسات هذه التجمعات البشرية ومنها اشتق الإصطلاح العربي عليها بالحركة والتي تعني الحريق سواء كانت القبائل في حالة حرب مفتوحة تعيش هدنة أو في فترة سلم تجد نفسها مطالبة بتوفير الغداء والأكل لهذه الأعداد الهائلة من البشر والتي ما إن تحط الرحالة في منطقة معينة تجد أنها تشبه أسراب الجراد الصحراوي ولا تترك آثار عمور كائنات إنسانية بها لا يتم الاكتفاء بسحب الأشياء من الناس بمسوغ قانوني بل يتعدى الأمر ذلك بحصول الوزراء ومحيط السلطان على الهدايا والأموال بينما يصطو كل جندي في المخيم على ممتلكات الرعاية لحسابه الخاص ومع إعلان قرب قدوم هذه الزيارات السلطانية يخلي السكان بلداتهم كيفما استطاعوا ويستقرون في مناطق أخرى تاركين أحيانا خلفهم ما تيسر للقائد من مؤن ليسلمها إلى السلطان الذي يجد نفسه في منطقة جرداء خالية من البشر المغرب ما يزال بلدا مشهولا حتى هذا اليوم ولم تكن أوروبا تولي أي اهتمام لما يحدث داخل حدود المملكة لأن تحركات السلطان لم تتسبب في نشوب حروب دولية تستبعي تدخل الدول الأجنبية لإيقافها وفي وقت ساد فيه الصراع الثنائي بين بريطانيا وفرنسا وشكل السمة البارزة للوضع السياسي العالمي عاش المغرب بمعزل عن تلك التجاذبات رغم إطلاله على البحر الأبيض المتوسط وتحرص الحكومات الأوروبية على إفاد بعثات خاصة إلى السلطان في عدد من البدن المغربية ويستقبلهم في حفلات بادخة لاستعراض المسائل العالقة وتتعلق في غالب الأحيان بالاتفاقيات التجارية ورغم هذه المظاهر تسود دائما بين المغاربة والأوروبيين المسيحيين مشاعر الحقد والكراهية وصلت البعثة الخاصة للسير ويليام بيركبي جرين ويليام بيركبي جرين إلى مازاغان عبر البحر على متن سفينة حربية إنجليزية ليسلك بعدها الطريق البرية صوب مراكش وحسب ما تقتضيه الأعراف أرسل السلطان إلى الميناء إرسالية تضم اللحوم والأكل والخيام شكلت الدولة المغربية في تلك الفترة شوكة صلبة في وجه الأعداء ووقف مولاي الحسن في وجه الأطماع الأجنبية التقت القافلة البريطانية في طريقها قبائل مسالمة استقبلتها بحفاوة وتلقائية مثيرة للإعجاب وأخيرا وصلت البعثة وسط عاصفة من القبار الأصفر والشمس تختفي في الأفق والحشود مصطفة لاستقبالنا وعشرات الخيل تؤدي التحية للضيوف الذين اجتازوا حديقة من أشجار الزيتون والبرتقال المحيطة بإقامة المامونية حيث ستمضي البعثة البريطانية مقامها في المغرب يستقبل السلطان المبعوثين الأجانب داخل مكان بذيكورات رائعة وبعد مرور سنوات تغير البروتوكول تدريجيا ولم يعد بالإمكان استقبال ممثلي الحكومات الأوروبية باعتبارهم صفراء فوق العادة لبلدانهم بالمغرب رغم هذا التغيير حافظت أباهة الاستقبال على رونقها بشكل لا يقبل النقاش لقد وجد ممثل القوى العظمى أنفسهم واقفين برؤوسهم العارية تحت الشمس الملتهبة أمام السلطان الذي يحتمي من الحر بمظلة ملكية ولا ينكر أحد أن المشهد كان متميزا دا نكهة شرقية خالصة تمتد مساحة ساحة القصر حيث يتم استقبال الضيوف على مئات الأمتار بسواري دخمة منزركشة وتحيط بها جدران صفراء سميكة تختارقها بوابات رخامية على جانبي الساحة وأسفل السواري تظهر الأرضيات المسطاحة مرمارية الملمس وعلى بعد أمتار تنتصب أشجار الزيتون والأوكاليبتوس بعيدا نحو الجنوب تستع أشعة الصباح على منظر مدهش بخلفية قمم جبال الأطلس الوردية ومن الصعب أن يتخيل المرء مشهدا يوازي هذا الجمال من حيث روعة المناظر وسحر الهندسة عنوان الإنجليز فشلوا بتغيير التقوص السلطانية وقصور العلويين أبهرت الأوروبيين وسط ساحة قصر السلطان بمراكش ظل الوزير الإنجليزي ممتطيا بغلته محاطا برجال من القصر يرتدون جلابيب بيضاء وخلف وفد الأوروبيين بأزيائهم الموحدة استفت أكياس الهدايا التي أرسلتها الحكومة البريطانية إلى سلطان المملكة الشريفة صدحت الأبواق وفتحت بوابة كبيرة خضراء داخل القصر وظهرت مجموعة من خدام القصر بطرابيشهم الحمراء وبدأوا يعزفون على الطهول وينفخون في الأبواق والمزامير وأخيرا ظهر السلطان على صهوة جواد أبيض مزين بقماش حريري أخضر مذهب وبجانبه يمسك أحد الحراس مظلة مخزنية مسطحة بزركشات حمراء مطرزة بالذهب وعلى جانبه خدام مهمتهم التلويح بأقمشة حريرية في الهواء لإبعاد الذباب عن شخصه المقدس وخلف السلطان يقف الوزراء وأعيان الدولة بملابس بيضاء خفيفة وبجانبهم العبيد والخدم الواقفون على شكل حلقة تحيط بأسيادها وعندما يمر سمو جلالته يبادر أحد الحراسي ويصرخ بصوت مرتفع لاي باركفا مرسيدي ومع تقدم الموكب من تمثيلية السفارة الإنجليزية ينقسم الجمع إلى فريقين واحد إلى اليمين وآخر إلى اليسار ويتقدم الملك مرفوقا برئيس التشريفات السلطانية وخادم والوزراء ينحني ممثلو البعث الإنجليزية أمام مولاي الحسن ويحيونه ويقدم الحاجب الوزير الإنجليزي إلى سمو جلالته الذي يرحب بقدومه وبعدها يتلو السير ويليام كيربي جرين نص الخطاب الذي يحمله وسلم رسائل اعتماده المغلفة بثوب حريري إلى السلطان الذي تسلمها منه وأدخل ثنية توبج البابه بين أصابعه المقدسة وبعد كلمات تقديم الوفد البريطاني رحب بهم مولاي الحسن بحفاوة قبل أن يستدير بحصانه ويغادر الساحة متجها إلى إحدى القاعات الداخلية لقصره وسط هتافات شعبه وهدير المدافع وضجيج الموسيقى الشعبية كنت مرتبطا سنة 1902 بالبعتة الخاصة للسير أرطور نيكولسون لدى السلطان عبد العزيز بالرباط وكانت السفارات الأوروبية تحلم بتغيير التقوس التقليدية للاستقبال الملكي لممثلي القوى العظمى بشكل آخر تم إفادي قبل أسبوع من الاستقبال إلى الرباط للحذيث مع السلطان حول هذا الأمر وإخباره بضرورة تغيير تلك التقوس كانت لي وقتها علاقات ودية وحميمة مع جلالته وبدى لي عرض هذا المشروع عليه أمرا في غاية السهولة مولاي عبد العزيز الذي يتصف بذماتة أخلاقه وثقافته العالية لم يتأخر في إخباري أن مراسم الاستقبال في القصر كانت بمثابة تجاوز للإحترام الواجب في حق المبعوث الخاص للحكومة البريطانية لكنه في نفس الوقت اعتبر أنه من الصعب إدخال تغييرات جذرية إلى تلك التقاليد الملكية داخل قصره لأن ذلك قد يؤجج غضب الشعب وانتقادات متعددة لدى رجال الدين دام تردده عدة أيام لكنه عشية وصول السير أرطور نيكلسون سمح لي بإخبار السير أن التقوس الملكية سيتم إلغاؤها لاحقا وأنه سيستقبل نيكلسون داخل قاعة بالقصر لكي أفسر هذا التغيير لممثل بريطانيا أخبرته أن جلالة الملك غير قادر على تحمل التعب وحضور مراسيم الاستقبال كما جرت العادة بذلك بدى السلطان الشاب جالسا على أريكة زرقاء تعود إلى عهد لويس الخامس عشر وعلى جانبه وزير الشؤون الخارجية وباقي الوزراء قام المكلف بالتشريفات بتقديم الوزير الإنجليزي الذي تلى خطابا باللغة الإنجليزية تكلف أحد المترجمين الرسميين بترجمته الفورية إلى العربية أمام الحاضرين همس السلطان بجوابه في أذن وزير الخارجية الذي أسمعها إلى الجميع بصوت مرتفع كان المشهد عفويا وأكثر دفءا من حفلات الاستقبال التقليدية وحافظ على جمالية في الملكية المتميزة خلال أول زيارة الليل القصر الملكي نال أحمد بن موسى المعروف باسم باحمد الشخص الأكثر حضورا بين موظفي القصر إذ كان المكلف بالبروتوكول الملكي مما يعني أنه وطيد الصلة بالسلطان الذي يكلمه بحرية في أي وقت يشاء ويكرس جهوده للمحافظة على مصالح السلطان الذي يختمه بطاعة وإخلاص لم يكن يستوعب مؤامرات الدول الأوروبية وخبرته في السياسة كانت متواضعة لذا كان يكن العداء للأوروبيين سيصبح بن موسى بعد سنوات الوزير الأول في عهد مولاي عبد العزيز وكان يترك الوزراء الآخرين يناقشون مواضيع السياسة الخارجية لكن ظل دائما صاحب القرار الأخير قرر مولاي الحسن سنة 1893 زيارة منطقة تافي لالت موطن أجداده من نسب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم والذين جاءوا من شبه الجزيرة العربية غادر السلطان مدينة فاس مسافرا نحو الجنوب وعبر منطقة الأطلس والقصبات المخزنية ليقترب أكثر من واحة زيز لم يتوقع الرعاية هذه الزيارة السلطانية التي يتطلب تنظيمها العتادة والعدة لإطعام الجيش وبدى وضع المغاربة صعبا وهم يعانون من الجفاف ومن شح المواد الغدائية ووجدوا أنفسهم يقدمون للجنود والحرس ما تيسر لديهم من أكل وشرب عنوان القصر يخفي نبأ وفاة السلطان ومولاي الحسن ينقل ميتا إلى الرباط وصل المولى الحسن إلى تافيلالت مريضا وأشبه بالرجل الميت وأصبح واضحا أن المرض الذي كان يعاني منه قد جعله بطيء الحركة خصوصا وأنه لم يكن قادرا على أخذ قسط من الراحة وتتبع الحمية الصحية التي يفرضها وضعه الصحي استقر به البقام في تافيلالت عاصمة الجنوب وفي نهاية شتنبر 1894 غادر مولاي الحسن لإخماد ثورة في تادلة وأثناء نزوله بها داهمه الموت في أرض العدو في تلك الفترة وفاة السلطان في ظروف مماثلة كهذه كانت بمثابة خطر محدق بالبلاد التي تحكمها ملكية مطلقة وغياب رمز السلطة فيها جعل البلاد بلا قائد إلى غاية الإعلان عن اسم من سيخلفه على العرش وجد الجيش نفسه في موقف صعب إذ بعد الإعلان عن خبر وفاة مولاي الحسن اندلعت أعمال العنف وصرقت ممتلكات الحركة الملكية لطالما حافظ وجود السلطان وحضوره وسط الجيش على هيبة المملكة ضد أي هجوم للقبائل مثل الجسد الواحد وبمجرد وفاته سادت موجة من الفوضى في صفوف الجيش ولم تتوانى القوات عن اغتنام الفرصة لتطلق يادها في الصارقة والقتل توفي السلطان داخل خيبة محصنة بأقميشة خشنة الملمس ولم يكن يتم السماح بدخولها سوى لقلة من الشخصيات المقربة في حالات نادرة لذا لم يعلم بخبر هذه الوفاة سوى العبيد والباحمد مدير التشريفات الملكية صدرت الأوامر أن موكب السلطان سيتحرك من أجل العودة قبل بزوغ الفجر وتم إخفاء تابوت المولى الحسن وإقفال الأبواب ورفع ستائر الخيمة وتكلفت البغال بحمل نعش السلطان بشكل متقن صدحت الأبواق وبدأ الحرس يرددون العبارة المعروفة لا يطول فمرسيدي بدأ الموكب بالتشكل ورفرفت الرايات واستمر السلطان المتوفي في شاق طريقه استمر سفارنا وقتا طويلا ولم نتوقف إلا عندما أراد السلطان أن يتناول وجبة الغداء وبالفعل تم إحضار الوجبة وإدخالها مع صينية الشاي قبل أن يتم الانتهاء منها ولم يكن أحد يعلم بالسر ودخول الخيمة سوى العبيد ظل مدير التشريفات على اتصال بالجدة ويخرج بعد فترة قصيرة من الوقت ليخبرنا أن السلطان يأخذ قسطا من الراحة وقد تناول وجبة الغداء ليبدأ الموكب في التحرك بعد مضينا في رحلة سير مضنية وصلنا ليلا إلى المكان الذي تم تحديده ليخاطبنا مدير التشريفات بأن السلطان يحس بالتعب وأنه سيتباحث مع المستشارين بخصوص المواضيع الراهنة في الخيمة مثل ما جرت به العادة دائما أحضر الحاجب الوثائق التي تحتاج إلى التوقيع إلى الخيمة الملكية ليخرج إلى الحاضرين بالإجابات موقعة بالخاتم الشريف إلى المعنيين بها استحث عناصر الجيش الخطى لأن الموكب ما زال يتواجد في أرض الأعداء لكن وفاة المولى الحسن لم تبق أمرا مخفيا لمدة طويلة فسرعان ما كشفت الجتة السر ليعلن أبا أحمد إذن أن جلالة الملك قد توفي قبل يومين ليتسنى بالتالي لنجله الشاب مولاي عبد العزيز الذي اختاره والده أن يصبح وريث العرش الجديد في الربار بعد تلقي خبر الوفاة من طرف المبعوثين من تفيلالت كانت العملية متقنة للغاية وأصبح الجيش الآن في منأ عن هجوم القبائل وبث خبر تولي السلطان الجديد على عرش والده نوعا من الهدوء في كل الربوع ومنع من نشوب الصراعات والتناحرات بعد يومين وصلت جثة السلطان المتوفى في حالة تحلل إلى العاصمة الربار ووصل الموكب في حالة يرثى لها كما وصف لي مولاي عبد العزيز إذ لم تستطع البغال تحمل الرائحة التي لا تطاق للجثة التي كانت تسير خمسة أيام في عز الصيف أن تنزل ذاك الثقل من على ظهرها وحسب ما تقتضيه العادات لا يسمح لأي جثة أن تمر من أبواب مدينة مغربية ولم يكن السلطان استثناء لهذه العادة لذا تم حفر ثقب في حائط المدينة وتمرير الجثة عبره إلى أن وصلت إلى القصر لكي يتم دفنها وبعدها تم إغلاق تلك الكوة في الحائط حضرت العديد من حفلات الاستقبال أمام مولاي الحسن كلما جاءت بعثة إنجليزية إلى المغرب لكنني لم تتحلي فرصة تجاذب أطراف الحديث مع السلطان الراحل وفي تلك الفترة كان القصر مغلق الأصوار وتقاليده وقواعده كانت صارمة لم يكن متشددا في سياسته الخارجية بل كان قادرا على نسج علاقات مع الدول الأوروبية للانفتاح على العالم وأعتقد أنه كان سعيدا بذاك الأمر عنوان سيدتان تركيتان تحكمان القصر وأسر فاس الأريستقراطية تكرس نفوذها اعتلى مولاي عبد العزيز العرش سنة 1894 وعمره لم يتجاوز 13 سنة وكان أصغر أبناء المولى الحسن لم تكن الخلافة في العرش في ذاك الوقت تتم بالوراثة ونادرا ما اعتلى العرش شقيق السلطان خلفا له أو أحد الآباء تو النسب البعيد وإذا كانت الملكية وراثية فإن السلطان في المغرب هو من كان يختار من سيخلفه على العرش أن تكون من النسب الشريف أي من نسب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أهم من رابطة الأبوة التي تربطك بالسلطان الذي ستتولى العرش محله بعد خلع السلطان وتنازل السلطان مولاي حفيد عن العرش سنة 1912 وقع الاختيار على المولى يوسف ليحكم البلاد فوافق بلا تردد كانت والدة مولاي عبد العزيز لالا رقية سيدة تركية تم جلبها من القسطنطينية إلى المغرب ومعروفة بذكائها وقوة شخصيتها وأما شجاعة لا أنسى أن أضيف أنها لعبت دورا سياسيا في البلاد ولم تتردد في توجيه النصائح إلى زوجها بخصوص شؤون الدولة على أي حال كان من الواضح أن تأثيرها على الخصوم مكنها من بصل نفوذها على السلطان إلى أن تغفي وضمنت بالتالي تولي ابنها العرش ونسجت لالا رقية علاقة صداقة وطيدة مع تركية أخرى من الحريم لم تكن سوى والدة السلطان مولى يوسف من الغريب أن تصبح هاتان السيدتان الأجنبيتان والدتي سلطانين في تاريخ المغرب كان من الطبيعي أن يحدث تولي أمير قاصر مقاليد الحكبي ظهور مؤامرات في القصر الذي كان ينقسم إلى فريق يتزعامه الحاجب القوي بحمد أما الفريق الثاني فكان يقوده الوزير الأكبر ووزير الحرب وينحذر هذان الموظفان من عائلة كبيرة لأولاد الجامعي ويتعلق الأمر بالحاج المعطي واسي محمد صغير لم يكن بحمد سوى ابن أحد العبيد في القصر مما جعله محروما من الاعتماد على قبيلة أو عائلة تتمتع بالنفوذ وكان خصومه أرستقراطيين من فاس ومن عائلات عريقة لها نفوذ في المدن التي تقطنها وهي تشكل ما يسمى في المغرب بعائلة المخزن حصل أفراد هذه العائلة منذ القدم على مناصب عالية في الحكومة مما جعلهم يطالبون دائما بالاستفادة من الامتيازات لذا كان من البديهي أن تنشأ الغيرة بين هذين الفريقين حول منصب الحاجب لباحماد امتياز الاقتراب المستمر من الملك الذي كان بحكم صغار سنه على تواصل دائم مع وزرائه اعتمد اباحماد على مساندة والدة السلطان لأنه كان الخادم الوفية لزوجها ونفذ رغبته في تولية ابنه العرش بعد وفاته وظل هدفه الدائم أن يحافظ على حالة الاستقرار وهو ما كان يحرص عليه اباحماد ووالدة مولاي عبد العزيز ومولاي عبد الحفيد مباشرة بعد تشكيل الحكومة أصبح بإمكان مولاي عبد العزيز أن يغادر الرباط إلى فاس العاصمة الحقيقية للبلاد لا يستطع أي سلطان ضمان عرشه دون الحصول على رضا رجال الدين والأرستقراطيين في مدينة فاس وتثبيت إقامته في مدينتهم كانت فاس بمثابة مركز ديني وجامعي وبها كانت تحاك المؤامرات إضافة إلى النفوذ الكبير الذي كانت تمارسه ساكنتها على باقي القبائل لذا كان من الضروري أن ينتقل السلطان الشاب إلى فاس في أقرب فرصة ونجحت لقاءاته مع قبائل مكناس في الهدف المرسوم لها لقد استقبله سكان مكناس بحفاوة في المدينة التي بناها مولاي إسماعيل في عهد لويس الرابع عشر وفاس لم تعد تبعد سوى بـ 32 ميلاً وأصبحت أقرب الآن استوعب ابدا أحمد ظروف هذا الوضع بشكل جيد لأنه يعلم أن نفوذه سيتقلص بمجرد أن يضع قدميه في فاس وفي وقت يعتمد خصومه على سكان فاس وأقارب السلطان الذين يعيشون في العاصمة يجد ابدا أحمد نفسه وحيداً لأن الفاسيين هم من جلبوه إلى القصر ويتحيلون الفرصة للإيقاع به مما يعني أن الوقت حان لاتخاذ قرارات حاسمة لا أحد كان بإمكانه توقع موعد العاصفة والأخوان الجامعي ينتظران بلا شك وصوله إلى فاس ليحيك المؤامرات ضده بينما يبدي ابدا أحمد اللباقة أمام الوزيرين القويين بعد أيام من وصولهما إلى مكناس بدأت الاستعدادات لعقد الإجتماع الصفاحي مثل ما جرت به العادة دخل الوزير الحاج المعطي إلى القاعة بجلبابه الأبيض وسط صفق الخدم والفرق التي حيت قدومه كان السلطان مولاي عبد العزيز وحيداً مع حاجبه ابدا أحمد عندما دخل الوزير وانحنى أمامه منتظراً أن يعطيه السلطان فرصة الحديث بنبرة باردة طرح مولاي عبد العزيز سؤالاً على الوزير ولا يبدو أن الجواب الذي حصل عليه قد أعجبه ليتطور المشهد بعدها على نحو مثير عنوان السلطان مولاي عبد العزيز يعاقب وزيرين بالسجن بتطوان بتهمة الفساد إنبر الحاج بوب أحمد لمهاجمة الوزير الحاج المعطي وتوبيخه واتهامه بخيانة الأمانة وفساد الذمة وبارتكابه جرائم سياسية وفجأة استدار وطالب من السلطان أن يقوم بتوقيف الوزير وأومأ إليه مولاي عبد العزيز بالموافقة على ما قاله بعد لحظات ظخر رجل في وضعية مؤثرة للغاية وهو يبكي يجره الحرس وسط سخرية من كان حاضراً في المكان تمزقت ملابسه بعد أن جره الجنود بعنف وتجريده من الرزة التي كان يضعها على رأسه لم يستحمل الوزير الأكبر متابعة ما يتعرض له شقيقه الوزير محمد الصغير الذي تم إلقاء القبض عليه قبل أن يهم بمغادرة بيته ولم يبدأ أي مقاومة وتم اقتياده بعدها إلى السجن تتمة هذه القصة قد تكون ربما أكثر الصفحات سوداوية في فترة حكم السلطان عبد العزيز حيث تم إدعو الوزيرين السابقين معاً في سجن بتطوان وتكبيلهما بالسلاسل داخل الزنزانة ليفارق الحاج المعطي الحياة بعد عشر سنوات لم يستطع والي تطوان دفن الوزير لأنه كان خائفاً أن يتم اتهامه بترك السجين يفر من الحبس ليراسل القصر للحصول على التوجيهات المناسبة خصوصاً وأن فصل الصيف كان حاراً تلك السنة ولم يصل الرد إلا بعد مرور أحد عشر يوماً وطيلة هذا الوقت بقي محمد الصغير مقيداً إلى جانب جثة أخيه المتوفي لم يلاقي الصغير مصير شقيقه وظل حياً في السجن وبعد مرور أربع عشرة سنة على السجن تم إطلاق سراحه عام 1908 وخرج إلى العالم رجلاً محطماً بلا أمل وضائعاً بعد أن تم الحجز على جميع ممتلكاته زوجاته وأبنائه توفوا بسبب البؤس والحصرة وغادر زمزانته أعمى وجراح القيود الحديدية ما زالت محفورة على جسده في عز أوجه كان الوزير الصغير دبأس مهاب الجانب لكنه دفع ثمن أخطائه غالياً جداً قرر الاستقرار في طنجة وهناك كنت التقيته بشكل يومي بهيئته الفقيرة ويرضى بالقليل فقط رغم المساعدات التي كان يقدمها له أصدقاؤه القدامى استضافته زيدة عجوز من العبيد الذين استقدمتهم عائلة الصغير في الماضي حرصت على العناية به في طنجة وتدليك قدميه ويديه اللتين عانتا من وطأة السجن لتستيقظ ذات يوم وتجده بتوفياً قبل يومين من وفاته رأيته لآخر مرة وكان من الواضح أنه لم يتبق له من الحياة سوى نفس وحيد بقيت إلى جانبه فترة من الوقت وعندما وقفت استعداداً للمغادرة قال لي أسمعني عندما يريدون تغسيلي قبل الدفن أطلب منهم أن يضعوا علي السلاسل والقيود الحديدية لأنني أريد أن أقابل ربي بالهيئة التي قضيت بها أربع عشر سنة داخل السجن أريد أن أطلب من ربي تحقيق العدالة التي رفض السلطان أن يعترف لي بها وأنال المغفرة منه لكي تفتح لي أبواب الجنة كان من المستحيل أن يتم وضع الأغلال والسلاسل على جسده بعد وفاته لكنهم وضعوا قطعة حديدية على قبره وخصصت له جنازة عسكرية حضرها المسؤولون العسكريون وكبار الموظفين بالمدينة ألم يكن في الماضي وزيراً للحرب؟ بعد الإعلان عن تولي مولاي عبد العزيز العرش كانت بريطانيا العظمى ممثلة في المغرب بالسير إرنيست ساتو ونقل إليه القائد ماكلين هذا الخبر دون إبطاء اقترح علي السير ساتو فكرة إرسال مبعوث خاص إلى فاس ليقوم بمهمة تبليغ القصر بالمخاطر المحدقة بالمغرب وإمكانية اندلاع ثورات داخلية فور الإعلان عن نبأ وفاة السلطان اقترحت نفسي للقيام بهذه المهمة وتم قبول العرض لأبدأ الاستعداد ليلاً مع أحد المرافقين وكلانا مسلح وجاهز للانطلاق لم أكن أحمل في العادة الأسلحة أثناء تنقلي في مناطق المغرب ونادراً ما كنت أجد نفسي مجبراً على ذلك لأنني كنت أخشى أن تعترض العصابات سبيلي أثناء الصفر ارتديت ملابس الروح للذين يعيشون في الجبال وحلقت رأسي مثل المغاربة وانتعلت نعلاً جلدياً أصفر ومعتفاً صوفياً بنياً خفيفاً يغطي جسدي لكي لا أثير انتباه قطاع الطرق عكس مرافقي الذي لم يكن يثير أي تشبهات وبعدها اخترنا فرسين قادرين على تحمل مشاق السفر كان من الضروري أن نسافر في أقرب وقت لكي نصل بسرعة إلى القصر لأن نبأ وفاة السلطان لم يكن منتشراً بعد في مدينة طنجة لم أكن قادراً على السفر مباشرة إلى فاس لأن مهمتي تتضمن أيضاً زيارة بعض عائلات الشرفاء الذين لديهم نفوذ في البلد ويعرفونني بشكل شخصي لكي أطلب منهم أن يستخدموا نفوذهم لضمان السلم والنظام في البلد عنوان الأوروبيون لا يزورون وزان لأنها أرض مقدسة وفاستستقبل المبعوثين الأجانب كنا في عز الصيف في فترة كانت الشمس تشرق في ساعة مبكرة جداً وقبل بزوغ الفجر وصلنا إلى مدينة أصيلة على بعد 26 ميلاً من طنجة تناولت وجبة الغداء مع شريف عطريش صديق الريسوني وأحد أشهر الشخصيات في المدينة ووعدني بأن يبذل كل ما في جهده لكي يحافظ على الاستقرار بين القبائن وبعد فترة استراحة قصيرة غادرت المدينة ووصلت ليلاً إلى منطقة القصر وقد قطعت مسافة 60 ميلاً لأشد الرحال بعدها إلى وزان التي بلغتها بعد ثمان ساعات مع حلول الفجر استقبلني شرفاء مدينة وزان الجبلية التي نادراً ما يزورها الأوروبيون لأنها أرض مقدسة كان اليوم يوم عيد ورغم ذلك لم يتوان الشرفاء في إرسال العديد من الرسائل تدعو إلى ضمان استتباب الأمن والاستقرار بين القبائن بقيت في وزان حتى منتصف اليوم الموالي لأسافر بعدها من جديد وأصل ليلاً إلى المزيرية وهي قرية ممتدة على السفح المطل على سهل سابو خلدنا إلى النوم استعداداً للسفر قبل شروق الشمس وعندها كنت متأكداً أن خبر وفاة السلطان قد انتشر مثل النار في الهشيم وتناهت إلى أسماعنا أصوات إطلاق البنادق بشكل فوضوي وغير مفهوم ومع تباشير الصباح الأولى شاهدنا مجموعة من الفرسان مصطفين أسفل الوادي بدأت حملات تصفية الحسابات ورافقتها عمليات الصرقة والاختطاف بطريقة منظمة وحاولت أنا ورفيقي قدر الإمكان تفادي المرور من تلك الأماكن قابلتنا قافلة جمال في الاتجاه المعاكس تحمل المؤن والمضائع يقودها ستة رجال انسحبوا مذعورين عندما لمحونا مقبلين في اتجاههم ليهدأ روعهم بعد أن أخبرناهم أننا مجرد عابري سبيل وأننا لن نمسهم بسوء بعد مرور أربعة أيام على مغادرتنا مدينة طنجة وصلنا أخيرا إلى فاس وقد قطعنا مسافة مئتين ميل وبدت الجياد منهكة من طول الرحلة في الظاهرة حملت معي رسائل الوزير البريطاني والخطاب الشفوي إلى مجلس السلطات المحلية الواقع ببيت الأمين عبد السلام المقري أحد ألمع وأذكى رجال السياسة المغربية مكث في فاس لعدة أسابيع وكان وقتها مولاي عبد العزيز في طريقه عائدا من مكناس إلى فاس بعد أن أصدر حكمه بتوقيف الوزير الأكبر ووزير الحرب وسجنهما ليجدني السلطان الشاب بعدها في فاس كنت أسترجع بفخر ذكريات تلك الأيام التي كنت مكلفا بيها بمهمة حساسة وتابعت عن كثب أحداثا قبرى هزة البلاد إضافة إلى هذا كله استقبلتني عائلة المقري بحفاوة في منزلها الكبير وهو أحد أجمل البيوت في فاس بحدائقه الغناء ونافوراته اللامتناهية كان الأمر يحتاج شجاعة هائلة لكي تقبل عائلة مغربية مسلمة أن تستضيف في بيتها رجلا مسيحيا وأعتقد أنها كانت أول مرة تستقبل فيها عائلة مغربية أوروبيا داخل أحد أكبر البيوت في مدينة فاس كنت أرتدي نفس الملابس التي أتيت بها من طنجة لكن سرعان ما استمتعت بملابس تقليدية مغربية منحني إياها كل من استضافني إذ كنت أعيش مع الإبن الأكبر للعائلة ويعاملني الكل كواحد من أبنائهم نجحت في تحقيق المهمة التي أرسلت من أجلها إلى فاس وفي الرابع عشر من يوليوز أرسل إلي السير أرنيست ساتور خطابا يطلب مني أن أعود أدراجي إلى طنجة مثل ما طلبت منه في السابق ارتكزت مهمتي على السفر لأسابيع طويلة ارتكزت مهمتي على السفر لأسابيع طويلة وقطع آلاف الأميال في فصل الصيف بلا وسائل دفاعية ووسط المخاطر المحدقة من كل جانب وكفأتني الحكومة البريطانية على ما قمت به بشيك بمبلغ مائة جنيه أسترليني ولم أعترض أبدا على حجم المكافأة لأنه من المعتاد أن لا تتم مكافأة الذين يقومون بخدمات غير رسمية طيلة مقامي في المغرب وأنا أقوم بالمهام التي يرسلني إليها المبعوثون البريطانيون كنت أدفع بنفس المصاريف دون أن أطلب أي مقابل من السلطات البريطانية ولم أعلم بأهمية ما قمت به في أسفاري إلا بعد أن غادر السيرساتو المغرب لأطالع مراسلاته مع الحكومة البريطانية والتي كان يكتب فيها لقد أخبروا لي أنه واطلعت من مصدر أنه إلى آخره لذا كنت سعيدا أن يتم ذكر هذه الأشياء وأنا على استعداد للقيام بها مجددا ومنذ عام 1912 تاريخ فرض نظام الحماية على المغرب من طرف فرنسا تخلت بريطانيا عن كل أهدافها السياسية حول هذا البلد وظلت مساندة لحليفتها فرنسا مما جعل المعلومات التي كنت أقدمها للسلطات الصديقة مهمة جدا ورافقت العديد من البعثات الفرنسية وطلعت على مجموعة من الأسرار عنوان باحماد يطفئ ثورة قبائل الجنوب وقصر الباهية يغري الفرنسيين لم يطل مقام مولاي عبد العزيز بفاس طويلا عام 1894 لأنه كان من الضروري للسلطان أن ينتقل إلى الجنوب لتدعيم ركائز حكمه في تلك المناطق رغم أن شمال المغرب ظل دوما مسرحا للثورات والنزاعات المسلحة إلا أنه لم يشكل مصدر قلق للمغزن مقارنة بالجنوب لأن قبائل الشمال كانت دائما فقيرة قليلة العدد وفي حرب مستمرة فيما بينها بينما ظل الأمر مختلفا تماما في مراكش إنها منطقة غنية بالفلاحة ومواسم الحصاد الخصبة وهو ما يجعل القبائل تتمتع بالهيمنة والنفوذ ووفرة السلاح والأحصنة إضافة إلى هذا يقتون سلسلة الجبال أمازيغ شجعان ومحاربون شارسون لا يقبلون الخضوع لأية قوة لحسن حظ الصراطين الذين حكموا المغرب كانت هذه القبائل التي حكمها شيوخ عن طريق الوراثة في صراع دائم فيما بينها ونجحت الحماية الفرنسية في توحيدها تحت سلطة موحدة ولم يتخيل أي دارس لتاريخ المغرب القديم أن يتصافح شيوخ قبائل الجلاويين مع شيوخ كندافة وامتوقة وقائد الرحامنة وهو ما حدث بالفعل عندما غادر مولاي عبد العزيز منطقة الشمال ظل الأمن مستتبا في الربوع وتم تعيين ولاة جدد في إشارة واضحة إلى النفوذ الذي أصبح يتمتع به مسير شؤون الدولة باحماد مما استوجب تنقل السلطان إلى الجنوب بعد وصول أخبار عن نشوب نزاعات تحتاج التدخل لحلها دون إبطاء هدأ قدوم السلطان من وطأة النزاعات التي خفت عن ذي قبل وتكلف باحماد بعقد المصارحة بين القبائل الغاضبة والتحضير بأموال الشعب لبناء قصر فخم للسلطان لم تتوقف أشغال البناء طيلة ست سنوات وانهمك أمر الصناع والحرفيين القادمين من مدن مغربية متعددة في تشهيده وبنائه لتكون النتيجة قصرا رائعا تستخدمه الإقامة الفرنسية كمقر خاص بها أطلق على القصر اسم الباهية والتي تعني المتألقة والجميلة وضم غرفا وقاعات متجاورة مزينة بأشجار الليمور والصنوبر والأروقة التي تعلوها أفاريز خشبية مزخرفة بألوان زاهية بمواد طبيعية ساحة القصر يتداخل فيها الزليج والرخام وتحيط بها أربع قاعات كبيرة بالأروقة والأقواس يمتد الباهية على مساحة واسعة وكرس أهميته بالطريقة العصرية التي طبعت بناءه أهم قاعات قصر الباهية هي القاعة الشمالية وهي من أكبر قاعات القصر حيطانها مكسوة إلى النصف بالزليج ونوافدها مفتوحة على الحديقة الأندلسية دائمة الإخضرار وتعلوها أعمدة من الجبس وسقف خشبي بألواح مزخرفة ذات طابع إيطالي في آخر زيارة لي إلى قصر الباهية بمراكش رفقني أحد أبناء المدينة للقيام بجولة داخل القصر واستفدت كثيرا من الشروحات التي قدم لي بعد أن علمت أنه عمل في ورشات بنائه ويعرف كل زواياه وأركانه كنت قد زرته قبل ذلك بعد أن تلقيت دعوتين من الحاجب بأحمد لتناول مأذبة عشاء معه وما زالت تلك الليالي ماثلة في دهني وأنا أتذكر عبق الياسمين الذي كان يعطر الأجواء والحضائق الخضراء اليانعة في فصل الربيع وعندما توضع موائد الأكل الشهية تعزف الفرق الموسيقية أغاني مغربية بشكل عذب يتناهى من البهو المجاور لقاعة الأكل يستقبل نباح ماد بقامته القصيرة وملامحه الجدية وبعد وفاته قبل عشرين سنة سلمت ممتلكاته إلى السلطان لتنتقل إلى أشخاص آخرين أصبح اسمه مجرد ذكرى من الماضي لأن السلطة في المغرب زائلة لا دوام لها وكم نسي المغاربة من قائد ووزير ونسيتهم الذاكرة بالموازات مع بناء قصر الباهية كانت لباح ماد هواجس أخرى متعلقة بالحكم إذ كان يراقب غضب العديد من القبائل خصوصا في منطقة الحاملة الممتدة حدودها شمال مدينة مراكوش ظهر أحد المحرذين على الثورة وهو الطاهر بن سليمان الذي أراد تأليب القبائل على القصر لتندلع عمليات ترد وقتل زعماء القبائل وعمت الفوضى بشكل واسع وساد القمع فترة طويلة وأزهق معه الأرواح وصل هؤلاء الثوار إلى حدود أبواب مراكوش واستولوا على الحي الشمالي للمدينة لكنهم سرعان ما أجبروا على التراجع إلى الخلف أبان أبا أحمد عن قدرة كبيرة في مواجهة الثورات ولم تضعف طاقته أبدا لأنه كان يعرف بدهاء كيف يستغل الصراعات والخلافات المحتدمة بين القبائل ويجعلها تواجه بعضها بذكاء وبفضل المخزن والتخطيط الجيد لبا أحمد الذي وجد كافة الوسائل التي ساعدته في إخماد الصراعات والانتصار فيها ليتم القضاء على انقلاب قبائل الحاملة وتحولت آلاف الهكتارات إلى أراض من دم ونار وامتلأت السجون بمئات السجناء ووقع الأطفال والنساء أسرى للجنود وسط الجوع والفقر سنوات بعد ذلك زرت بلاد أرحامنا واكتشفت أنها أصبحت أرضا خلاء وتحولت الأراضي الخصبة إلى مراعي نبتت فيها أعشاب برية ومتوحشة تغطي خياما سوداء يخرج منها الأهالي والجوع والفقر بعد عليهم هذا ما تبقى من قبيلة أرحامنا القوية ألقت قوات المخزن القبض على الطاهر بن سليمان وألقوا به داخل قفص قضمانه كانت عبارة عن البنادق التي تمت مصادرتها من المتمردين كان القفص ضيقا لدرجة أنه لا يستطيع التحرك داخله وتم عرضه داخل الساحة العمومية بمراكش وبدأ الناس يبسقون عليه ويكيلون له الشتائم ليتوفى بعد نقله إلى السجن طيلة وجود ابب أحمد على رأس إدارة التشريفات الملكية ظل الملك الشاب داخل قصره ورغم ظهوره في الاحتفالات والمناسبات الدينية أمام المغاربة إلا أنه نظريا لم يكن حضوره قويا لأن ابب أحمد هو من كان يحكم لوحده البلاد فعليا توفي ابب أحمد عام 1900 وكنت في مراكش عندما كان يعاني من مرضه الأخير وهو يتناول جرعات منتظمة من الأكسجين لم يكن أحد يكترث بمعاناته لكن بالمقابل سيعاني بعض الأشخاص في حالة رحيله عن الوجود وخارج إقامته الخاصة ساد نوع من اللامبالات المطلقة بمرض ابب أحمد لم يكن هذا الأخير يحضى بالشعبية والثروة الهائلة التي جمعها والمنزلة الكبيرة التي تمتع بها ولدت الغيرة في نفوس الذين كانت لهم نفس طموحاته رغم تباين القدرات الجميع يخشى سطوة ابب أحمد ونفوده ظل من الصعب السيطرة عليه وأحاط نفسه بهالة من الاحترام المرعب سرعان ما اختفى عندما أقعده المرض وقضى عليه بعد أن لفظ نفسه الأخير ظهرت الأحاسيس الحقيقية التي كان يخفيها المقربون منه وهي مزيج من الكراهية والبغض لطالما شكلت وفاة شخصية رسمية في المغرب حدثا مأساويا وبمجرد الإعلان عن خبر احتضار الوزير استفت قوات الحارس خارج القصر ساد جو من الصمت المطلق وأخيرا انطلقت ذات صباح صيحات النساء معلنة خبر الوفاة المنتظرة أغلق الحراس جميع أبواب القصر ولم يسمح لأحد بالدخول أو الخروج وداخل القصر بدأت الشياطين بالتحرك استولى العبيد على كل ما وجدته أيديهم من ممتلكات الحاجب ضحمان ونشبت الصراعات بين النساء لنهب المجوهرات والظفر بمقتنياته تم تكسير الخزائن الحديدية وصرقة الوثائق وأصول الممتلكات التي كانت بداخلها والاستلاء على الأحجار الكريمة من أماكنها لكي يسهل بيعها بعد ذلك وتعرض البعض للقتل جراء هذه الحملة الشرسة وفي الوقت الذي استمرت فيه عملية سرقة ما تركه باحمد داخل أسوار القصر الحصين انطلقت طقوس الدفن ولاحظ المشيعون دموع السلطان الذي كان يبكي على رحيل الشخص الذي وضعه على العرش ووقف إلى جانبه في الساعات الصعبة عندما لم يجد الدعم وقبل أن تجف دموع السلطان عبد العزيز عاد إلى القصر وكان أول قرار أصدره هو ظاهر مصادرة جميع أملاك الحاجب وأحمد ليتحول الأمر إلى نهب منظم وأرسل القصر العبيد والحرسة لتطبيق مقتضيات هذا القرار الملكي بعد عدة أيام صدرت البهائم وقاطع الماشية والأسرة القطنية والأثاث والزراب التي كانت في السابق في ملكية مدير التشريفات الملكية لتصبح في ملك السلطان أجبر عبيد وزوجات ابب أحمد على التخلي عن الممتلكات الخاصة بهم وتركوا منازلهم التي أوصدت أبوابها وأضحت فارغة من أهلها أياما بعد ذلك لم تتبقى سوى جدران البيت الكبير للعائلة التي تشتتت أفرادها وعانوا من الجوع والفقر واستولى السلطان على عبيده لخدمته في القصر وعرض آخرون للبيع فيما انتقلت الأراضي الواسعة إلى ملكية الدولة وكانت هذه هي العادة في البلد التتحول أملاك كبار الدولة بعد وفاتهم إلى السلطان كنت أرى بين الحين والآخر أبناء ابب أحمد وهم يعانون الفقر ويقبلون بعرفان كبير المبالغ المالية الصغيرة التي يرفض تسلمها خادم صغير في إنجلتر غيرت وفات ابب أحمد من خريطة السلطة في المغرب وسادت الغيرة بين الوزراء الذين فاهموا أنه قد حان الوقت للقيام بخطوة نحو الأمام لحماية مصالحهم وحماية مصالح الوزارة من أطماع المتربسين بها كان أمامهم خياران الاختيار بين الإذعان والرضوخ للغير أو الانتصار على الخصوم كان السلطان يبلغ من العمر وقتها عشرين سنة وتهيأت له الفرصة للإمساك بدواليب الحكم مجتمعة في يده لكن تحمل سلطان شاب لأمور البلاد في ذلك الوقت كان أمرا محفوفا بالخطر واعتقد الوزراء أن مولاي عبدالعزيز سيكون مستقلا أكثر في تسيير شؤون البلاد وإيجاد صيغة تسمح بمراقبة أفكاره وأفعاله عنوان وزراء يكيدون الدسائس للسلطان وسيرك إسباني يقيم عروضا داخل القصر فكر وزراء السلطان الشاب مولاي عبدالعزيز في إيجاد صيغة توفر لهم هامشا من الحرية في تسيير شؤون الدولة وتقليص نفوذ الملك لتحقيق هذا المسعى كان من الضروري إيجاد شيء يشغل بال الملك عديم التجربة الذي ظل بعيدا عن تسيير المجلس الوزاري مما يعني الخروج عن العادات المغربية ولم يعيش أي سلطان من قبل هذا الوضع الاستثنائي أدرك الوزراء أن نفوذهم لا يتمثل فقط في حبس الملك داخل القصر لأنه قادر على الثورة على عزلته وقد يلقي عليهم القبض ويعذبهم سحبوا إذن هذا السيناريو من مخططهم وأجمعوا على أن السلطان بحاجة إلى ترفيه بشكل يجعله يصرف الاهتمام عن تسيير البلاد المغرب لوحده غير قادر على توفير كل مصادر الترفيه الضرورية وكل ما يمكن أن يرفيها عن السلطان موجود في البلاد فلديه النساء والمجوهرات والأحصنة وكل ما يحصل عليه أي سلطان شرقي وللحصول على أشياء أكثر أناقة كان من الضروري التواصل مع الأوروبيين للحصول عليها وكان الأمر مقصودا لأنها كانت بداية السقوط خطوة كهذه تعني تراكم الديون الخارجية وجر المغرب شيئا فشيئا إلى فقدان استقلاله كان وجود مستشار كفء كفيلا بتجنيب المغرب هذا السيناريو لأن عبدالعزيز يفتقر إلى ملاكات حكم وتسيير البلاد ولم تكن لديه الرغبة في الحكم رغم أنه كان ذكيا وذات فكير عميق ويحب أن يتقن كل ما يقوم به لم يكن إذن من السهل أن يتم تمديد التسلية التي ظل يتمتع بها السلطان بمدينة بوراكش البعيدة عن طنجة بمئة ميل وتواصلها مع أوروبا كان بطيئا مما يجعل البضائع والشحنات تصل متأخرة نظرا لطول المسافة وفي بعض الأحيان تجبر العواصف الأطلسية السفن على تأخير رحلاتها لعدة أسابيع حققت مصادر اللهو الهدف المرجو منها وبدأ التفكير في وسائل لهو جديد بعد أن استمتع السلطان بالألعاب النارية والدراجات وكاميرات التصوير في تلك الأثناء في تلك الأثناء توالدت أنباء عن وصول سيرك إلى أحد الموانئ المغربية الصغيرة وهو ما يعني أنه ليس سوى سيرك أوروبي بئيس لكنه حظي باستقبال شعبي كبير كما لو أنه السيرك الشهير بارنام بعث خدام القصر رسائل ملكية إلى القياد والولاة لدعوة السيرك وقطع الرقاصون من كافة الاتجاهات مئات الأميال ليتم استقدام السيرك ببضائعه وممثليه الاثني عشر وخيوله قاطعين السهول والتلال واستجابة للدعوة الملكية وكثر الحديث في البلاد عن وصول هذا السيرك واستأثر باهتمام الناس تركز الاهتمام على هؤلاء الضيوف وتحولت صراعات القبائل وتربص القوى الأوروبية بالمغرب إلى مسائل تحتل المستوى الثاني من اهتمام القصر كانت صاحبة السيرك سيدة إسبانية شديدة البدانة وضخمة الجثة ويبدو من الصعب التكهن بسنها وتثاقلت خطوات البغلة التي كانت تحملها وتحملت عناء هذه الرحلة الطويلة المتعبة لم يكن لهذه السيدة أي حضور في العروض التي قدمتها المجموعة ولهذا السبب منعها الحراس من الدخول إلى القصر واستشاطت غضبا فور سماعها بقرار منعها مرافقة الفرقة لتقديم العروض أمام السلطان واقتدت أوامر صاحب الجلالة على أن الدخول مقتصر فقط على الممثلين دون سواهم وتنفيذا لهذا الأمر بقيت السيدة البدينة واثنان من عمال السيرك خارج الجهة المقابلة التي كان يجلس فيها السلطان في خيمته الواسعة ليشاهد العروض ويفصل بينهما حائط ارتفاعه عشرون قدما تناثرت الحجارة المستخدمة في إصلاح مرافق القصر وبقايا مواد البناء في المكان الذي كانت تجلس فيه السيدة الإسبانية وناهز ارتفاعها وهي مكدسة الجدار الفاصل بين الساحتين مع مرور الوقت وتزايد حنق السيدة بدأ الملل يتسلل إليها رغم أنها لم تتوقف عن مشاهدة مجموعة من الغزلان وقطيعا من الماعز البري وهي تسير في الحديقة لم تتحمل صاحبة السيرك أن تقطع كل هذه المسافة وتتحمل كل المشاق لكي يتم منعها في النهاية من مشاهدة العروض في حضور السلطان لتخطر فجأة ببالها فكرة تكديس الحجارة ومواد البناء أمام الحائط كان الأمر شاقا عليها لأنها لم تتعود على القيام بهذا الجهد لكنها تلقت مساعدة لم تكن تتوقعها على توترها بسبب بضع ما كانت تقوم به ليقفز إلى جانبها أيل ذكر استدرجته بهدوء نحوها ودفعته في مواجهة الجدار ليساعدها على تسلقه في الجهة المقابلة من الجدار ظل السلطان مستمتعا بالعروض المقدمة أمامه وفجأة تغيرت ملامحه دون أن ينبس بأي كلمة وعيناه مصوبتان نحو الحائط الممتد أمامه عنوان نهاية ورطة السرك والسلطان لا يخفي إعجابه باللورد لوتش ظهر وجه السيدة الإسبانية البدينة على الحائط وملامح الغضب والحرق بادية عليه وبدأت تتفرس في السلطان بفضول وهو جالس في خيمته عندها تحرك الحارس المرافق للملك ولوحوا إليها بأيديهم أن تختفي وترحل عن المكان وهو ما لم يحصل إذ ظهر جزء العلوي من جسدها بعد أن رفعها الأيلو بقرنه أكثر على الجدار وأخيرا ظهرت السيدة على الحائط متمسكة به بشدة وهي تسعى بكل قواها للتشبث به لتحمي نفسها من السقوط قبل أن تهوي إلى الأرض عندها ظهر الأيلو وقفز أمام الخيمة متجاوزا الجدار واستدار لينطح صاحبة السيرك الإسبانية وتسقط بعيدا على مسافة متر ونصف ليتحول المكان إذ ذاك إلى ساحة من الفوضى حاول الوزراء أن يجبر الإسبانية على الاختفاء من المكان وهو ما كانت المسكينة تسعى إليه أيضا وظل السلطان صامتا ومستمتعا بالجلبة التي عمت المكان فيما فطن العبيد إلى فكرة إبعاد الأيل القوي برميه بالحجارة لكي يغادر الساحة تقربت من السلطان مولاي عبد العزيز ودخلت محيط المقربين منه سنة 1901 وصادفته مرة أو اثنتين عندما رافقت البعثة الخاصة للسير أردور نيكولسون إلى مراكش وكان ما يزال ساعتها تحت الوصاية استرعى انتباه خجاله الشديد وعلاقته الخاصة بالوزير الشهير باحمد الذي كان يسجر شؤون البلاد في ذلك الوقت ما زلت أتذكر مرافقة للسلطان الشاب داخل إقامته الخاصة بالأكدال الذي سيستقبل فيه الوزير البريطاني سرنا داخل غابة مليئة بأشجار المرتقال وعناقيد العنب تتدل بين ممراتها وعلى امتداد البصر تمتد أشجار الصنوبر الخضراء تخترقها نافورات رخامية وعلى الحواش تترقرق جداول الماء الصافية بين الشجيرات الصغيرة كنا نرتدي جلابيب مغربية بيضاء ناسعة ورافقنا قائد المشور في هذه الجولة حتى بلغنا المنزه دي السواري المزركشة بسقف إسمنتي أصفر وتصمرت في مكاني واقفا معجبا بروعة المكان وفاحت في الأجواء عطور ظهور الياسمين والأقحوان خارج ساحة المنزه يجلس الموظفون وخدم السلطان مشكلين حلقة دائرية وقف ابب أحمد أمام باب القاعة الوحيدة بقامته الفارغة وبنيته المكتملة وسحنته الإفريقية السوداء وفي الداخل يجلس السلطان الشاب على أريكة تعود إلى عهد لويس السادس عشر ويداه مشدودتان إلى الصدر مرتديا جلبابه الأبيض الحريري دل أصداف اللماعة أهم ما شد انتباه ساعتها هو الهدوء والخجل الذي لا يفارق السلطان وعلى يمينه جلس الوزير البريطاني فيما ظللت واقفا رفقة الوفد المرافق له بمحادات الباب كلمات السلطان كانت قليلة وفضل أن يهمس بها إلى أدن الوزير الذي نطقها بصوت مسموع أمام السفير بعد فترة قصيرة تخلص مولاي عبد العزيز من ارتباكه وأبد اهتماما واضحا بالبذل الموحدة التي أحضرها الوفد الإنجليزي وعيناه لا تفارقان أحد مساعدي الوزير وهو اللورد لورتش الذي يبلغ طوله ستة أقدام ويضع على رأسه قبعة حريضية انتزعت إعجاب السلطان بعد مرور أربع سنوات تحدثت مع مولاي عبد العزيز في حوار الودي عن تلك الزيارة فأجابني ضاحكا بأنه استغرب من القامة الفارغة للورد لورتش ولم يهتم بأي شخص آخر في البعثة سواه واستفسرني عما إذا كان بإمكاني لورد لورتش الحضور إلى المغرب في البعثة التالية للسفارة البريطانية التي ستأتي بعد أشهر نقلت رغبته إلى الحكومة البريطانية وفي يناير 1902 لم يعود السلطان خجولا كما في الزيارة السابقة وخص اللورد لورتش باستقبال رائع لم يكن يخطر ببالي أبدا أن الارتباك الذي أبداه السلطان لدى لقائه باللورد في أول زيارة له قد يتحول إلى علاقة خاصة تجعل لورتش يلقن مولاي عبد العزيز سنوات بعد ذلك مبادئ لعبة تيب أندران حضيت صيف عام 1907 باستقبال خاص لدى السلطان مولاي عبد العزيز بعد ساعات طويلة من انحناءات البروتوكول الملكي لأتمكن بعدها من لقاء صاحب الجلالة في مجلسه الخاص اكتشفت سلطانا ذكيا وحلو الحذيث ويمرح كثيرا ويجيد النقاش فجأ بأنني لا أتردد في الإجابة عن كل أسئلته كيفما كانت طبيعتها عكس ما كانت تقتضيه الأعراف وقتها وسرعان ما اعتاد على الأمر وأبدى تجاوبا كبيرا في الحذيث معي أخبرني مسؤول التشريفات أن لقائي مع السلطان لن يدوم سوى بضع دقائق لكنه طال وامتد إلى حوالي ساعة من الزمن كان السلطان جالسا وبقيت أنا طيلة الوقت واقفا ولم أبدأ أي اعتراض على هذا الأمر على أي حال لقد حققت انتصارا أثناء زيارتي للقصر بعد أن رفضت أن أجلس وذراعي مسندة إلى الأرض تماما كما يفعل الأوروبيون في حضرة صاحب الجلالة عنوان الأوروبيون ينحنون على الأرض تبجيلا للسلطان والألعاب النارية تزين سماء مراكش سألني مولاي عن إنجلتيرا ذات يوم في جلسة خاصة فأخبرته أنني حاضيت بهذا الشرف في السابق ليسألني بعدها عن طبيعة البروتوكول المتبع في إنجلتيرا وأجبته بأنني إنحنيت مرة عندما دخلت إلى بهو القاعة ومرة أخرى عندما اقتربت من جلالة الملك بدأ السلطان متفاجئا عندما أخبرته بهذا الأمر وسألني عن سبب استيراد الإنجليز إلى المغرب عادة الجلوس والاستناد باليد على الأرض لدى المثول أمام السلطان لم أجد سوى نفي علمي بهذا التصرف وطرحت على مولاي عبد العزيز فرضية أن هؤلاء الإنجليز يعتقدون أنهم بذلك الشكل يتبعون الأعراف التقليدية المغربية وأعطى السلطان أوامره بإلغاء تلك التقوص لكن بعض الأوروبيين لم يتوقفوا عن الإنحناء أمامه جالسين خلال الحفلات الكبرى وحتى نهاية فترة حكبه بعد مرور سنوات حضرت إحدى الحفلات الخاصة داخل القصر الملكي واستر عن تباهي منظر صف طويل لمسؤولين إنجليز ينحنون مسندين أذرعهم على الأرض وهم يقفون أمام السلطان إن القضية في نهاية المطاف مسألة ذوق فقط وأعتقد أن كل مخلوق بشري لديه الحق كيفما كانت الظروف في تقليد كل ما يسمع لكنني لا أقبل أن تتضاءل قيمة الشخص أو البلد بهذا الشكل أي مواطن إنجليزي أو إنجلتيرا بحد ذاتها لا تستطيع أن تنزل من قيمتها إلى مستوى حركات رياضية معينة ليس بإمكان القيام بذلك لسبب وحيد وهو أنني أجد الأمر عبثيا للغاية مثل ما تبدو نصف الطقوس الحكومية في إنجلتيرا عبثية في أعين المغاربة عشت في تلك الفترة البدايات الأولى لظهور الألعاب النارية في المغرب وطيلة أيام عديدة زينت هذه الألعاب سماء عاصمة الجنوب مراكش في لياليها الساهرة والقنابل الملونة التي شدت أنظار الأهالي وهم يشاهدونها تدوي في السماء استدعى القصر إنجليزيا متخصصا في بلاده لكي يشرف على تركيب وإطلاق تلك المفرقعات وظل ملحقا بالقصر مكلفا دائما بتلك المهمة وسط استمتاع المغاربة الذين أفزعتهم بالمقابل أصوات التفجيرات المدوية في الهواء المغاربة بطبعهم ولا يرمون المال خارج النافذة لذا فكلفة تلك الألعاب النارية القادمة إلى مراكش كانت باهضة فقد تكلفت الحكومة بدفع مصاريف الشحن والتأمين ونقل القوافل التي تحملها ينضاف إلى كل ذلك هذا ثمن الشراء دون احتساب مبلغ العبولة لقد كانت بلا شك ألعابا لقد كانت بلا شك ألعابا رائعة لكن ميزانيتها كانت مكلفة جدا حضرت إحدى تلك الحفلات رفقة وزير بريطاني لم تعجبه المغالاة في الاحتفالات لكنه لم يستطع رفض الدعوة الموجهة إليه للحضور تضمن أحد العروض قدف الشهب من مجسم فيل ضخم بعيون مضيئة جعلت الأجواء منيرة واحتفالية ورغم أنه لم يكن ذا أهمية تذكر إلا أنني توقعت أن مبلغ شرائه كان مرتفعا في ظاهرة أحد الأيام أخبارني السلطان أنه سيتم إطلاق الشهب الإصطناعية على عشب القصر وفهمت من كلامه أن الحفلة مخصص فقط للسيدات ولن يتم استدعاء أي رجل للحضور وفضلت بدوري الصعود على سطح المنزل الذي كنت أقطن فيه ممني النفسي بأن أشاهد الألعاب النارية تلك الليلة شاهدت الصواريخ بألوانها الزاهية وهي تصعد إلى السماء وامتزجت الأضواء الصفراء والبنفسجية والخضراء مع النجوم التي زينت السماء وفي ساحة الفناء بمركز المدينة قصد جامع الفناء انتظرت الجموع بفارغ الصبر لحظة إطلاق الصواريخ من جدران القصر التي يبلغ ارتفاعها نصف ميل في اليوم الموالي طلب مني السلطان رأيه حول حفل الليلة الفائتة ولم أتردد في وصف جمال الألعاب وتكلفتها المرتفعة ومدى إقبال أهالي مراكش لمتابعة الألعاب عندها بادرني بالسؤال وماذا يقول الشعب حول احتفال أمس أجبته أنني لم أتعرف بعد على انقباعاتهم لكنني في مناسبات متعددة سمعت البعض يصرخ ها هي مرة أخرى آلاف الدولارات من أموالنا تضيع هباء وفاجأه جوابي لقد كان مولاي عبد العزيز ينتظر أن يسمع من الشعب عبارات الولاء والتقدير بفضل ذلك الحفل الكبير وربما حركت هذه الملاحظة انتباه السلطان لتنخافض أعداد الصواريخ الاحتفالية في الأيام القادمة رغم أن الإنجليزية المسؤولة عنها في القصر احتفظ بمنصبه لفترة من الزمن طيلة الأشهر الطويلة التي قضيتها في القصر الملكي انتبني الإحساس بأنه يتم دائما تفادي الحديث عن الأمور السلبية وكان يبدو من الواضح أن السلطان يسير في خط فوضوي وبما أنني كنت مقربا منه فقد حرست أن أصف له الأمور بواقعها لكن بدون جدوى عنوان عبد العزيز يستمتع برحلة على الباخرة ويغادر قصره نحو فاس منذ نهاية عام 1902 بدأت أستخدم قاموسا جديدا مع السلطان لم يستطع أحد من المقربين منه استخدامه معه من قبل وهدفي من ذلك كان إنقاده قبل فوات الأوان كان يستقبلني بحفاوة ويشكرني على حديثي معه بكل حرية لكنه رغم ذلك استمر في سلوكياته المبذرة وتقليده للأوروبيين لو أنه قام في هذه الفترة بتسريح الموظفين الأوروبيين على أن يترك فقط طبيبا ومهندسا أو اثنين وعددا من الذين كانوا في خدمة والده الراحل وتوقف عن تضيع أمواله لاتخذ مستقبل المغرب وجها مغايرا عما هو عليه الآن كان مولاي عبد العزيز يفضل قضاء فترات ما بعد الظاهرة في الترفيه والتسلية عن نفسه وغالبا ما يرافقه وزير الحرب المنبهي وبعض المغذفين الأوروبيين يتنزهون في مرافق الأكدال الواسعة كنا نفضل التجول قرب محيرة المنتزة وأحيانا نركب إحدى المواخر الخاصة بالسلطان في إحدى المرات قرر صاحب الجلالة دعوتي ووزير الحرب إلى ركوب قاربه وانهمك هو ووزيره في التجديف بصراحة لم يكونا موفقين أبدا في ذلك فتقمصت أنا دور قائد القارب ظل السلطان يجدف في المقدمة ورش الوزير برذاد الماء الذي بلله عن آخره لم يبقى الوزير مكتوف الأيدي بل بدأ التجديف مئة مرة في الدقيقة في حين ادخر السلطان جهده وحافظ على وطيرته البطيئة لكنهما استمتعا بتلك الرحلة البحرية القصيرة بشكل يفوق الوصف سرخ السلطان بحماس نحن بحاران وأنت مسافر على متن سفينة مغربية ورذت على مزحته مجيبا أنتما أسوأ بحارين صادفتهما في حياتي وعندما سترسوا بنا الباخرة سأخبر السلطات بعدم كفاءتكما هل تريد فعلا القيام بهذا الأمر إذن عليك أن تدفع لنا لأننا قمنا بنقلك على متن الباخرة رد علي مولاي عبد العزيز بنفس نبرته المازحة وما إن أخبرته إنني أريد أن أنهي رحلتي حتى فجأني السلطان برش بالماء إلى أن تبللت ملابسي تماما مثل الوزير عندما سألته عن المقابل المالي الذي يطلب أخبرني أنه يريد نصف بسيطة لكل واحد منهما لأجد نفسي لأول مرة في حياتي أمنح هدية لسلطان ووزير حرب في خريف 1902 تم الدعوة إلى مرافقة الموكب الملكي المسافر إلى فاس عاصمة الشمال كان من المتوقع أن ينطلق موكب السلطان المستقر في مراكش لمدة ست سنوات في بداية الخريف لكن الاستعدادات تأخرت وبقيت الخيمة السلطانية منصوبة خارج أبواب المدينة لتنطلق الرحلة أخيرا في نهاية ونبر وفي ساعة مبكرة من الصباح غادر مولاي عبد العزيز قصره في عاصمة الجنوب مرفوقا بحاشيته وخدمه متجهين نحو الشمال أعتقد أنه ليس من الضروري وصف تفاصيل السفر يوما بيوم لأن التقوص والمراصيم الملكية لم تتغير أبدا أثناء مرورنا على العديد من المدن المغربية وسأحاول أن أصف يوما اعتياديا أثناء تلك الرحلة التي تتكرر تفاصيلها يوميا طيلة السفر قبل بزوغ الفجر يستيقظ الخدم قبل ثلاث ساعات من مدفع الصباح ويجمعون الخيام ليبدأوا في تسريح الأحصنة وربط الحمولة على الجمال استعدادا للرحيل ما إن تبدأ أشعة الشمس الأولى في السطوع حتى يتراء أمامك منظر أشبه بحفل ألوان خلابة تتداخل الخيام البيضاء مع الدخان الأحمر للمعسكر الذي اختار المبيتة في مرج مليء بأزهار زاهية الألوان تظهر أطياف الرجال والحيوانات وهي تتحرك في مشهد أشبه بعرض لألعاب السحر وتسقط الخيمة تلو الأخرى ليتبقى في نهاية المطاف جدار الخيمة الملكية المحاذية لساحة الخيل وآلاف البغال والجمال المحملة بالبضائع والأمتعة استفى الفرسان قرب الموكب السلطاني مشكلين حلقة مركزية يقف فيها وزراء الدولة في مرتد الحرس المرابض أمام خيمة السلطان جلابيب ببيضاء وطرابيش حمراء في انتظار خروج صاحب الجلالة من الخيمة فجأة كسر عزف على البوق صمت المكان واخترق الجمعة رجل بقامة رفيعة وتقدم بين الصفوف بخطا وإيدة وردد بصوت عال الله يطول فمرسيدي ما إن أنهاها حتى انحن الحاضرون في حركة موحدة ارتفعت الشمس وأرسلت أشععتها الدافئة لتزدان الأثواب الحريرية الحمراء للخيل وبدى المشهد أشبه بلوحة تشكيلية متعددة الألوان اقترب أحد كبار الموظفين المحليين وممثل إحدى القبائل من السلطان وانحنى بركبتيه وجبهته على الأرض ووقف يحدث مولاي عبد العزيز في خضوع قبل أن ينصرف فور انتهاء المقابلة ما إن امتطى السلطان صهوة جواده حتى ساد الهرج والمرج في المكان عنوان تناسل شائعات حول المد المسيحي في القصر وبحمارة يقود الثورة ضد السلطان عاد مولاي عبد العزيز إلى ثاس مع نهاية 1902 وفي نفسه طموح إدخال إصلاحات على نظام الحكم رغم اللامبالات التي ظل يتخبط فيها نوايا السلطان كانت في طياتها طيبة لكنها استضمت برفض وزرائه لكل مشروع إصلاحي يود مولاي عبد العزيز تطبيقه في المغرب والتي كان من شأنها أن تغير عادات عيشهم وتقلس طارواتهم وتزعج خطاطهم للرشوة التي يأملون أن تدوم لما فيه مصلحتهم لهذا يغضون الطرف عن إصراف السلطان في الملاهي ويراقبون تبذيره للأموال ومداخيل البلد دون أن يحركوا ساكنا وانتقلت مختلف أشكال الإشاعات بين القبائل حول ما يدور داخل القصر مثلا عندما وجد السلطان أن الجدران البيضاء للساحة الداخلية للقصر قد تغير لونها بادر إلى صباغتها باللون الأزرق وشكل ذلك إبداعا جديدا داخل القصور الملكية وغير معروف في التقاليد السائدة أضحت جدران القصور بارزة من التلال المحيطة لفاس وأثار اللون الأزرق انتباه الفلاحين الذين يقصدون المدينة للتسوق بالنسبة للوزراء يعد الأمر خروجا عن العادات الإسلامية وتقليدا للتقوس المسيحية وتكفل أحد الأعوان بنشر خبر أن مولاي عبد العزيز خسر ثروته بلعب الورق مع المسيحيين ويراهن بمرافق قصره لتعويض الخسارة وتذهب الإشاعة أبعد من ذلك إلى أن السلطان قد خسر القصر لفائدة المسيحي الذي قرر إعادة صباغته باللون الأزرق الأمر المؤكد في الحكاية أن لعب الورق لم يكن معروفا داخل أسوار القصر وكيفما كانت ملاهي مولاي عبد العزيز إلا أنه لم يكن يهتم أبدا بتلك اللعبة وبما أن القمار واللعب بالمال حرمه القرآن فقد حرس السلطان الشاب على تشديد مراقبته لتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية في القصر انتشرت بسرعة شائعات المد المسيحي وحاول كل طرف حماية مصالحه من هذه الإشاعة خصوصا المدعو عمر الزرهوني أو الجيلالي الذي حاول خدمة مصالحه إلى أبعد حد كان رجلا متعلما وعمل لفترة من الزمن كاتبا في القصر لكن خطأا إداريا ودع حدا لعمله هناك لينتقل بعدها للعمل مع حم الحسن القائد الأمازيغي لقبائل بنمطير والتقيت به هناك وتعرفت عليه عن كثب غادر الجيلالي عمله مع القائد سنة 1901 واختفى داخل البلد وإضافة إلى فصاحة لسانه ومواهبه الفطرية التي تميز بها كان أيضا مزورا محترفا ويجيد بعض الألعاب السحرية اليدوية ساعدته هذه الملكات على العيش وإعالة نفسه والسفر من قبيلة إلى أخرى على ظهر حمارته ليطلق عليه الناس لقب بحمارة وسطع نجمه كثيرا بين قبائل الريف كان بحمارة يسافر وفي ذهنه فكرة واحدة وهي أن يكسب حياته لتتخذ حياته بعدها مسارا آخر طبع طريقة حديثة مع الأهالي بمسحة دينية جعلته يخبر بعض القبائل بأنه المهدي المنتظر بل لم يتردد في القول إنه مولاي محمد الإبن البكر للسلطان الراحل مولاي الحسن زهده في العيش وامتطاؤه لتلك الدابة جعلا بحمارة في أعين الأهالي شخصا عجائبيا وحظي بمكانة خاصة في قلوبهم مع نهاية خريف عام 1902 غادر مولاي عبدالعزيز مدينة فاس في اتجاه العاصمة الربار وتأخرت مغادرته بسبب ثورة بحمارة وقلل رجال الجيش من حجم ذلك العسيان لينطلق الملك في شهر نوانبر وأرسلت فرقة مسلحة إلى تازة لإخماد الثورة كان الوضع دقيقا والكل كان يترقب تحديد هوية القائد الذي سيختاره السلطان توقف مستقبل حل تلك الأزمة على القوات المسلحة الملكية التي قادت المواجهات لم تتوقف مظاهر الفساد وانتشرت الرشوة بشكل رهيب مما ضاعف من حجم الأزمة وعقد الوضع في البلاد طلبت ساعتها من السلطان وأنا معه في فاس قبل سافاره أن يخبرني من أختار لكي يقود الجيش ضد بحمارة وأمام دهشتي الكبيرة أجابني بلا تردد القائد سيكون شقيقي مولاي الكبير لم أصدق في البداية ما قال وأخبرته أن مولاي الكبير ما زال طفلا ولم يكن أبدا في حياته جنديا ليجيبني مولاي عبدالعزيز قائلا هذا صحيح لكن باقي إخوتي قاد حملات عسكرية في السابق وقد حانت فرصة مولاي الكبير لكي يغتني قليلا كان يقصد بكلامه أن الأمير سيحصل على الأموال من المناطق والقبائل التي ستكون حلبة المواجهات رافقت السلطان في نوامبر عندما غادر فاس باتجاه الربار وارتفعت وثيرة الحراسة عندما وصل صاحب الجلالة إلى مكناس لنصل بعد أيام إلى منطقة زمور التي كانت فيها الحرب أشد وضعه عنوان قوات السلطان تعود إلى فاس وبحمارة ينتصر على مولاي الكبير بتازة من الصعب إحصاء عدد المرافقين للسلطان في الحركة لكن عددنا بلغ تقريبا عشرين ألف شخص في المخيم نثفهم كانوا من المحاربين إضافة إلى عدد كبير من المفاوذين المنحذيرين من فاس كانوا يتنقلون ويرافقون السلطان رفقة عائلاتهم وخدمهم سافر معنا أيضا مئات من المتسولين الذين فقدوا بصرهم وبعض المقاتلين من جهة زمور قرر الزموريون استباق المقاومة بشكل متقدم عبر خط من المقاتلين يعبرون السهل ويقطعون عبر زاوية حادة طريقنا باتجاه المركز امتد الشريط على مسافة أربعمائة قدم في العمق وعدة أمطار فقط طوليا تختارقه بحيرة إلى غاية نصف ميل من القمة عندما استنتجنا قرب اندلاع المقاومة في هذا المكان تحركت القوات بحماس في المنطقة المنخفضة من السهل وبدى البساط الشعبي أشبه بزريبة افترش عليها الجنود الخيام السوداء وبين الحين والآخر تتناهى إلى الأثماع أصوات الرصاص التي يطلقها المقاتلون المتربصون على مئات الأمطار من الحركة يتمتع الزموريون بقدرتهم على قيادة الهجمات في السهول لأنهم فرسان لا يشق لهم غبار تلقت كتيبة الدكاليين الأوامر بالتحرك والاستعداد للسير في المقدمة واختلطت الأهازيج والموسيقى بحوافر الخير وفجأة أطلقت فوهات البنادق عليهم من بعيد لكنهم واصلوا التقدم إلى أن بلغوا البلدة التي تركها الأهالي فارغة وعوض أن تتقدم القوات نحو العمق أكثر فضل الجنود أن ينهبوا ما وقعت عليه أعينهم إذ رحل أهل البلدة حاملين معه ما خف حمله تاركين وراءهم غلات الحبوب التي تعتبر غنيمة ثمينة لمعسكر السلطان لكن نقلها شكل مشكلة تستدعي الحل بسرعة ليتطوع مقاتلون منطقة دكالة للقيام بهذه المهمة بحضور السلطان وباقي أفراد الجيش وضع الدكاليون بنادقهم جانبا وبدأوا في ملء سراويلهم القطنية الزرقاء بالقمح ليحملوها بعد ذلك على ظهورهم دون أن ينسوا البنادق ويعودون إلى باقي القوات لمتابعة السير لم يكن بإمكانهم الهروب من المكان لأن المراقبين ظلوا يرصدونهم وهم يشحنون الحبوب ويعطونهم التعليمات لتنتهي العملية بشكل منظم لقد تم إرسال كتيبة من قبيلة عبده المعروفة كذلك بشجاعتها لتقديم يد العون للدكاليين والتأكد أنهم يشحنون الحبوب عوض تركها والالتحاق بالخصوم عندما بدأت كتيبة عبده عملها نشبت مواجهة كانت في الواقع متوقعة بين الفريقين اترك الدكاليون ما كان في أيديهم وبدأوا في إطلاق النار على القادمين الجدد لتندلع معركة صغيرة بين الكتيبتين الوفيتين للسلطان لم يدم الأمر طويلا وتوقفت المواجهات بعد التوصل إلى اتفاق المجموعتين وتنازل الدكاليون تدريجيا عن سراويلهم المحملة بالحبوب على ضفاف البحيرة وعادوا بأقدام حافية ليساعد الآخرين لتحميل ما تبقى من الغنائم والعودة إلينا محملين بالقمح والشعير مخلفين رفاقهم القتلى والجرح وراءهم لن أنسى مشهد هؤلاء الرجال أثناء عودتهم إلى المعسكر بعد الظاهرة وهم يجاهدون لسعود المرتفعات والعرق يتصبب من أجسادهم المتعبة فيما ظل السلطان غاضبا وحوله الوزراء العاجزون عن تغيير مجريات الأمور كان من المستحيل عبور المنطقة في تلك اللحظات لذا قررت القوات الاستراحة قليلا على ضفاف البحيرة لقد أمضيت ليال من أغرب ما مررت به في حياتي حيث استمرت المواجهات طيلة الليل بين قبيلة عبده ودكاله للاستئثار بالحبوب التي غنموها ولم يتوقف إطلاق الرصاص فوق رؤوسنا والكل يحرص على الإنبطاح والنوم على الأرض تفاديا للإصابة وأخيرا هذا الصراع بعد أن أعلن أحد خدام السلطان أن الأمور أصبحت تحت السيطرة داخل المعسكر وأن الجيش أصبح موحدا وهو ما حدث فعلا لأن وزير الحرب نجح في إنهاء الاقتتال بين الفريقين في اليوم الموالي وصل إلى السلطان خبر هزيمة جيش أخيه على يد بوحمارة على مشارف تازة لتتحرك القوات بسرعة وتستدير نصف دورة عائدة مرة أخرى إلى فاس طريق العودة التي عدنا إليها تركتنا نعاين أشياء رهيبة لم نكن نتخيلها ولم تكن القوات تتوقعها تناثرت الجوتة على طول الطريق ولم يكون سوى المتخلفين عن اللحاق بجيش السلطان ولم يتردد الزموريون في قتلهم وهو مصير كل من يتأخر ويظل في مؤخرة الجيش دائما وجدنا في ساحة مسجد إحدى القرى عشرات الجوتة برؤوس مقطوعة ومشوهة ولم ينجوا من المجزرة حتى المتسولون المكفوفون إذ لم تشفع لهم إعاقتهم التي منعتهم من اللحاق بالجيش ووقعوا في قبضة مقاتلي القبائل الأخرى لاقى الجرحى نفس المصير المفجع وتركوا لوحدهم يواجهون الموت لأن الجيش لم يكن مجهزا بمستشفى متناقل ولا نظام صحي بوسائل الإسعاف الضرورية عنوان المالاريا تجتاح الجنود المغاربة وإنجلتيرا تقتسم مصالحها في المغرب مع فرنسا وإسبانيا لم تنجوا المجهودات التي قام بها الأطباء التابعون للقصر في إسعاف كل الجرحى الذين ظلوا يأنون ألما ونجى فقط الجنود الذين نقلهم رفاقهم على الأكتاف إلى المعسقر لمعالجة جروحهم وإنقاذهم من الموت ويتوقف أمر نجاتهم على رد فعل زملائهم لكن الجنود المغاربة لم يكونوا دائما مهيئين للقيام بتضحيات في سبيل أحد الرفاق غالبا ما ينتظرون وفاة أحد الجرحى بغية سرقة ملابسه وقد يسرقونها منه وهو يحتضر ويغالب جروحه ضم المعسكر طبيبا واحدا يقدم العلاجات الطبية دون أن يلقى أي تشجيع أو مساعدة من طرف المخزم وأعتقد أنهم لم يكونوا يعيرون أي اهتمام لإنقاذ الجرحى عندما أصيب الجنود بالملاريا كان الطبيب هو الوحيد الذي كان يرق قلبه ويقدم العلاجات من ماله الخاص وكميات الكينين الضرورية ولا يبدو أن السلطات كانت تهتم وقتها بقيمة الحياة البشرية في بعض الأحيان كان الجنود لا يتورعون عن دفن زملائهم أحياء لكي لا يفصل الأعداء رؤوسهم ويحملونها إلى قادتهم ما زلت أتذكر ما سمعته ذات مساء وأنا جالس رفقة مجموعة من الجنود عن حكاية أشعرتني بالرهبة لدى سماعها وقعت تلك الحادثة صبيحة ذلك اليوم حين تعرض أحد الجنود لإصابة بليغة وكانت عناصر الجيش بعيدة عنه لا يستطيع اللحاق بها ولم يتمكن صديقه من حمله معه فبدأ في حفر قبل له ورماه داخله اعترض عليه الجندي الجريح قائلا أنا ما زلت حيا ألا ترى ذلك؟ طلب منه زميله أفصمت وأخبره أنه كان حيا يرزق فقط قبل ساعة والآن أصبح في عداد الموتى ظل الرجل يصرخ بصوت عال جدا إلى أن غطته الأرض تماما وانتهت حياته أضاف الجندي الذي كان يروي لي تلك القصة معلقا الجندي المغربي عنيد وكثير الشك لذا لم يصدقنا هذا الجندي الجريح نحن أصدقاؤه عندما أخبرناه أنه ميت وأنا أكره الجحود عندما أنهى كلامه بدأ يملأ غليونه بالكيف وأخذ بعدها نفسا عميقا لا تمثل الحياة بالنسبة للجندي المغربي أي معنى لكن الجندي الذي تحدث معي كان جنديا حقيقيا ولقد شاهدته مرات متعددة في ظروف مختلفة ورغم عيوبه فإنني كنت أحترمه وأكن له الإعجاب لم تكن لحياة صديقه أي تقيمة وحياته هو أيضا كانت بلا معنى ولقد عاينت في العديد من المناسبات طيبوبة ومرؤة هؤلاء الخارجين عن القانون هم على العموم مقاتلون شرسون ومحتالون أيضا وفي دواخلهم لا تختفي أنفة أصولهم القابلية وحس الشرف في علاقتهم مع الأوروبيين لكنهم يتعاملون مع الأهالي بطريقة متعالية ويقصون عليهم ويقصون عليهم طيلة حياتي وعلى امتداد أسفاري كنت أحرص على وضع ثقتي في الأشخاص الذين ألتقيهم ونادرا جدا ما وضعت هذه الثقة في من لا يستحقها صادقت المغاربة الذين كانوا يعيشون في الجبال النائية وكنت لا أنفعل عندما يسرقونني بل أتركهم يقومون بذلك لكنني عندما كنت أقع في مشكلة كنت أجدهم دائما بجانبي ولم يخيبوا ظني بهم أبدا أنا محظوظ لأنني لم أتعرض لأي حادث خطير بل كانت حياتي في المغرب سعيدة بفضل الثقة المتبادلة التي جمعتني بأبناء هذا البلد وأنا فخور بالاعتراف بهذا الأمر عندما كنت أسافر من منطقة إلى أخرى داخل المغرب لم يساورني أي شك أن اسمي على الأقل كان معروفا بين الأهالي أياما بعد أن اتخذ السلطان القرار المفاجئة بالعودة إلى فاس فضل مولاي عبد العزيز عدم مغادرتها لسنوات بعدها والسبب هو أنه كان من المستحيل مغادرة هذه المنطقة المشتعلة بالثورات التي ظهرت شرارتها الأولى توصلت فرنسا وإنجلتيرا سنة 1904 إلى اتفاقية بخصوص مصالح كلا البلدين في المغرب ونصت المعاهدة على تدخل فرنسا دون المساس بالإطار السياسي للمغرب وتمتعت بكامل الحرية من أجل حماية الأمن والمساهمة في الإشراف على مختلف الإصلاحات التي ينوي المخزن تطبيقها شريطة أن تقر فرنسا بجدوى تلك التدابير وفي نفس الوقت اتفقت إسبانيا مع فرنسا مع الحفاظ بشكل موازن على المصالح الإنجليزية كان الريسوني في تلك الفترة حليفا لبحمارة الذي كان يتنقل بين وجدة وتازة وعندما اختطفني الريسوني ووضعني رهينة لديه نجحت في الوصول إلى خزنة سرية وسارقة عدد من الوثائق بالغة الأهمية ضمت تلك الوثائق ظهيرا يكشف تعيين المدعو الريسوني من طرف أحدهم حاكما على القبائل الشمالية الغربية ولم يكن صاحب هذا التوقيع الذي منحه هذه الصلاحيات سوى محمد بن الحسن أي أنه ممثل السلطان مولاي عبد العزيز في هذه المنطقة عنوان قيصر ألمانيا يؤكد وحدة المغرب ومولاي عبد العزيز يرفض الإصلاحات الفرنسية لا شك أن الريسوني الذي كان في تلك الفترة والي مولاي عبد العزيز في الشمال لم يثق بما يخبئه له المخزن لذا احتفظ بظاهير تعيينه تحسبا لأي طارئ قد يستدعي التشكيك في منصبه كان من الواضح أن الاتفاق الفرنسي الإنجليزي سيجلب الفوضى إلى البلد وهكذا اختطف رجال الريسوني الإنجليزي بير دي كاريس وابنه فارلي ولم يتم إطلاق صراحهما إلا بعد مضي ثمانية أسابيع ودفع فذية قدرها أربعة عشر ألف جنيه استرليني إضافة إلى امتيازات سياسية في صالح الريسوني الذي حصل على لقب زعامة قبائل الشمال الشرقي تميزت الأوضاع في المدن الداخلية للمغرب بالتوتر مما جعل الأوروبيين يغادرونه عبر الموانئ وظل الوضع معقدا أيضا في مدينة طنجة وأضحى الأمن داخلها مهددا في شهر دجمبر تعرضت الفيلا الزراعية الخاصة بي إلى هجوم في الليل وأفلت بأعجوبة من الخطف للمرة الثانية صادر المهاجمون أسلحة وملابس الجنود المكلفين بحراسة الفيلا وبقيادة رئيسهم المدعو باكاشا لم ينجح هؤلاء في اقتحام الفيلا رغم نجاحهم في قطع الخط الهاتفي الذي ساعدني قبل ساعة من الهجوم في إرسال نداء استغاثة عاجلة لتحضر القوات ويفر المهاجمون وتوفي أحد الجنود وجرح جراء ما حصل اضطررت بسبب هذا إلى التخلي عن الفيلا للعيش في المدينة فيما قتل ولد باكاشا أسابيع بعد ذلك كان شابا طويل القامة وسيم القسمات ومن عائلة معروفة وكان يحلم بأن يكون مثل الريسوني لكن القضر لم يهمله كثيرا لتحقيق مبتغاه في خضم غارة على إحدى البلدات تعرض باكاشا لإطلاق نار أرضاه قتيلا في الحال كان يحاول اقتحام أحد المنازل وواجه مقاومة رب البيت الذي ظل متسمرا خلف الباب رافضا فتحه لباكاشا قبل أن ينادي على ابنه الصغير طالبا منه إحضار البندقية المعلقة على الحائط وبينما كان الطفل يجري تعثر ووقع أرضا وانطلقت رصاصة من البندقية واخترقت الباب لتستقر في جسم باكاشا الذي ساقط جثة هامدة فر أفراد عصاباته وتركوا جثة قائدهم أمام الباب غارقة في دمائها شهدت سنة 1905 فصول الزيارة التاريخية لإمبراطور ألمانيا إلى مدينة طنجة بعد التوصل إلى اتفاقية بين فرنسا وإنجلاتيرا سنة قبل ذلك وإرسال بعثة فرنسية متخصصة إلى فاس للساهر على فرض تطبيق إصلاحات في المغرب وصل القيصر الألماني في الواحد وثلاثين مارس 1905 وتردد في آخر لحظة في الهبوط من الباخرة بسببها يجان البحر إضافة إلى اقتناعه أن زيارته تشكل إزعاجا لفرنسا ومدايقة غير مباشرة لإنجلاتيرا لذا كان تدبير محاولة انقلابية ضده أمرا واردا لم يفارقه أبدا بدأ الإمبراطور ينظر بحنق إلى اليمين وإلى الشمال وهو يتجول على صهوة جواده داخل طنجة التي تزينت شوارعها قاصدا مكتب المفوضية الألمانية استفت مجموعة من الأهالي وهي تتابع بأعداد كبيرة موكب القيصر في إشارة منها إلى المنادات بالاستقلال الوطني لم تغادر الجموع الساحة الكبرى للسوق المقابل للمكتب الألماني وبدأوا يطلقون البارود في الهواء منذ قدوم القيصر وحتى مغادرته كنت في قاعة الاستقبال رفقة الهيئة الدبلوماسية والمسؤولين المغاربة للترحيب بالقيصر وبدأ يتحدث بشكل جانبي مع الكونت شيريزي المكلف بشؤون الفرنسية وأعلن الإمبراطور الألماني أمام الجميع أنه ينوي اعتبار المغرب بلدا حرا وأنه سيتعامل مع السلطان باعتباره الممثل الأسمى للدولة أشهرا بعد هذه الزيارة شهدت فاسو تلشين ثلاث سفارات جديدة إنجليزية أشرف عليها البريطاني لاوتر وأخرى فرنسية أدارها سانتريني تايلاندر والثالثة ألمانية أشرف عليها الكونت إيتينباش ومارست الحكومة الفرنسية ضغوطاتها لكي ينفذ السلطان المشاريع الإصلاحية بمساعدة إنجلتيرا لتحقيق الأهداف المرجوة لكن الهيمنة الألمانية كانت كبيرة ليرفض السلطان عبد العزيز الاقتراحات الفرنسية في 28 من شهر ماي يومين قبل وصول السفير الإنجليزي إلى فاس واختار السلطان الوقت المناسب للإعلان عن قراره كانت البعثة الإنجليزية التي ترأسها السفير لاوتر في تلك الأثناء في طريقها نحو فاس لمقابلة مولاي عبد العزيز دون أن يكون على علم بالقرار الذي اتخده فات الأوان ساعتها على ثني السلطان للتراجع عن قراره وكان من الصعب أن يتراجع السفير الإنجليزي عن المهمة التي كلف بها قاد فشل فرنسا في إجبار المغرب على إدخال الإصلاحات إلى إعفاء السفير ديل كاسي من مهامه والاستعدادة لعقد ندوة دولية بخصوص مستقبل المغرب لم تتحسن الأوضاع الداخلية للبلاد في تلك المرحلة إذ استمرت ثورة بحمار شرق البلاد فيما سيطر الريسون على القبائل الشمالية الشرقية وسادة الفوضى البلاد عنوان وزراء السلطان يعزلونه عن الشعب والروكي يقود ثورة مسلحة في الشرق رغم أن السلطان مولاي عبد العزيز اقتنى العديد من الأشياء الفاخرة لكن القليل منها استأثر بإعجابه وحافظ عليه وهكذا لم يخفي اهتمامه بالتصوير واستمسع به لفترة من الوقت قبل أن يصبح آداتا لاستغلاله ماديا لقد اقتنى من لندن آلة تصوير ذهبية بألفي جنيه استرليني ودفع عشرة آلاف فرانك للحصول على الورق المستعمل في الصور بعد أن بعث بطلب الحصول عليه من باريس أخبرني صاحب الجلالة أن عدة التصوير الخاصة به تشمل الأجهزة والعدسات تكلفه سنويا حوالي سبعة آلاف جنيه استرليني من الطبيعي أن لا يكون على علم بما يقوم به الوسطاء الذين يكلفهم باقتناء كل ما يحتاجه فهم يفرضون أسعارهم ويقومون بما يحلو لهم لا يجب أن نعتقد أن السلطان يعيش هذه الحياة الباذخة بشكل مستمر فتسلياته لم تكن تدوم وقتا طويلا فقط ساعة أو ساعتين في اليوم لا أكثر وخارج ذلك تستأثر شؤون الدولة باهتماماته لكنها لم تكن في مستوى الطموحات التي كان يحلم بها يتحدث مع مخاطبيه بنبرة جدية في العديد من المناسبات لكنه عندما يجالسني يستفيد في الكلام أكثر من ساعة من الزمن وينتقل في الحديث من موضوع إلى آخر أما فيما يخص الجانب الديني فقد كان مولاي عبد العزيز مسلما ورعا متشبثا بتعاليم الدين إلى حد الصرامة رغم كل ما قيل عنه بهذا الخصوص لقد ارتكب أخطاء تجاوزت مستوى تقاليد أسلافه لكن الأمر لم يصل أبدا إلى حد المساس بالإسلام اختلطت هذه الأحكام المتناقضة في أذهان المغاربة وترسخت الشائعات التي كانت تطال مولاي عبد العزيز إلى أن بدت وكأنها حقيقية وغير مختلقة لم يكن أصلا ليثير كل هذا الاهتمام لولا ذكاؤه وفطنته ووحدهم المقربون منه الذين اقتنوا له البواخر للإساءة إليه يستحقون المحاكمة بسبب الخيانة يجب أيضا متابعة الرجل الذي كان يخيط له البذلة لحضور الحفلات الغنائية في أوروبا والمصور الذي كان يلتقط له الصور فور عودته منها وينشرها في المجلات الأوروبية كلاهما يستحقان المحاكمة بسبب خيانتهما للسلطان نشرت صور مولاي عبد العزيز في البطاقات المصورة والجرائد وزينت صور أمير المؤمنين والممثل السامي للإسلام في شمال إفريقيا واجهات جميع المحلات في طنجة رغم أننا كنا في بلد تحرم فيه ديانته تصوير الأشخاص أن يتم إضعاف مولاي عبد العزيز فهذا أمر لا يحتاج إلى تأكيد وقد تم استغلال الفرص السانحة من أجل تشويه سمعته والحد من نفوذه ودفع الشعب للإبتعاد عنه أكثر أشرفوا على تربيته لكي يتركوا له في نهاية المطاف كنزا عديم الفائدة سيتحمل وحده عناء حمله رغم الأزمة المالية التي خنقت البلاد ارتبط كل وزير في الحكومة مع تجار كانوا يقدمون له السلع والشحنات الموجهة إلى القصر مقابل اقتسام هامش الأرباح لم يكن أي شخص قادرا على إسماع صوته المندد بتلك الممارسات وسط هذا الجو المشحون بالمؤامرات والدسائس لو نصحه الأشخاص الذين يملكون نفوذا عليه بإيقاف شراء تلك الأشياء كان سيستمع إلى نصيحتهم للأسف لم يكن هذا الأمر ضمن خطتهم لأنهم كانوا يحرصون على عزل السلطان عن شعبه لكي لا ينتبه إلى الثورة المشتعلة في البلاد الرجل الوحيد الذي كان يرى أفضل من غيره أن الأمور تتجه نحو الأسوأ وشكل شخصية نموذجية للمسؤولين المغاربة إنه سيد المهدي المنبهي سافير المغرب في لندن وبرلين خطر المنبهي مرتين بالحديث بصراحة مع السلطان حول وضع البلاد لكنه واجه تحالفا قويا قادته زمرة من المتآمرين ما زلت أتذكر حادثا يعكس ظروف تلك المرحلة وقع في دجمبر 1902 كنت أستعد لمغادرة فاس في طريق نحو طنجة لقضاء عدة أيام بها وقابلت فلاحا مغربيا أخبرني أن الروكي قاد قوات كبيرة من المقاتلين وكان على وشك مهاجمة كتيبة لجيش مولاي عبد العزيز كانت في بعثة استطلاعية نحو المنطقة الشرقية لو وصلني هذا الخبر وأنا ما زلت مستقرا في فاس لما ترددت في الخروج منها لأن الروكي لن يتردد في شن غارة عليها كنت أفكر في إخبار السلطان بهذا الخبر لكنني لم أقم بذلك لأنني لا أريد أن أمارس عليه أي ضغط الروكي هو لقب آخر لبحمارة لم يكن يخشى حجم القوات المسلحة التي كان يقودها خصمه الروكي وهي المخاوف التي نقلتها إليه بعد تردد طويل فرد علي قائلا لا عليك سيشرف وزير الحرب على إعداد ولمة عشاء لك بحضور فرقة موسيقية كنت واثقا أنه يدرك جيدا في قرارة نفسه مدى جدية المخاطر التي تحيط به عنوان مولاي عبد العزيز يعيش حياة بسيطة ويحافظ على العادات المغربية رغم كل البدخ الذي عاش فيها السلطان مولاي عبد العزيز فإنه رغم كل ذلك اتسمت حياته بالبساطة يستيقض في ساعة مبكرة وبعد أن يؤدي صلاة الفجر يغادر إقامته الخاصة ليلتحق بالبناية التي يلتقي فيها بكبار المسؤولين في الدولة ويفضل مولاي عبد العزيز الجلوس في قاعة فسيحة منفصلة عن الفناء الذي يناقش فيه الوزراء شؤونهم ويطل على ممرات تقود إلى غرف صغيرة يشتمع مختلف الوزراء ومستشاروهم منهمكين في دراسة الملفات والقضايا الخاصة بوزارة كل واحد منهم فيما ينتظر في الخارج المواطنون الذين يريدون لقاءهم بخصوص قضية تهمهم يشرف الحرس على تنظيم التواصل مع الوزراء ويتحركون حاملين رسائل من المكتب الخاص للسلطان إليهم بشكل مستمر وبين حين وآخر يستدعي السلطان أحد الوزراء ليتحدث معه على انفراد بخصوص موضوع يستأثر بهتمام مولاي عبد العزيز لقد حاول بعض المقربين من السلطان إدعاف قانواته التواصلية حتى يخفو عنه كافة المعلومات المهمة حسب ارتباطها بمصالحهم الشخصية تنتهي الحصة الصباحية لعمل السلطان في فترة الظهيرة ليعود بعدها إلى القصر لتناول وجبة الغداء وحيدا تماما كما تقتضي عادات البلد هذه العادة التي لا تلقى الترحيب في أوروبا تحافظ على طابعها الديني بغسل الأياد بالماء الدافئ ويكون الأكل معدا بشكل أنيق يحترم خصوصيات الطبخ المغربي رغم أن الأوروبيين لا يتناولون وجباتهم الغدائية بأصابعهم فإن المغاربة لا يطيقون ما نقوم به نحن عندما نغسل وجوهنا وأيدينا في صحن ماء وكذلك عندما نستحم بمياه راكدة عندما ينتهي من تناول وجبة الغداء يرتاح السلطان لفترة وجيزة في انتظار أن يغاذر القصر على الساعة الثالثة بعد الزوال يتوقف دوام العمل مع انتصاف الظاهرة لذا يكون مولاي عبد العزيز حرا بقية اليوم يقضيه غالبا برفقة أصدقائه الأوروبيين أو أصدقائه المقربين كان يفضل مزاولة رياضة البولو على الدراجة إلى جانب التينيس ذات مساء بعد انتهاء شوط من التينيس كالمعتاد بدأت أحزم معه شبكة الملعب لأن السماء كانت تنذر بأمطار وشيكة عاد جلالته إلى القصر وتذكر أنه نسي من ديله معلقا على خيوط الشبكة بعد أن قاس به ارتفاع الرميات عدت لإحضاره وتلمسته بفضول لأتحسس شيئا صلبا مربوطا في عقدة داخله فتحتها لأجد جوهرة بحجم ثمرة بندق كان جلالته قد اشتراها قبل أيام خبأت الجوهرة بإمعان في جيبي لأنه لم يكن من الممكن وقتها مقابلة السلطان الذي دخل إلى إقامته الخاصة وكان يسمح فقط للنساء بالدخول وحاولت الخروج من القصر من البوابة المعتادة تجاوزت ساحة فسيحة وبينما كنت أقترب من البوابة الخارجية لمحت شخصا كان يتبعني من الخلف قبلت اللعبة وبدأت بالعدو لكنني لم أستطع التغلب على السلطان الذي كان رشيقا على غير العادة بسبب فقدان جوهرته ووثب علي وأسقطني أرضا على العشب أحكم ركبتيه حول كتفي وبدأ يبحث في جيوبي ليجد الجوهرة كما تركها مخبأة وسط المنديل ونزع عني سترة وحلقة تغطي السلسلة المربوطة مع ساعتي ودبوسا لربطة العنق وعلبة سجائر تركني أخيرا وهو يضحك بفرح لكنني لم أسترجع عبدا الأشياء التي انتزع مني تكرر جو الدعابة مع صاحب الجلالة مرة أخرى ففي أحد الأيام حضرت تقديم أحد موظفي الدولة للبيعة أمام السلطان الذي لم يكن سوى الحاج عمر التازي وزير الأملاك المخزنية بدأت أتجاذب أطراف الحديث مع السلطان بمفردنا عندما دخل علينا الحاج عمر التازي وأدت تحية أمامه منحنيا ولامست جبهته الأرض لا إله إلا الله ليلتفت مولاي عبد العزيز نحوي قائلا هل تعرف هذا الرجل؟ أخبرته أنني أعرفه جيدا وأضفت أنه زارني قبل أيام فقط ليلتمس مني خدمة لدى جلالته رمقني الحاج التازي الذي ما زال منحنيا أمامنا بتوتر دون أن يفهم شيئا مما يحصل سأحقق الرغبة التي طلبها منك رد علي السلطان وغمزته بعيني لكي يسمح لي بإكمال هذه الحكاية تابعت معلقا لقد طلب مني الحاج التازي أن يثبت لجلالتكم مدى شجاعته وإقدامه وذلك بقضاء نصف ساعة في قفص الأسود رد علي السلطان مبتسما طبعا سأحقق رغبته ولم يتردد التازي في إبداء رأيه قائلا بصوت مرتعش إذا أمرني صاحب الجلالة أن أموت فأنا مستعد لذلك عندها ناد السلطان على العبيد ليحضر مفاتيح القفص واتجه صوب الأسود ولحقه الوزير زاحفا على يديه ورجليه مع قدوم العبيد حاملين معهم تلك المفاتيح بدى واضحا أن المزحة لن تدوم طويلا وأمسك السلطان بيد ليفر الحاج عمر من المكان هاربا عنوان عمر التازي ضحية مزاح وزير الحرب وأسطورة الطلسم الذي يحمي سلاطين فاس من الموت لم نتردد في ممازحة الحاج عمر التازي مرة أخرى وذلك قبل سفري إلى فاس لكن هذه المرة كان شريكي في الخطة لمنبهي وزير الحرب وقد أقول إنه كان المحرض عليها منذ البداية وحتى التنفيذ كان الحاج عمر وقتها بصدد شرح تصميم حديقة جديدة للورود أشرفنا على ترسيم حدودها ومساحتها وبدى السلطان منهمكا في الاستماع إلى شروحات التازي الواقف إلى جانبه كنت مع المنبهي على بعد أمطار خلفهم لنكتشف وجود مضخة وإلى جانبها خرطوم مياه طويل ولم نتردد في ربط الأنبوب بالمضخة وتحريكه بخفة إلى أن صار قريبا من الحاج عمر وأطلق المنبهي المياه من الصنبور ليتدفق الماء لم يكن من عادة الأغنياء المغاربة أن يستحموا بالماء البارد وبدأت المياه بالجرايان تحت أقدام الحاج عمر وانتفض جراء هذا الهجوم غير المتوقع غمرت المياه سرواله القصير وبلغته الصفراء الجلدية إلى أن ابتلت تماما لكنه لم يستطع أن يتفوه بأية كلمة لأن صاحب الجلالة كان يحدثه سننفذ هذا الأمر كما تأمر به جلالتكم ردد التازي بحزم سننفذ هذا الأمر كما أمر به جلالتكم ردد التازي بحزم وعندما توقف السلطان عن الحديث معه بدى صوت وزير الأوقاف المخزنية مرتعشا ومثيرا للشفقة مما أثار فضول مولاي عبد العزيز الذي التفت ليرى ما الذي وقع للتازي عندها لم تصدق عيناه المشهد الماثل أمامه الحاج عمر التازي واقفا وهو يرتعش كأنه مصاب بالغثيان وسط بركة من المياه وبما أن الأعراف الملكية تمنع على السلطان أن يضحك أمام الملأ لكن هذا لم يمنع مولاي عبد العزيز من أن يخفي وجهه بكم جلبابه لكي يخفي موجة الضحك التي انتابته لينسحب بعدها من المكان مسرعا تذكرني الأعراف السلطانية بتقليدين تمعنت في تفاصيلهما أثناء وجودي في المغرب من المعلوم أنه لا يسمح بدخول القاعات الداخلية للقصر الملقي سوى النساء لكن مولاي عبد العزيز حدثني عن همومه اليومية التي عايشها في قصره كان مولاي عبد العزيز يعيش في غرفة نوم بسيطة ورائعة مصبوغة بلون واحد وهو الأزرق الفاتح بها أريكة مخياطة بثوب حريري تم تصميمه في المغرب كما أن الستائر والزراب والأفرشة كانت كلها بلون موحد دون أن يتم اقتناء أي أثاة أو قطعة من أوروبا إضافة إلى هذا يفضل مولاي عبد العزيز قضاء ليلته داخل خيمته عندما يغادر قصره في الأسفار وكانت تضم ثلاث زراب وكان ينام على سرير قطني مفروش على الأرض ويفرش المزراء أرضية الخيام بالتبن يضعون عليه الحصائر والزراب في حين لا يفضل السلطان افتراش الأرض ويكتفي فقط بالزراب الثلاث وعندما تكون الأرض مبتلة في فصل الشتاء يمشي السلطان على الأرضية ويقوم العبيد بغسل قدميه قبل أن يستلقي على سريره لا شك أن أصل طقوس النوم هذه المرافقة للخيمة يعود إلى الفثارات التي اتسمت بوجود الأخطار الدائمة المحدقة بالسلاطين أثناء غزواتهم وكان يتم إيقاظهم ليلا لقيادة القوات في الحرب وكيفما كانت دواعي هذه الأعراف إلا أنها ظلت غير منائمة بتاتا وبقيت دون تغيير خلال الساعات التي كان يقضيها السلطان داخل الخيام الأخرى لم تتغير أبدا الأشياء البادخة التي كان يستمتع بها في قصره ترددت أقوال أن قصر فاس كان مرتبطا بأسطورة مفادها أنه داخل ركن من أركانه يوجد طلسم مخبأ فيه ويتمثل مفعول هذا الطلسم في أنه يحمي أي سلطان من الموت طالما لم يلمس طالما لم يلمس أحد جدران الغرفة التي كان مخبأا داخلها والمثير في الحكاية أنه لم يتوفى أي سلطان في فاس منذ أن تم بناء تلك الغرفة السحرية وصف لي جلالته تلك الغرفة لأنها موجودة داخل قصره ولا يسمح لأي شخص بالدخول إليها كانت غرفة فسيحة مفروشة بالزراب والأفرشة ويحرص العبيد الذين تم اختيارهم لتلك المهمة بالذات على إضاءة الشموع المثبتة على الشمعدانات داخل الغرفة يتم الاحتفاظ بشمعتين فقط تم إحضارهما من مكة فيما يغير العبيد باقي الشموع كل ليلة لا ينبغي استعمال المصابح الأوروبية بل فقط الشموع المصنوعة محليا في فاس حافظت الغرفة على سقفها المنحوت قبل أن يتم تدريجيا تجديد الجبس الذي كان يزينها دون خلع العارضات الخشبية للمحافظة على جماليته تم تدعيم الجدران المحيطة بها من الخارج ليصبح سمكها كثيفا وأكثر صلابة تركت هذه الغرفة كما هي دون تغييرات جوهرية في تصميمها إلى درجة أن إحدى درجاتها تآكلت بفعل تقادمها إلا أنه تمت المحافظة عليها دون تغيير عنوان مولاي عبد العزيز مولع بركوب الدراجات ويهوى ممارسة البولو مع أصدقائه الأجانب كان مولاي عبد العزيز يحب ركوب الدراجات ولم يكن يفوت تنظيم جولات في رياضة البولو على الدراجة تدوم طيلة فترة ما بعد الظاهرة في الساحة الداخلية للقصر والمغربي الوحيد الذي كان يشارك هو وزير الحرب المنبهي في عز قوته وهيمنته أتقن السلطان ركوب الدراجة بشجاعة وبحذر أيضا ونادرا ما كان يرتكب أخطاء أثناء القيادة بل يقود الدراجة ببراعة والمنبهي لا يقل عنه براعة لكنه ثاقيل في السير بعض الشيء رأيته ذات يوم وهو يلاحق الكرة قبل أن يصطدم بجدار القصر وانتشلوه لاحقا من ركام مظلات صيفية قديمة ومكسرة ولم يتوقف عن الصراخ طالبا الحصول على دراجة جديدة لإكمال المسابقة لطالما أحب السلطان امتلاك أشياء مرتفعة القيمة وغالبية دراجاته كانت مصنوعة من الألومنيوم مما يعني أنها لم تكن ملائمة لمزاولة رياضة البولو ورغم ذلك شارك بها وكلما تحطمت إحداها قام باقتناء أخرى جديدة مما أنعش حركة بيع التجار المتعاملين معه أعتقد أن الرقم القياسي للدراجات المحطمة سجله أحد الموظفين بالمفوضية البريطانية الذي كسر ست دراجات دفعة واحدة في إحدى جولاتي بعد الظاهرة لم يتوقف اهتمام السلطان مولاي عبد العزيز عند القيادة البارعة للدراجات بل كان أيضا يجد القيام بالعديد من الحركات الاستعراضية تماما مثل باقي المحترفين لقد شاهدته يوما يسير فوق لوحة خشبية مائلة موضوعة على صندوق أما الحركة الثانية فقد أداها على مجسم يشبه الجسر يحده صندوقان يسمحان له بالنزول والصعود من الاتجاهين وقع ذات يوم على رأسه وناهض بعد أن بقي على الأرض للحظات قبل أن يقف ويعيد المحاولة مرة أخرى وحلفه النجاح هذه المرة لم أقابله بمزاج معكر سوى مرة واحدة وكنا وقتها فوق تل صغير خارج القصر على بعد أمثار في الأسفل استفى تحتنا ما كان يطلق عليه وقتها الجيش المغربي وهم يعانون من الجوع وفي أسوأ حال قلت له إنهم ربما يعيشون هذا الوضع بسبب الحرارة المفرطة واللا مبالات التي تطبع التعامل معهم والنصب على رواتبهم ولم أتخيل أنه لم يكن مستعدا ليسمع مني وصف جنوده بالبؤس يقول هذه ليست غلطتي رد السلطان بعصابية أجبته بنبرة واثقة بل هي كذلك لأن جلالتكم لا تقومون بأي مجهود لمعرفة ما إذا كان يتم تطبيق أوامركم تصاعدت الدماء في عروقه وارتفعت نبرة صوته ورد علي بصوت حاد لا يجب أن تنسى أنك تتكلم مع أمير المؤمنين لم أتردد في أن أخبره قائلا أنا لا أنسى هذا الأمر جلالاتكم تنسون أن هؤلاء الرجال هم المؤمنون تحول غضبه فجأة إلى حزن على قسمات وجهه وخفض عينيه للحظات موجها نظره صوب الضيعة الواسعة الممتدة أمامنا والتفت نحوي قائلا بهدوء لا يمكنك أن تعلم كم متعب أن تكون سلطانا وسالت الدموع من عينيه زرت مكناس دات مرة وسنحت لي فرصة التوجه إلى الحي اليهودي للمدينة لألتقي بعائلة يهودي استضافتني لديها في إحدى المناسبات كانت ربة البيت سيدة ممتلئة القوام وقد أقول إنها كانت عملاقة ورغم هذا فقد كانت كريمة وسخية استقبلني رب العائلة وزوجته والأبناء والأحفاد بالترحاب وبمجرد انتهاء تلك المراسيم بدأت أسمع الشكاوى وعبارات التدمر بسبب عمليات النهب والسرقة التي تعرض له اليهود من طرف الأمازيغ ولم يسلم بيتهم وحاضيرتهم من هذا المصير أيضا وسألوني هل بإمكان مساعدتهم لكي يتم إنصافهم؟ في تلك الفترة رغم النوايا الحسنة التي أبان عنها السلطان ظلت العدالة أصعب الأشياء تحقيقا في المغرب كنت أعلم أن السلطان قد أعطى أوامره بأن الخسائر المترتبة عن تلك العمليات ستتحملها السلطات المختصة لكن أصدقاء لم يحصلوا سوى على جزء صغير من الأشياء التي فقدوها وتم فقدان ما تبقى وهي في الطريق إليهم وقررت إذن أن أحصل على العدالة من مولاي عبد العزيز باستخدام حيلة صغيرة أخبرت السيدة الضخمة أن السلطان سيزور المدينة بعد غد وطلبت منها أن تتسلق أحد الأعمدة المشهورة لباب المنصور العلج أثناء مرور موكب الملك وعندما يظهر السلطان تصرخ بأعلى صوتها هل يسمح جلالة السلطان أن أموت وسط المعاناة والبؤس؟ ألا يريد صاحب الجلالة أن يحميني؟ طلبت منها أن تحافظ على مسحة الود في حديثها كان عمرها يتجاوز الستين وأن ترتدي قميصها المخملية الجميل للتطريزات المذهبة التي تفضل المغربيات اليهوديات ارتداءه في تلك الفترة عنوان مولاي عبد العزيز ينصف العائلة اليهودية والمجاعة تسود مدن البلاد بعد أن وعدتني السيدة اليهودية بتنفيذ ما طلبت منها بدأت أفكر في الخطة التي سأعدها بعد مرور ساعتين استقبلني السلطان وأخبرته أنني رأيت حلما غريبا في الليلة الماضية وطلب مني مولاي عبد العزيز أن أقص عليه تفاصيل ذلك الحلم أخبرته أنني رأيت نفسي في المنام أرافقه أثناء دخوله الرسمي إلى مدينة مكناس وحينما اقتربنا من إحدى بوابات المنصور العلج شاهدنا سيدة يهودية ضخمة ترتدي ملابس العيد ممسكة بالعمود الرخامي للباب وهي تصرخ هل سيتركني صاحب الجلالة أموت جوعا؟ كان السلطان يؤمن بالمعتقدات الغيبية وسألني عن مغزى ذلك الحلم ولم أفصح له عن أي شيء لكي تنجح الخطة التي رسمتها جرت الأمور كما خطت بل وانضافت إلى الحيلة مسحة كوميدية طريفة ظهر الموكب الذي تقدمه السلطان أمام مدخل المدينة وعلى بعد أمثار تمسكت صديقة البدينة بالقطعة الرخامية وهي تصرخ بصوت عال لإسماع شكايتها صدم مولاي عبد العزيز لدى رؤيته لذلك المشهد والتفت نحوي لكي يرى رد فعلي والتقت عيوننا وبدأت أحدق باستغراب أيضا في منظر تلك السيدة الماثلة أمامنا في تلك اللحظة بالذات استبدى القلق بالسيدة التي خشيت ألا يصل صوتها العالي إلى السلطان فتشبثت بالعمود أكثر لكن قدمها زلت فجأة ولم أشاهد سوى جسمها الضخم وهو يسقط وسط جموع الجنود بأزيائهم الزرقاء والحمراء بعد مرور ساعة أحضرني الحرس إلى السلطان الذي طلب مقابلتي فوجدته قلقا ومنزعجا من حادث السيدة ولم أتردد في إخباره بأن الحلم الغريب الذي رأيت في المنام هو بمثابة إندار لكي يتم إنصاف تلك المرأة عندها سألني السلطان إن كنت أعرف هويتها ومن تكون فنفيت الأمر معللا ذلك بأنني رأيتها مرة واحدة وقبل ساعة فقط ليرد علي صاحب الجلالة قائلا هيا وبسرعة قابل تلك السيدة لكي تخبرك بمطالبها لا يمكن لأحد أن يتصور مقدار السعادة التي أحسست بها وأنا أزور أصدقاء اليهود في بيتهم وأسجل مطالبهم وشكاويهم وبعث السلطان بعدها أحد أصدقائه المدعو أشريف العمراني مكلفا إياه بتعويض هذه العائلة عن الأشياء التي فقدوها وتعين حراس لمراقبة بيتهم بهذا الشكل تيقنت أنه سيتم إنصافهم وهو ما لم يحدث في البداية بسبب سطو الوزراء على الأموال التي كانت من نصيبهم أثناء تعرضهم لحادثة النهب والسطو وعدت لألتقي بالسلطان بعد يومين وأخبرته بتفاصيل الحيلة التي حبكتها وبدى سعيدا لأن الأمور صارت في النهاية على نحو جيد عدت سنة 1906 التي شهدت إنعقاد لقاء الخزيرات إلى فاس بعد غياب دام ثلاث سنوات وبدت الأشياء مختلفة عما كانت عليه في الماضي القريب تغيرت الحياة كثيرا لأن أيام الرخاء ولت واختافت صناديق الشحن الأجنبية وبدى واضحا أن المخزن سيواجه أياما صعبة سادت موجات العصيان القبيلة تلو الأخرى وانتشرت جرائم الصرقة والرشوة أكثر مما كانت عليه وعمت المجاعة مدن البلاد خلال المهمة التي أشرفت عليها في المغرب كمراسل التايمز قبل ثلاث سنوات تحولت إلى شخصية غير مرغوب فيها لدى الجهات الوزارية أو لدى السلطان في قصره ورفضت العائلات استقبالي في بيوتها وبقيت موسادة في وجهي بقيت لمدة أشهر في فاس ليتبين لي أن أهل فاس لا يرغبون أبدا في استقبالي كانوا يعلمون جيدا أن جريدة التايمز كشفت عن الظروف البئيسة التي كان يعيشها المغاربة في ذلك الوقت والآلام التي ظلوا يعانون منها لذا رفضوا أن تتعرف عليهم الصحيفة وتشير إليهم في مقالاتها كانوا يعلمون أيضا أن السلطان رفض استقبالي وأغلق الوزراء أبواب مؤسساتهم أمامي لقد كنت أمثل جريدة فتحت صفحاتها دائما لصرخات الحزن ومعاناة الشعوب الذين يعيشون وسط القهر والإهمال ووصلت أصواتهم إلى القراء الإنجليز والمجتمع الدولي لن أنسى إذن تغير موقفهم بعد هذه المدة والحفاوة التي أبانوا عنها بعد وصولي مما جعلني أتساءل عن سبب هذا التغيير المفاجئ وغير المتوقع انتشرت المجاعة في صفوف الأهالي وكان الحصول على الخبز أمرا نادرا لأن الوزراء وكبار المسؤولين استحوذوا على محاصيل السنة من القمح والشعير واستولوا على خزائن السنوات الماضية وحولوها إلى ملكيتهم اهتدى هؤلاء إلى حيلة ذكية وهي شراء القمح قبل دخوله إلى المدينة وبيعه بعد ذلك بأثمان مرتفع مما ساعدهم على تحقيق هامش كبير في الأرباح عنوان انتشار المجاعة في صفوف المغاربة والفساد يستشري في دوالي بالدولة جانب كماليات أخرى عكست حالة البذخ التي كانوا غارقين فيها لقد تغيرت مدينة فاس كثيرا عما كانت عليه قبل ثلاث سنوات وللأسف لم يكن هذا التغيير سعيدا أبدا واختفت معالم الحياة والرخاء من المدينة لا ترى سوى ملامح جنود قهرهم الجوع والفقر وكانوا يحصلون على رواتب كانت بالكاد تكفيهم لشراء قطعة خبز يسدون بها الجوع ويجونون بعدها تائهين في الأحياء فيما فضل عدد منهم الالتحاق ببحمارة وبع آخرون بنادقهم لأقرب تاجر لكي يرحلوا بعدها إلى القبائل الثائرة لمساندتها والقتال معها لم يكن أحد في الواقع قادرا على لومهم لأن الجنود المتبقين ظلوا يمسحون الغبار عن أحذيتهم وبقي العديد منهم حافيا وعاجزا عن المشي امتلأت الشوارع بالأهالي الذين كانوا يتدورون جوعا وبرجال يتسولون بأعينهم فقط كان منظرهم يبعث على الشفقة والرثاء لحالهم ساهمت مواد مدعومة من طرف الحكومة في إسكاة معاناة هؤلاء الجوعة لكن أموالا طائلة كانت تستثمر لشراء الإسمنت ومواد بناء القصور ومباشرة بعد انتهاء لقاء الخزيرات توقفت المساعدات الغدائية التي كان يوفرها المخزن لفائدة الفقراء هل أغلقت أوروبا وقتها أعينها عما يقع في المغرب؟ وهل كان يجب أن تنتظر رؤية المغاربة المساكين وهم يموتون من جديد؟ وأصبحت صفوف طويلة من الفقراء تقف في طوابير طويلة بمحاذاة جدران البيوت لكي تسمح بمرور قوافل الجمال والبغال المحملة بأطنان الزليج الخاصة بقصور الأغنياء وأعيان المدينة والتي بنوها بأموال الشعب وأرباح عمليات الفساد الاقتصادي في الماضي كان المغاربة يتحملون معاناتهم لأن المخزن كان متسلطا معهم وواسوا أنفسهم قائلين لا يجب أن يعلم صاحب الجلالة بهذا الأمر لكن الأمور تغيرت اليوم تماما لقد جعلهم الجوع أكثر جرأة وبدأوا يرددون لابد أن السلطان لا يدرك ما يحدث هنا موقف القبائل كان مختلفا كثيرا إذ لم تتردد في التصريح بأنه لا يوجد سلطان أصلا لم يكن هذا الأمر صحيحا لأنه داخل أسوار القصر حافظ مولاي عبد العزيز على روحه المرحة وأبان عن نوايا حسنة من أجل تغيير الأمور وظل ينتقل من حذيقة إلى أخرى ويتفقد قاعات القصر ويعطي الأوامر التي يعلم تماما أنه لن يتم تنفيذها لقد تعب من تحسين الأوضاع وتغييرها نحو الأفضل واكتفى بانتظار الظروف التي تتغير بمزيج متضارب بين الثقة بالله وبين التوجس من النوايا الأوروبية وخارت قواه رغم أنه لا يتحمل لوحده المسؤولية فيما آلت إليه الأمور وبعد أن حاول التحرك في فترة من الفترات إلا أن الظروف لم تكن كلها في صالحه كان كريما ومتساهلا وعدد من قراراته هو الذي قاده إلى هذه الخسارة بعد أن فوض تسيير الأمور إلى رجال أقل كفاءة وغير مستعدين للعمل مما جعلهم ينهبون خيرات البلاد بكل حرية لم يكن يقابل أحدا داخل قصره لأن طبيعته ربما لم تسمح له بتحمل الخزي بسبب تظهور وضع البلاد بدى القصر في فاس وقتها أشبه بقصر الأحنام الذي تسكنه الأشباح واختفى مشهد الإقامة السلطانية قبل ثلاث سنوات وهي تستقبل شحنات البضائع الأوروبية عديمة الجدوى والمصطفة في سناديق ضخمة لم يعود الوزراء يعالجون الملفات الموضوعة أمامهم في نفس اليوم كما كان الأمر في الماضي بل كانوا يؤجلون البت فيها ثلاثة أيام أو أكثر واختفت معالم الحركة والحياة داخل القصر لم يعد هناك وجود للموظفين بجلابيبهم البيضاء وطرابيشهم الحمراء أين اختفت تلك الشخصية الديناميكية المليئة بالحياة ذات العينين التين تراقبان أدق الأمور أين هو المنبهي وزير الحرب لقد رحلوا جميعا وأضحوا مثل الأشباح تاركين خلفهم مجموعة من الرجال عديمي الجدوى واستخفوا بالمسؤوليات وسادت الفوضى إدارة البلاد عنوان الأوروبيون يكرسون أطماعهم في مؤتمر الخزيرات والثورات تقسم مناطق البلاد استغربت مما ردده المغاربة بأن السلطان غير موجود مما يسقط من شأن السلطان في عيونهم ولم يتوقع أحد أن يتحكم كل من الروك والريسون في العديد من المعابر البرية ويحكمون سيطرتهم عليها لم يتحرك المغاربة في كافة المناطق لإعلان ثورتهم لكنهم امتنعوا عن دفع الضرائب ولم يعترفوا بسيادة الحكومة المركزية وأحس سكان المدن بعد سنوات من القهر والمعاناة أن إرادتهم قد انكسرت مدركين أن النظام الحاكم مسؤول عن المجاعة التي حلت بهم حاول السلطان مولاي عبد العزيز الذي كان يدرك حجم الأخطار التي تهدده أن يجد حلولاً لتجاوز تلك المشاكل وعبر عن نيته في تحسين ظروف البلاد ووضع مخططات لتجاوز تلك الأزمة التي عصفت من المغرب كان ملكاً ذكياً ونجيباً صارماً في بعض الأمور ومتساهلاً في أمور أخرى وهو ما لا يتماشى مع الدور الخطير الذي كان يدطلع به وإذا كان البابا حبيس الفاتيكان فإن السلطان كان سجيناً أكثر منه مرتين في قصره بفاس لم يلمس التغييرات العميقة التي شهدتها فاس سوى الذين عاشوا فيها لعشرات السنوات وبالنسبة للآخرين ظلت المدينة شبيهة بغيرها من المدن المغربية ببيوتها التي تطل شرفاتها على الجيران وأشجار البرتقال التي تزين الحدائق والمآذن الإسمنتية والمقابر القابعة في مخرج المدينة ولم تتوسع مساحة فاس ولو بمتر واحد منذ أن تمت محاصرة الأسوار وبمحاذاة الجدران تدفقت مياه البحيرات لتسقي أشجار الزيتون والفواكه والعنب مشكلة سهلا أخضرا يحيط بالمدينة ذات اللونين الأبيض والرمادي وظل يمتد حتى مشارف وادسبو مخترقا الضيعات الفلاحية تكسرت النافورات الرخامية واقتلعت قطع الزليج المزركشة منها وجفت المياه من منابعها عكس ما كانت عليه في الماضي وكسطين الممرات المؤدية إليها واتسعت في أخدود طويل على مرمى البصر وحدها الفنادق حافظت على فخامتها وجمالية وجمالية أعمدتها الخشبية وحدائقها الغناء المطلة على بيوت الوزراء والتي بنيت بخبز وأموال الشعب عندما تلتقي بأبناء هذه المدينة تثير كملامح الحزن واليأس على وجوههم جراء سنوات الدل التي عاشوها إنهم لا يتوقعون أي أمل في المستقبل ويحاولون نسيان الماضي ولا يكفون عن ترديد أنها مشيئة وإرادة الله لم يكن أي شيء آخر قادرا على زعزعة هذا الاعتقاد في نفوسهم لأنهم يرون أن ما يمرون به الآن هو قدرهم ويكفي أنه أمر مكتوب عليهم ورغم أن الأوروبيين كانوا على وشك خوض حرب بسبب المغرب في وقت كان العالم يتابع تفاصيل مؤتمر الخزيرات كانت فاس جامدة ومنقطعة عن العالم بينما بسط السلطان نفوده على عدد من المدن المغلقة وسيطر معارضوه على خمس مساحة البلاد خرج لقاء الخزيرات بنتائج متوقعة خدمت مصالح الجميع وأرسلت الدول الأوروبية مندو بيها إلى المدينة الإسبانية الهادئة الواقعة على بعد أميال من جبل طارق وظلت كل حكومة تتبع عن كثب تتابع عن كثب أطوار اللقاء وبينما ناقش الصفراء العديد من المواضيع التي سجلوها في كتاب المعاهدة وتناولوا مسألة الخدمات العمومية والشرطة الدولية وأنواع الأسلحة وإنشاء بنك الرسمي تملكه البلدان الأوروبية إلى جانب مواضيع أخرى كان المغرب غارقا في الفوضى وتناسلت الشائعات بخصوص قرب اندلاع الحرب بين القبائل وعلى الجانب الآخر من التلال المحيطة بالخزيرات أحكم الرئيسوني سيطرته على مناطق الشمال فيما بسط بوحمارا نفوذه على الجهة الشرقية من البلاد كان بوحمارا المنحاذر من زرهون يعمل فقيها لدى موظف سام في مكناس وأصبح كاتبا غير مرغوب فيه لأنه لم يكن فقط يقلد توقيع هذا الموظف بل نجح أيضا في صنع ختم سلطاني استخدمه للحصول على أموال طائلة انتقل بوحمارا بين القبائل إلى أن وصل إلى منطقة تازة القريبة من فاس ومن الحدود مع الجزائر واستعمل دهاءه لاستمالة القبائل مما أتاح له نيل حظوة بينهم كان بوحمارا يتصرف وكأنه القائد ليعترف للناس بعد مدة بأنه مولاي محمد الإبن البكر للسلطان الراحل مولاي الحسن أي الأخ الأكبر للسلطان مولاي عبد العزيز وصنع ختما ملكيا رسميا وعين نفسه سلطانا على البلاد لقد تطرقت إلى الهزائم التي ألحقها بقوات السلطان في دجمبر 1902 ليبلغ نفوذ بوحمارا مرحلة الأوج ويثير قلق القصر الملكي حكم هذا الشخص شرق المغرب لسنوات عديدة محققا انتصارات صاحقة على خصومه ورغم نجاح قوات وزير الحرب البنبهي في إجبار مقاتلي بوحمارا على التراجع إلى جبال الريف فإنه تمكن من استرجاع تلك البلدات وبسط سيطارته مرة أخرى عنوان جلوس مولاي عبد الحفيد على عرش الحكم بفاس وفرنسا تفرض معاهدة الحباية شهدت سنة 1912 نهاية استقلال المغرب وساد الإحساس بقرب زوال جزء عريق من التاريخ الطالما اعتمد سلاطين المغرب على الحضور الديني مستمدين ذلك من أجدادهم المقربين من آل الرسول محمد صلى الله لكن الأوضاع الآن تغيرت وعم الفساد الذي جعل نهاية النظام وشيكه لقد أفرغ السلطان خزائن الدولة من العائدات التي كانت تحققها واستغلها في شراء سلع وبضائع قادمة من أوروبا غير ذات جدوى وامتاز عهد مولاي عبد العزيز بوصول القوافل القادمة من جميع الموانئ المغربية محملة بأقفاص الحيوانات المتوحشة وبضائع باهظة الثمن ذات دوق سيء امتازت تلك الحقبة أيضا بالألعاب النارية والببغاوات القادمة من منطقة الأمازون والأزياء المزركشة وأدى الإسراف في اقتناء البضائع وضعف نفوذ السلطان وتواغل المد الأوروبي إلى نشوب الثورات ليعلن مولاي عبد الحفيد عن نفسه سلطانا للبلاد بمدينة مراكش كانت الحرب بين الشقيقين مشتعلة وحرص كل طرف على تفادي المواجهة وجها لوجه واكتفيا بإيفاد متحدثين ليشرح كل واحد ما واقفه للآخر والحصول على المال كما قام بإرسال من دوبين قاموا بالسطو على ممتلكات القبائل بمجرد ما يجمع أحدهما أموالا طائلة تنطلق الاستعدادات لتجهيز الجيش وتسليح الجنود الذين انتقلوا بين المعسكرين بمجرد ما تتوقف المؤنق والموارد عن الوصول إليهم غدر مولاي عبد العزيز مدينة فاس سنة 1908 متجها نحو مراكش وصار بشكل بطيء صوب الجنوب سالكا طريقا متعرجة لتفادي مواجهة محتاملة مع العدو في نفس الوقت اتجه مولاي حفيد الذي لم يكن أقل حذرا من شقيقه نحو المناطق الشمالية مفضلا السفر عبر نفس الطريق التي سلكها السلطان كان بإمكانهما معا الوصول إلى عاصمة المعسكر الآخر لو لا تراجع مولاي عبد العزيز عن الوصول مبكرا إلى مراكش وبعد مضي أشهر تنحى السلطان لفائدة شقيقه الذي وصل مع جنوده رغم فرار عدد كبير منهم إلى مدينة فاس بدون أموال وبجيوب فارغة قبلته فاس أن يكون سلطانا شريطة أن لا تدفع المدينة الضرائب وهو ما وافق عليه صاحب الجلالة دون معارضة والتزم بوعده لعدة أسابيع قبل أن يغير رأيه ويرفع من قيمة الضرائب القانونية وغير القانونية على الأهالي وكأنه لم يكن هناك أي اتفاق بخصوصها من قبل كانت خزينة الدولة وقتها فارغة ولم يتحمس أبناء القبائل للتطوع في الجيش ليبقى الوضع معقدا لأن السلطان لن يستطيع أن يحكم دون وجود جيش قوي إلى جانبه مما جعله عاجزا عن رفع الضرائب من جديد ذات صباح صدحت حناجر البراحة في أزقة المدينة بخبر اعتزام السلطان تنظيم حفلة كبرى تنش تنشطها فرق جناوة التي اتسعت شهرتها في ربوع البلد خلال تلك الفترة وكانت تحصر اختيار أعضائها في أبناء الجنوب الذين يتوفر أغلبهم على بشرة صمراء وينحدرون من الطبقة العاملة ولم يفوت البراحة أن يعلنوا أيضا أن السلطان سيكون حاضرا خلال ذلك الحفل في يوم الحفل استيقظ أعضاء الفرقة وارتدوا ملابسهم المميزة متوجهين إلى الساحة المركزية للقصر المحاطة بأسوار عالية انتشرت الفرحة بين أوساط أهل فاس الذين حاضروا الحفلة وبدأوا يبحثون عن مشروبات باردة لكنهم لم يجدوا شيئا واستضموا بأبواب القصر الموسضة والمعابر المقفلة واستفت بعد انتهاء الحفل بيوم فرق الجنود فوق عشب القصر والحزن يخيم عليها لم يكن مولاي حفيد الرجل المناسب لتغيير الأوضاع بالبلاد لتصبح ثورة القبائل أكثر ضراوة واستخدم طرقا متوحشة لإخمادها لتتدهور الأوضاع بالمغرب أكثر فأكثر خلال الأشهر الأولى لسنة 1912 حصرت القبائل مولاي حفيد داخل قصره في فاس ليرسل هذا الأخير نداء استغاثة إلى الفرنسيين الذين كانوا مرابضين في الدار البيضاء وعلى الساحل تم إفاد بعتة لإنهاء الحصار وتحررت العاصمة أخيرا وبعدها بأسابيع وقعت اتفاقية الحماية تلتها مجزرة ذهب ضحيتها مواطنون فرنسيون ومسؤولون عسكريون قاطنون بفاس بدى موقف مولاي حفيد ضعيفا أمام النفوذ الفرنسي ليقرر على إثره التنحي عن الحكم انتقل السلطان للعيش في الرباط كآخر إجراء في حياة المغرب المستقل ووفر له الفرنسيون مستوى معيشيا في ظروف محترمة وقبل أن يغادر فاس طلب مولاي حفيد من نساء القصر أن يجمعوا ملابسهن الثمينة ومجوهراتهن وحليهن النفيسة داخل الصناديق والعلب استعدادا للسفر إلى الرباط نفذت النساء ما طلب منهن حرفيا لكن في يوم الرحيل لم يتم حمل سوى العلب الصغيرة وتركت النساء والعلب الكبيرة في فاس فيما انتقلت المجوهرات من المغرب إلى أوروبا عنوان المقيم العام يتفاوض مع مولاي عبد الحفيد حول التخلي عن العرش امتازت الأسابيع الأخيرة من حكم مولاي عبد الحفيد باستمرار الصراعات مع السلطات الفرنسية ولم يتم الحسم في مسألة من يخلف السلطان الذي امتلك بين يديه أوراقا كان يضغط بها على الأوروبيين بين الحين والآخر وبعد الانتهاء من مراسيم إرسال وثائق تولية مولاي يوسف شقيق مولاي حفيد إلى كافة المدن والأقاليم المغربية غير هذا الأخير رأيه ورفض التناحي عن العرش ومغادرة البلاد كما قرر في البداية حصل السلطان على ظروف عيش ممتازة لكن الوضع في البلاد كان ينبئ بالخطر فوجه المسؤولون الفرنسيون رسائل تدعو إلى تولية السلطان الجديد والتأكيد على رفض مولاي حفيد التنازل عن العرش وأرسل إشارات ضمنية على أنه غير مستعد لتغيير موقفه ملحه الفرنسيون شيكا بمبلغ أربعين جنيه استرليني عندما غادر الرباطة في باخرة فرنسية متجها نحو فرنسا ومقابل هذا سلم المقيم العام وثيقة نهائية خاصة بتنازله عن العرش وبلغت الثقة بين الجانبين حدا جعلت كل طرف يتمسك بوثيقته حتى يتأكد تسلم الوثيقة الأخرى للطرف الثاني قبل ليلة من توقيعه على تلك الوثيقة تخلص مولاي حفيد من الرموز المقدسة التي تميز الصلاطين المغاربة لأنه كان مدركا أنه آخر سلطان مستقل في تاريخ المغرب أحرق أيضا المظلة الملكية التي كانت تغطي رأسه أثناء الاحتفالات الرسمية وحملت هذه الأشياء قطعا وأحرقت في النار واحتفظ بعدد من القطع النقدية المقدسة إلى جانب مجوهرات العائلة بعد مغادرته مدينة الرباط وصل مولاي حفيد إلى فرنسا باعتباره ضيف الحكومة الفرنسية في زيارة نصف رسمية وقام بجولة مطولة داخل البلاد وبعد هذا السفر عاد إلى طنجة حيث كان يتواجد أفراد عائلته والتحق به البقية الآخرون بعد مدة قصيرة وتم تجهيز القصوة القديمة لاستقباله ولتكون مقر إقامته مباشرة بعد وصوله إلى طنجة بدأت النقاشات حول تفاصيل تنازله لأن الخطوط الكبرى لهذا الإجراء تمت مناقشتها قبل مدة في الرباط وتوترت العلاقات بين فرنسا والسلطان السابق كان من الواضح أن مولاي حفيد لم يتأسف أبدا على تنحيه عن العرش وكان يعلم جيدا أن تمسكه بالحكم في الظروف الحالية أمر بالغ الصعوبة ما تأسف عليه هو عدم حصوله على مقابل مرتفع القيمة مقابل رحيله وكان يأمل بأنه يستطيع أن يطلب أموالا وملكيات إضافية في بداية حكمه قبل أربع سنوات مضت برهن عن ملامح وطنيته ورغبته في الحفاظ على استقلال البلاد لكنه سرعان ما أدرك أنه لوحده غير قادر على القيام بهذه المهمة ليصبح قاسيا وخلق لنفسه الأعداء في كل مكان خاصة لدى الشعب بسبب بطشه ولدى الأوروبيين بسبب طابعه المستخف بالأشياء وتصلوا بمواقفه إلى أن وصلت الأمور إلى قرب قطع العلاقات مع فرنسا وعندما بلغت الأمور هذا الحد طلب مني الطرفان بشكل منفصل أن أتدخل لإعادة الأمور إلى سابق عهدها وحفاظا على السلام وسارت طريقة تدخلي على هذا الشكل الذي سأحكيه تحدث مولاي حفيظ مع المفاوذين الفرنسيين بطريقة أعطت الانطباع بأنه لا يود أن يلتقي بهم مرة أخرى وفجر ذات صباح زارني موظف فرنسي طلب مني أن أتوسط في المناقشات الدائرة مع السلطان السابق لأنني كنت الشخصية الوحيدة ذات نوع من النفوذ عليه ومباشرة بعد مغادرة هذا المبعوذ تلقيت زيارة من السلطان شخصيا كانت أعصابه متوترة للغاية وفي حالة من الإحباط الشديد وارتمع على أريكة قريبة وانخارط في البكاء وبدأ يروي سلسلة أحزانه وتخوفاته ولم يتردد في مهاجمة فرنسا بعنف وحدة غير معهودة عنه أنت الشخص الوحيد الذي يتمتع بالنفوذ على هؤلاء الأوغاد هل أنت مستعد للتوسط في المفاوضات؟ سألني السلطان مستفسرا وفي مثل هذه الظروف لم يكن أمامي سوى أن أقبل هذا الطلب وبعد مرور ساعة عادت المفاوضات بين الطرفين مجددا كان السلطان السابق يمضي وقته في الفيلة الخاصة بي وكنا نجد صعوبة في جعله يشرب ويسناول الطعام تم إنهاء كافة النقاط العالقة بعد مضي أسابيع ووضع تفاصيل التعويضات التي سيحصل عليها وقروض بناء قصره في طنجة وإصلاح عدد من أملاكه داخل البلاد إضافة إلى مصير نساء وأطفال السلطان السابق النقطة التي استأثرت بنقاشات ساخنة وطويلة كانت تتعلق بالديون وطرحت فكرة استخلاص الديون المتعلقة بمصالح تابعة للدولة من ميزانية الدولة باعتبارها ديونا حكومية فيما يتولى مولاي حفيظ دفع كل الديون الخاصة كانت مناقشة مسألة الديون معقدة جدا بسبب النظام المالي الذي كان يسود البلاد لأن السلطان كان يحكم لوحده ويتحكم لوحده في مداخل البلاد عنوان مولاي عبد الحفيظ يفاوض سلطات الحماية بخصوص الديون ويبدأ في تشييد قصره في طنجة لديه ديون مع ذلك يشيد القصر لعنى الله لم يتم أبدا تحديد الفرق بين ممتلكات الدولة وبين الملكيات الخاصة للقصر وظل كل شيء في ملك السلطان وسادت قاعدة قانونية مفادها أن مصاريف الدولة ومصاريف إصلاح القصور تدفعها المصالح الجمهوركية من ميزانيتها الخاصة لذا لم يكن من السهل التوصل إلى التمييز بين ديون الدولة والديون الخاصة لأنها كانت متداخلة ومعقدة بشكل كبير ظهر إشكال من يدفع ثمن سلم رخامي لقصر فاس تم إرسال طلب شحنه من إيطاليا اتعدلت السلطات الفرنسية بأن هذه الشحنة الباهرة الثمن تعبر عن تبذير واضح لمولاي عبد الحفيد وهو المطالب بدفع ثمنه وبرر هذا الأخير بالمقابل أن القصر يوجد في ملك الدولة ودافع عن رأيه أيضا بخصوص دواع استيراد آثات فخم رفقة هذا السلم مشيرا إلى أن كل الإصلاحات والترميمات التي شهدها القصر هي لصالح الدولة وسيستفيد منها السلطان الذي سيخلفه وليس هو بالضرورة اقتنعت الإقامة العامة بالأدلة التي أدلى بها السلطان وتكفلت بدفع ثمن شحنة الآثات والسلم الرخامي لكن بقية القصة طريفة وسأقص تفاصيلها إذ بعد مرور أشهر وقع مولاي حفيد عقد بناء قصره الجديد في طنجة وشطب في تصميم الهيئة على نموذج أحد السلاليم الرخامية التي كان من المتوقع تشييدها أخبرني أنه يتوفر على سلم جميل سيفي بالغرض وعندما استفسرته عما إذا كان السلم نفسه الذي خاض بسببه نقاشا مع السلطات الفرنسية كان رده بالإيجاب إنه نفس السلم الذي ما زال موجودا في إيطاليا ولم يصل بعد إلى المغرب لقد أرسلت تيليجراما إلى إيطاليا لكي يشحنوه إلي هنا في طنجة عود إرساله إلى فاس ظهرت النقاشات مرة أخرى بخصوص مئات الأمتار من قماش فاخر دي لون أحمر كان أرسل القصر في طلبها مما دفع سلطات الحماية إلى اعتبارها ضمن الديون الخاصة وهو ما أثار احتجاجات السلطان واعتبر مولاي عبد الحفيد أن اقتناء قطعة الثوب تلك تدخل ضمن مصاريف الدولة التي تستدعي ارتداء مئات العبيد الذين يعدون واجبات الأكل لبدلة من ذلك النوع رفض ممثل سلطات الحماية دفع ذلك المبلغ وأخرج السلطان المتنحي وثيقة تاريخية لكي يبرهن على أن الطباخين العاملين بالقصر يمثلون جزءا لا يتجزأ من الدولة وينتقلون مثل القصر من سلطان إلى آخر تم قبول المبدأ لكن ممثلي الحماية رفضوا فكرة ارتداء الطباخين لقطع قماش باهضة الثمن داخل المطبخ وعللوا ذلك بكون أثواب القطنية كافية لهم رد السلطان كان قويا وحاسما وأجابهم بثقة قد تقتضي العادات في أوروبا أن يرتدي طباخو الملوك والأمراء أزياء قطنية لكننا في المغرب نحمل فكرة سامية عن قدر الملوك والمكانة التي يحظون بها لم يجد الأجانب أي شيء يقولونه بعد سماع هذه الجملة وقاموا بدفع ثمن قطعة القماش لم تكن هنالك أي مواعيد وشروط محددة لمناقشة تفاصيل من سيتولى دفع الدينون وبما أن صاحب الجلالة كان يدرك أن طلباته تصطدم برفض الفرنسيين الذين لم تربطه بهم أي علاقة كنت دائما الشخص الذي يلتجئ إليه وكلما وجد نفسه في مواجهة معهم وعندما كان يجد دليلا كفيلا بمساعدته على التهرب من دفع مبالغ مالية صغيرة يزورني فجرا في الفيلا وفي مرات متعددة كان يستدعيني إلى قصره في منتصف الليل تتم مناقشة المسائل المتعلقة بالديون في العديد من الأماكن المتنوعة يتدخل في مناقشاتها الأوروبيون والعبيد والمغاربة وكبار المسؤولين لكنه لم يتم أبدا الاستغناء عن استشارة سيدتين كبيرتين في السن إحداهما مرضعة سوداء والأخرى سيدة أمازيغية ذات بشرة بيضاء مكلفة بإعداد الطلاسم للسلطان آراء هذه السيدة لم تكن تخطئ أبدا ولم تتردد يوما في إسداء النصح إليه عندما يتهور في بعض الأمور بينما يفضل هو الجلوس في حديقته على أريكة وثيرة محاط بالعبيد دون أن يتوقف عن الحديث بأن كل الديون التي تناقشها سلطات الحماية هي ديون تابعة للدولة لأن الملكية الخاصة لم تكن أبدا موجودة في المغرب كان مولاي عبد الحفيد يتقن فن الخطابة والاسترسال الأدبي ويستعمل بين الفينة والأخرى عبارات باللغة العربية الفصحى كان يجيد تحويرها لكي يعزز بها حججه أمام سلطات الحماية ويقنع بها الآخرين بسهولة أثناء تنقيل في لين ضخمين من فاس إلى طنجة بعد انتهاء إجراءات تنحي مولاي عبد الحفيد فر أحدهما في الطريق وبما أنه كان حيوانا مجهولا لدى المغاربة فقد خاض الحيوان المسكين العديد من المغامرات عنوان مولاي عبد الحفيد ينهي خلافه مع طبيب الأسنان الإسباني وينتقل للسكن في القصبة القديمة بطنجة في بداية حكمه وفي ذروة سعادته بالجلوس على العرش بدى مولاي عبد الحفيد ملكا شغوفا بخدمة بلده ولقد أبدى اهتماما واضحا بتربية الحيوانات الضارية في قصره إنها أهم هواية يفضلها الملوك رغم أنها قد قاربت على الزوال وانحصرت فقط في دول المشرق بعد أن كان جميع الملوك يمارسونها كان ضيوف قصر وينتسور يندهشون من رؤية وحيد القرن مارا أمامهم في حفلات الاستقبال داخل الحديقة الرسمية للقصر وهو نفس الإحساس الذي ينتاب زوار قصر لاشابيل سانت جورج بفرنسا لدى مرور دبع أليف بجانبهم وهو مشهد لم تشهده القصور المغربية من قبل كان مولاي الحسن والد مولاي عبد الحفيظ يسمح للفهود بالتجول في جناح الضيوف لكن مولاي حفيظ ذا الطبيعة الخجولة كان يحبس هذه الحيوانات داخل أقفاص حديدية ويعوض وجودها في الجناح بخنازير قادمة من الهند خنازير وهو ما أفقد المشهد جزءا من سحره وعبر الضيوف عن ارتياحهم لرؤية الفهود في الأقفاص للحصول على حيوانات أخرى أرسل مولاي عبد الحفيظ طبيب الأسنان الإسباني إلى مدينة هامبورغ الألمانية لكي يتوسط له في شراء حيوانات متوحشة من بلدة هاجينبيك ارتكب الطبيب الإسباني خطأا كبيرا لأنه تأخر في الحصول على ثفقة الحيوانات لعدة أشهر ولدى عودته بعد ذلك إلى فاس فقدت هواية تربية الحيوانات الاهتمام الذي كانت تتمتع به في السابق واقتصر الاحتفال فقط على الأسد الذي لم يدفع السلطان ثمانه للطبيب اكتشف مولاي حفيظ أن فاتورة العناية بحيوانات تقتات على لحوم الخرفان باهظة للغاية ولم تكن القبائل مستعدة لإشعال الثورة ورفض إرسال خرافها إلى القصر مطالبة بالمقابل المالي رغم هذه المطالب نجح مسؤول القصر في احتواء الخلاف ليعلن السلطان مرة أخرى عن رغبته في الحصول على كرسي عرش يشبه الأريكة الميكانيكية التي يستخدمها طبيب أسنانه في عيادته الصغيرة لم تصل شحنة كرسي العرش الميكانيكي أبدا إلى المغرب مما أجج الصراع بين سلطات الإقامة موم ومولاي حفيظ الذي أكد للفرنسيين أن فاتورة الأسد قد تم دفعها لأنها فاتورة خاصة بالدولة وأصر بالمقابل على الترخيص بتسليم كرسي العرش الجديد ظلت القضية معلقة إلى أن انتهى العقد الذي يربط طبيب الأسنان الإسباني بالقصر ورفض مولاي عبد الحفيظ تجديد العقد معه كان الطبيب يقيم وقتها داخل فيلا ملحاقة بأملاك السلطان في طنجة ولم يوافق على مغادرتها وساندته السلطات الإسبانية في موقفه الرافض باعتباره مواطنا إسبانيا يقيم داخل دولة أخرى أرسل مولاي حفيظ مجموعة من العبيد لإجبار الإسباني على الخروج من مسكنه ليكتشفوا أن الفيلا محاصرة بالجنود الإسبان الذين لم يترددوا في إطلاق الرصاص عليهم لكي يتراجعوا إلى الخلف تعقدت القضية أكثر بسبب هذا الهجوم واكتست طابعا دوليا بسبب السلطان والسلطات الفرنسية والطبيب الإسباني والعبيد ومواطن بريطاني وأسد ألماني كل هؤلاء هددوا السلام بين الحكومات الأوروبية في حالة تم استعمال السلاح لإنهاء النزاع تدخلت لتهديئة الأمور وانتزاع فتيل الأزمة من أجل المصالحة بين الطرفين وبعد تدخلات الوساطة التي قمت بها نجحت أخيرا في حل المشكلة بين السلطان وطبيب الأسنان بين سنتي 1912 و1913 كان مولاي عبد الحفيظ يقيم رفق تحاشيته كبيرة العدد في القصبة القديمة بطنجة في انتظار الانتهاء من تشهيد قصره الممتد على عشرات الهكتارات كانت القصبة عبارة عن حصن قديم واسع يحتاج إلى عمليات الترميم ويفتقد للتصميم الهندسي الذي يتناسب مع المقومات الأساسية للسكن واستيعاب أزيد من 168 شخصا بين جدرانه المتصدعة وأغلب هؤلاء المقيمين أمراء من العائلة الملكية مما يعني أنهم يحتاجون إلى مساحات أوسعة تكفيهم وتكفي حاشيتهم الخاصة وهو ما لم يجدوه داخل أسوار هذه القصبة تنشب النزاعات دائما بين النساء في القصر بسبب الغيرة وإذا حصلت إحداهن على الاهتمام والهدايا عكس الأخريات فإن الأمور تسوء بينهن وتنشب النزاعات والفوضى وتفيد الشائعات أن العريفات وهن السيدات المكلفات بحفظ النظام داخل القصر لا يترددن أحيانا في استعمال العصى لمعاقبة النساء المشاغبات استحوذت الأميرات على جميع الغرف المريحة في القصبة فيما فضل السلطان الإقامة داخل غرفتين واسعتين محاذيتين لمدخل القصبة وظل يستقبل فيهما ضيوفه القادمين لزيارته في انتظار شراء الحديقة التي سيبنى عليها قصره الجديد كان يسكن داخل فيلا بهذه الحديقة يهودي غني عمل لسنوات طويلة نائبا لقنصل بلجيكا ولم يتم هدمها لأن تصميمها الهندسي كان ينم عن ذوق رفيع في فنون العمارة عنوان مولاي عبد الحفيظ يزور فيلا الثري اليهودي ويتابع أوراش بناء قصره الجديد في طنجة كانت الأسود المصنوعة من الجبس تزين مدخل فيلا الثري اليهودي تشبه الكلاب المروضة ولكي تصبح أكثر جاذبية تمت صباغتها باللون الأحمر الزاهي زين المدخل أيضا بقوس مزركش بفواكه من الجبس فيما امتدت زخرفة إسمنتية مذهبة على طول سقف قاعة الاستقبال الداخلية تتدل منها مجزمات زجاجية ملونة بتناغم مع زجاج النوافد المطلة على الحديقة قبل الانتهاء من بناء القصر قرر السلطان أن يؤثت إقامته بكراسي فخمة وأرائك مخملية حمراء ذات حواش زرقاء وصفراء وعلق على الجدران عشرين ساعة حائطية من كافة الأشكال وزين الموائد الجانبية بألعاب ميكانيكية واصطفت العلب الموسيقية في كل الأركان وثبت أقفة وثبت أقفاص وثبت أقفاص طيور الكناري قرب النوافد وتزينت المدفآت بسلال فواكه اصطناعية من كافة الألوان وظل مولاي عبد الحفيد يتجول داخل قصره سعيدا بالديكورات التي أشرف على اختيارها تأثر ساكن القصبة بالغبار والصدأ ولم يتبقى من أحد الطيور الجارحة التي تزين بهو القصر سوى جلد جسده تغطيه طبقة من مادة الشاموى واللآلئ السوداء الملسقة مكان العيون فيما انتصب المنقار بشكل مائل وبدى منظر الطائر في النهاية تعيسا ودون سابق انذار كانت الألعاب الآلية تتحرك من مكانها وتنبعث الحياة داخلها بشكل مفاجئ وهكذا تنفتح مناقر الطيور الجامدة وتهتز أطراف بعض الحيوانات وانبعثت الموسيقى بنوطات غير منسجمة مؤلفة سمفونية غريبة تكسر هدوء القصبة كان المشهد أشبه بسباق بين تلك الألعاب لمن يصل إلى إصدار أقوى ضجيج داخل البهو ويبدو أن مولاي عبد الحفيد كان يستمسع كثيرا بهذه الألعاب ويحرص على إصلاحها ويحرص على إصلاحها لقد أدرك أنه بعد المصير الحزين الذي لاقاه في فاس أصبح أخيرا ينعم بحياة عصرية ومرفها لطالما تمناها في الماضي كان متعودا على الاستيقاظ باكرا ومغادرة القصبة متوجها نحو فيلا الثري اليهودي على ظهر البغلة المزينة بثوب حريري أحمر وأزرق يرافقه فرسان وعبيد يسيرون على جانبه كما ترافقه أيضا سيدة سوداء من العبيد وعجوز أمازيغية وعندما يصل موكب السلطان إلى الفيلا تبدأ سلسلة من المغامرات الطريفة ذات يوم سقطت إحدى هاتين السيدتين من على ظهر البغلة التي كانت تمتطيها ليضيع منها ليضيع منها مفتاح الفيلا ولم يجد مرافق مولاي عبد الحفيظ حلا سوى أن يكسروا إحدى النوافذ من أجل الدخول بعد أن أمضوا نصف ساعة مضنية في البحث عن المفتاح دون جدوى وتم استدعاء نجار لإصلاح النافذة المكسورة وفجأة تتذكر تلك السيدة أنها من شدة خوفها أن تضيع المفتاح اكتشفت أنها قد ربطته بخيط رفيع يتدلى في عنقها تصل أطباق وجبة الغداء محملة فوق رؤوس العبيد وكانت عبارة عن سلال كبيرة مليئة بقطع الخبز وأكواب الحليب البارد وحلويات أوروبية لذيذة إضافة إلى أطباق الفواكه المشكلة والشاي والقهوة والفطائر المحلات بالزبدة والعسل تقدم هذه الوجبة في البداية إلى السلطان وأصدقائه وتنقل بعد ذلك إلى أفراد الحاشية لتصل في النهاية إلى العبيد الذين يتناولونها بناهم ويتركون الأواني فارغة ونظيفة في تلك الفترة استمرت أشغال تشهيد قصر مولاي عبد الحفيظ على ارتفاع مئة قدم وكان السلطان يزور أوراش البناء بين الفينة والأخرى ليتفقد التصميم ويعطي ملاحظاته التي كانت تعكس مدى إلمامه بأدقت التفاصيل الهندسية وبعد أن ينهي هذه الجولة القصيرة يعود إلى الفيلا ليستقبل ضيوفه المغاربة من أجل مناقشة العديد من القضايا الدينية والفكرية كان مولاي عبد الحفيظ يعشق الكتابة وأعتقد أنه لو قام بنشر كتاباته الشعرية لاتسعت شهرته أكثر وفي نفس الوقت سيحسده أعداؤه لكن الظروف الآن تغيرت ولم يعد هناك أي داع لالتزام الصمت لفترة أطول لقد كتب مولاي عبد الحفيظ في ذروة صراعه مع الحكومة الفرنسية ما يلي هذه هي مشيئة الله لقد منح نعمة الذكاء إلى الكلب ربما بمقدار أقل من تلك التي منح للفيل لكنه لم يمنح الإدارة الفرنسية قدرا كبيرا من الذكاء عندما اشترى مولاي عبد الحفيظ ضيعة رافينس روك بطنجة والتي كانت لعشرات السنوات في ملكية السير جون دراموندهاي بدأ باجتثات الأشجار الباسقة ذات المنظر الساحر الذي يضفي على المكان رونقا مميزا يكره العديد من العرب رؤية الأشجار وهذا بلا شك أحد أهم الأسباب التي جعلت المغرب عاريا بلا أشجار تم اقتلاع أشجار السنوبر والأوكاليبتوس وانهمك العمال بتعليمات من السلطان في قطعها بوتيرة بطيئة لم تكن تروق صاحب الجلالة عنوان العمال يستخدمون الديناميت لاقتلاع الأشجار من الحديقة بينما انهمك العمال في إزالة الأشجار من جذورها في حديقة الفيلا الجديدة في حديقة الفيلا الجديدة لمولاي عبد الحفيد اقترح أحدهم على السلطان أن يستخدم الديناميت لكي ينتهي من تلك الأشغال بسرعة ليوافق هذا الأخير على الفكرة وأمر بشراء خرطوشات الديناميت من التجار الإسبان المستخدمة في الصيد في البحار كنت برفقة السلطان عندما جاء التاجر الإسباني ونزعج البابه لتسقط على الأرض 24 خرطوشة سريعة التلف وأعتقد أن الأمر كان بمثابة معجزة لأنها لم تنفجر أمامنا وبعد مضي عدة دقائق يبدأ العمال بغرس كميات الديناميت داخل حفر بجانب جذور الأشجار الضخمة ويشعلون الفتيلة ويركضون بسرعة مبتعدين عن المكان يتناهى إلى أسماعنا صوت انفجار ضخم اهتزت له الأرض تحت أقدامنا فيما علت الفرحة محيى مولاي عبد الحفيد لقد تمت بلا رحمة إزالة مجهود دام لسنوات لكي تنمو هذه الأشجار لكن يبدو أنه لم يكن أي واحد قادرا على ثني السلطان عن قراره باجتثات هذه الغابة الجميلة نجت من هذه المجدرة أشجار قليلة تم الاحتفاظ بها ولعل أهم أسباب دفع مولاي عبد الحفيد إلى تدمير هذه الغابة هو خوفه من أن يتعرض للاغتيال لذا خطرت بباله فكرة اقتلاع الأشجار لكي لا يستخدمها المتآمرون عليه كمخبأ لهم كان السلطان يهوى لعبة الورق ولم يكن يفوت أي فرصة ليلعبها كلما سنحت الظروف له بذلك خصوصا عندما يحين موعد زيارة طبيب الأسنان إذ بعد أن توترت العلاقات مع الطبيب الإسباني بسبب ثمن الأسد الألماني وجد مولاي عبد الحفيد نفسه مجبرا على البحث عن طبيب آخر ليشرف على الفخوصات الطبية التي يحتاجها من وقت إلى آخر وبما أنه كان ثريا فقد نجح في العثور على طبيب أسنان أمريكي استقر قبل فترة وجيزة بطنجة ونسجت لعبة الورق علاقة خاصة بين مولاي عبد الحفيد وهذا الأمريكي عندما يأتي الأمريكي رفقة ممرضته الخجولة حاملا معه معداته المعقمة يدعوه السلطان أيضا إلى مشاركته لعبة الورق كانت مرافقة الطبيب شابة تسحرها لعب الأطفال أكثر من لعبة الورق لكنها كانت الشريك الرابع الذي يشاركنا هذه اللعبة ولم يخفي مولاي عبد الحفيد استمتاعه برفقتنا كان يفوز علينا في العديد من الجولات لأنه لم يكن يوافق أن تكون هذه الممرضة شريكته في اللعب وبهذه الطريقة وطيلة فترة ما بعد الظاهرة حتى المساء يظل مولاي عبد الحفيد سعيدا بالفرنكات التي كسبها من جولاته الرابحة من ينجح في تسجيل نقطة يربح سنتيما واحدا لهذا لم تكن الخسائر كبيرة أبدا وبدى السلطان سعيدا ومتواضعا وهو يعرض أمامي المبالغ الصغيرة التي حصل عليها من لعبة الورق رغم أنه يودع ثروته الكبيرة في الأبناك عن علاقته بطبيب الأسنان الأمريكي أخبرني مولاي عبد الحفيد قائلا أنا أدفع له أزرة مرتفعة ليعالج أسناني لكنني أسترد جزءا من هذا المبلغ منه بطريقة أخرى كانت طريقة لعب السلطان متميزة عن باقي اللاعبين ولم يكن مسموحا بدس الورق بطريقة غير قانونية وبما أن السلطان لم يكن متعودا على جلوس القرفصاء فقد كان يتعب من البقاء جالسا على كرسيه لذا كان الخدم يحضرون أريكة وثيرة لصاحب الجلالة ورغم ذلك فقد كان يتمايل يمينا وشمالا يسأم من الجلوس دون أن يبدي باقي اللاعبين أي اهتمام لأوراق لعبهم المكشوفة في بعض الأحيان كانت الأكمام الطويلة لجلبابه تبعثر الأوراق تبعثر أوراق اللعب ولا نستطيع تحديد آخر الورقات الملعوبة وكان يعلق على الموقف قائلا أنا محظوظ عندما يفوز مولاي عبد الحافيض فإن مزاجه يكون مرحا لكنه عندما يخسر لا يفارق العبوس محياه وهو نادرا ما يحدث لأنه لا يخسر إلا نادرا إنها إحدى ميزات المغاربة الذين لا يردون بالخسارة حتى لو كانت اللعبة بدون أهمية لقد شاهدت مباريات للشطانج يسر فيها الخاسر على لعب المزيد من الجولات إلى أن يضطر اللاعب الفائز أن يخسر إرضاء له ما زلت أتذكر كيف كان مولاي عبد العزيز ماهرا في لعب الكريكيت ويجيد استخدام تقنية مميزة في اللعب تتيح له الفوز بعدد وافر من النقاة وعندما كان سلطانا كان يعتاد اللاعب في القصر بأربعة لاعبين في كل جانب من الملعب وهو ما كنا نتقيد به دون أن نسجل أسماء اللاعبين المشاركين إذا كان مولاي عبد العزيز يسجل اسمه في لائحة الفريق الفائز مضيفا اسم اللاعبين الذين أعجب الذين أعجب بأدائهم طيلة فضرة الضهيرة إذ كان مولاي عبد العزيز يسجل اسمه في لائحة الفريق الفائز مضيفا اسم اللاعبين الذين أعجب بأدائهم طيلة فترة الظهيرة ويردد معلقا لقد استمتعنا بمباراة رائعة فلقد سجلت 61 نقطة وسجل هارس 42 فيما لم يوقع أسوأ لاعب سوى نقطتين لم يسجل هارس في الواقع أية نقطة فيما لم يسجل مولاي عبد العزيز سوى نقطتين عنوان نمو الشعور الوطني لدى المغاربة وفشل محاولات الصلح بين الشقيقين مولاي عبد العزيز ومولاي عبد الحفيظ ما زلت أتذكر أول لعبة ورق جمعتني بمولاي عبد العزيز كنت قد دعوته وقتها إلى منزلي بمناسبة حفل عشاء حضرته حضرته العديد من الشخصيات الأوروبية شملت وزراء إنجليز وفرنسيين وأعضاء سفارتي هدين البلدين في المغرب جلس السلطان في مقدمة المائدة وتناول كمية قليلة من الطعام إذ لم يكن حينها متعوذا على استعمال السكين والشوكة في الأكل وبعد أن أنهينا وجبة العشاء بدأنا نستعد للاعب الورق كان شريكي في اللعبة ممثل السفارة الفرنسية وواجهنا مولاي عبد العزيز رفقة السير ريجينالد ليستر ممثل بريطانيا العظمى في المغرب في تلك الفترة وبعد توزيع الأوراق سحبت أصغر عدد من الأوراق كان السلطان جالسا على يساري وودعت ورقة وقلت قلب أجاب السلطان أنه لا يتوفر على ورقة تحمل رمز القلب وطلب مني فجأة بلهجة آمرة أن أسلمه أوراق لاعبي وجدت نفسي مضطرا أن أسلمه ورقة اللاعب التي تحمل رسم القلب مقابل الحصول على ثلاث عشرة ورقة لا تضم سوى حظ واحد لأجد نفسي رفقة شريكي أننا خسرنا خمسة أوراق وبدأ السلطان سعيدا بالفوز لحسن الحظ أننا لم نلعب تلك الليلة مقابل المال لم يكن هذا هو الحادث الطريف الوحيد الذي شهدته الحفلة فقد امتازت تلك الدعوة بحضور فن الإتيكت الأوروبي الذي شاهد السلطان تفاصيله لأول مرة في حياته لم يخفي مولاي عبد العزيز رغبته في حضور اللقاء عشاء ذلك اليوم وعوض أن يصل على الساعة الثامنة والربع مساء وصل مبكرا على الساعة الخامسة واعتذر عن وصوله قبل الضيوف مبررا ذلك برغبته في معينة التحضيرات التي تسبق الحفل بعد مرور دقيقتين على وصوله توجه دون تردد إلى المطبخ الذي سادته الفوضى لزيارة سليل الرسول وأمير المؤمنين وفتح الطباخون الأفران وعاين السلطان الأواني التي تطبخ فوق النار مدخلا الملعقة داخل الأكل ليتدوقه واستهوته آلة صنع المثلجات وطرح آلاف الأسئلة على الطباخ المشرف عليها أثار المشرف على ترتيب المائدة اهتمام السلطان وظل يتابع بحرص أغطيته على حواش المائدة وبينما كنت أرتدي ملابس استعدادا للحفل جلس إلى جانبي وهو يتحدث مع أحد الخدم المغاربة الذين يعملون لدي وحافظ السلطان على وقاره ولم يخلو الحوار العفوي بين الطرفين من عبارات الاحترام المتبادل لطالما اتصف المغاربة بصفات الشهامة والرجولة كيفما كان المركز الاجتماعي الذي ينحذر منه الشخص وظل الشعور الوطني دائما ديمقراطيا لقد ترسخ لدي هذا الرأي في كل حفلات العشاء على شرف مولاي عبد الحفيظ أو مولاي عبد العزيز إذ يحرص كلاهما دائما على استدعاء أحد الخدم ليناقشه في إحدى القضايا التي تهم الشعب المغربي وسماع وجهة رأيه حولها وصل الضيوف في الموعد المحدد أي الساعة الثامنة والربع واقتدى البرنامج أن أخفي السلطان أسفل السلب قبل أن يدخل مرة أخرى إلى البيت كان مولاي عبد العزيز يرتدي جلبابا أنيقا ناصع الضياد وبعد عبارات الاستقبال المعهودة لم يخفي الأجانب مدى إعجابهم بشخصية السلطان ومقامه الرفيع وسرعة بديهته ورخامة صوته وهي بلا شك الأسباب التي جعلته أكثر الشخصيات اهتماما في المغرب في ذلك الوقت عندما حل وقت انصراف السلطان ناداني إلى ركن في القاعة وأخبرني أن مطبخ قصره يتوفر على أحد التجهيزات التي يجهل كيفية استعمالها قبل أن يرشده طباخي الخاص إلى كيفية استخدامها وسألني إن كنت أملك كيسا من الفحم لأنه لا يتوفر عليه ولا يود إحراق أي شيء آخر جاء الخدم بعد ثوان حاملين معهم كيس الفحم المطلوب نهض الضيوف الأجانب لتوديع السلطان الذي سلم عليهم ورافقته بعدها إلى الباب ليجد في انتظاره بغلة مسرجة وإلى جانبها العبيد الممسكين بلجامها امتطى أحد ضباط القصر ببدلته البيضاء البغلة الثانية وحاول قدر المستطاع أن يحافظ على التوازن بعد حمل الكيس على ظهر الدابة كانت لدي دائما الرغبة في عقد الصلح بين السلطانين مولاي عبد الحفيد ومولاي عبد العزيز لكنني لم أنجح أبدا في مسعاي لقد نحى مولاي عبد الحفيد شقيقه مولاي عبد العزيز عن العرش لذا لم يكن هذا الأخير سعيدا بما قام به شقيقه في حقه ومن جانبه لم يتوقف مولاي عبد الحفيد عن اتهام شقيقه بتخريب المغرب مما جعل البلد يفقد استقلاله عنوان جفاء دائم بين مولاي عبد العزيز ومولاي عبد الحفيد وسورة فوتوغرافية تغضب نساء القصر بعد محاولات متعددة لعقد الصلح بين مولاي عبد العزيز ومولاي عبد الحفيد استطعت أخيرا أن أقنعهما بأن يسلما على بعضهما عندما يلتقيان صدفة في الشارع وطيلة أشهر لم تتح لهما فرصة اللقاء ببعضهما لكن ذات يوم التقيا دون سابق موعد وهما ممتطيان بغلتيهما انتابت المفاجأة كليهما وأمسك كل واحد بسرعة بلجام الدابة واستدارا مبتعدين عن المكان دون أن يتبادلا كلمة واحدة مباشرة بعد تسوية الأمور بين مولاي عبد الحفيد والسلطات الفرنسية بادر السلطان السابق إلى إقامة حفل عشاء دعا إليه ممثلي المفوضية الفرنسية وعددا مهما من كبار الموظفين الفرنسيين في المغرب في فيلا رائعة أجارها قبل مدة قصيرة قبر مارشان بطنجة وبما أنه لا يعلم هوية الشخصيات التي سيدعوها للعشاء فقد ترك مسألة اختيار الضيوف إلى المكلف بالشؤون الفرنسية الذي أنجز لائحة ضمت أسماء المدعوين حين جاء موعد الحفيد وصل عميد الشرطة الفرنسية الذي لم تتح بعد للسلطان فرصة لقائه بعد انتهاء تقصي التعارف المعتاد جذبني السلطان جانبا واستفسرني عن هوية بعض المدعوين الذين لم يلتقيهم من قبل وعندما أخبرته أن أحدهم يتولى منصب مفوض الشرطة الفرنسية تغيرت ملامحه وبدأ أكثر قلقا وبادرني متسائلا بحنق ما الذي أتى به إلى هنا اختلقت العديد من الأعذار في محاولة مني لتلطيف الحوار وأخبرته أن البعض بدأ يردد أن السلطان معروف ببراعته في لعب الورق وبما أن هذا الأمر لم يتسنى التحقق منه فإن السلطات الفرنسية تريد التأكد من قدرة المفوض على لعب الورق لذا قررت إرسال مفوض الشرطة بشكل سري لمراقبة فصول اللعبة ذلك المساء وتابعت قائلا وإذا ما تبين لهم أن صاحب الجلالة بعيد عن هذه الإدعاءات فسيتم إصدار بلاغ تكذيب رسمي لإخراس هذه الإشاعات المغرضة لم تفارق علامات التضايق غير المعتادة وجه السلطان طيلة تلك الأمسية وانتقل الضيوف إلى قاعة أخرى ليلعب الورق ولم يلعب مفوض الشرطة واكتفى بالجلوس قرب صاحب الجلالة الذي بدى غاضبا من هذه الخطوة ظل مولاي عبد الحفيد يتململ في جلسته ويتحرك على كرسيه يمينا وشمالا لكن عينيه لم تفارق أبدا الأوراق التي في يديه لم يرمي أوراق لعبة على الأرض ولو مرة واحدة ولم تبعثر أكمام ذراعه الطويلة أوراق اللاعبين ولم يقترف أي خطأ طيلة أطوار اللعبة خسر اللعبة تلو الأخرى وأثناء فترة الاستراحة بين جولتين اقترب منه أحد الضيوف وسأله معلقا هل ربح الليلة صاحب الجلالة؟ رد عليه مولاي عبد الحفيد بنفادي صبر ظاهر كيف لي أن أربح وقد تعرضت خططي للمضايقة كيف لي أن أربح وإلى جانب شرطي يراقب كل الأوراق التي ألعب بها كان مولاي عبد الحفيد محبا للاجتماعات التي يدعى إليها الضيوف ولا تظهر فرحته إلا عندما يكون لديه ضيوف في زيارته لطالما استمتعنا بحفلات عشائه المسلية إذ كان يجيد انتقاء المدعوين الأوروبيين والمغاربة على حد سواء ذات مرة زارت المغرب مجموعة من السيدات الفرنسيات الأرستقراطيات الفاتنات ومن بين الحفلات التي تقرر تنظيمها على شرفهم اقترح وزير الحرب السابق سيدي مهدي المنبهي تنظيم حفلة دعيت إليها تلك السيدات الفرنسيات وأعلن مولاي عبد الحفيد حضوره للحفلة أيضا ارتدت الضيفات الأجنبيات أزياء مغربية تقليدية بعد أن تم الاتفاق على أن يحضرنا الحفلة ليمنحها نكهة مغربية خالصة وكانت النتيجة مذهلة للغاية لدرجة أن منظم الحفل استدعى مصورا محترفا ليلتقط صورة جماعية للمدعوين جلس مولاي عبد الحفيد على أريكة وثيرة وتحيط به السيدات الفرنسيات بأزيائهن الجديدة فيما انتصب الرجال واقفين خلفهم كانت الصورة رائعة بكل المقاييس لكنها آثارت العديد من المشاكل بعد أن وضعها قرب مدفاءة بهوه الخاص بالفيلة لم تصعد النساء أبدا إلى تلك الغرفة لكن العجوز الأمازيغية تجرأت ذات يوم على الصعود إلى البهو والتقطت عيناها الأشبه بعيون السقر تلك الصورة ولم تتخيل أن وقار السلطان سيجعله يجلس قرب نساء أوروبيات وإلى جانبه رجال أجانب ولم يصل الأمر إلى هذا الحد فقط فالعجوز لم تتقبل أن يمضي مولاي عبد الحفيد احتفالات عيد مع سيدات دون نسائه وفي حضور رجال مسيحيين ولم تتردد في حمل الصورة داخل ملابسها الفضفاضة إلى القصبة لكي تشاهدها نساء القصر كان السلطان وقتها غائبا عن المكان في ذلك اليوم بعد أن سافر في رحلة صيد رفقة العبيد عنوان مولاي عبد الحفيد يسلم الجنرال ليوطي أوراق تخليه عن العرش ويغادر المغرب متجها نحو فرنسا بعد عودته من رحلة الصيد حل مولاي عبد الحفيد بإحدى إقاماته في زيارة لإحدى زوجاته وما إن دخل إلى الغرفة حتى غادرتها من الباب الآخر بشكل فاجأه ولم يكن يتوقعه وعندما هم بمناداتها تجاهلته وكأنها لم تسمعه ومضت في سبيلها انتقل إلى غرفة أخرى لكنه واجه نفس الموقف الرافض لمقابلته من طرف نساء القصر ولم تشاء أية واحدة منهن أن تحدثه وتركونه وحيدا دون أن يعرف سر ذلك التصرف الغريب لم يستطع مولاي عبد الحفيد أن يجد تفسيرا للجفاء الذي يقابل به من طرف الحريب لينام في سريره داخل بهو الاستقبال القريب من مدخل الفيلا وتوقع في قرارة نفسه أن تتحسن الأمور لكن ذلك لم يتحقق أبدا بعد أيام اعترفت العجوز الأمازيغية بخطائها وبأنها هي المسؤولة عن كشف الصورة لنساء السلطان وتدخلت شخصيا لأوضح الالتباسات وعاد الأمن والسلام إلى القصبة مرة أخرى لهذا السبب أخبرني السلطان ذات يوم تتوفر أوروبا على العديد من المؤسسات المتقدمة علينا كثيرا وأعتقد أن الزواج بامرأة واحدة له العديد من الامتيازات لأنه في حالة نشوب صراع بين الزوجين يجد الرجل نفسه في مواجهة امرأة واحدة عوض العشرات منهن كما هو عليه الحال هنا كان للسلطان السابق عائلة كبيرة جدا وعشرات الأبناء الذين كان يحبهم كثيرا ويقضي معهم ساعات طويلة لقد رباهم بطريقة جيدة وأخلاقهم الآن رفيعة جدا ويرتدون ملابسهم بذوق عال كنت أفضل بين الحين والآخر أن ألتقي بمولاي عبد الحفيد في حديقة القصبة لأصادف مجموعة من العبيد السود وعشرين طفلا أعمارهم لا تتجاوز سبع سنوات ولون بشرتهم خليط بين الأبيض والأصمر أخبرت مولاي عبد الحفيد ذات مرة أن عدد أبنائه كبير جدا فضحك من ملاحظتي وأجابني أنهم ليسوا جميعا معه الآن في الحديقة إذ ما زال نصفهم داخل القصبة وعمرهم لا يتجاوز ست سنوات لقد كان بلا شك أبا رائعا لهؤلاء الأبناء وفارقهم طيلة فترة الحرب وكل من يعرف أسرته عن قرب لا يخفي مدى حب مولاي عبد الحفيد لأبنائه كنت في الطريق إلى الرباط المدينة التاريخية المليئة بعبق التاريخ والمطلة على المحيط الأطلسي بعد أن قرر السلطان أن يسلم الجنرال ليوطي المقيم العام الفرنسي في المغرب أوراقة نحيه عن العرش وإنهاء فصول من الصراع بين الطرفين لقد تأكد مولاي عبد الحفيد أخيرا أنه لا يوجد أمامه حل آخر سوى الإذعان للسلطات الفرنسية وإعلان التنازل عن الحكم ومغادرة البلاد دون أن يخفي بالمقابل نواياه من أجل خلق هامش للمناورة لانتزاع امتيازات أخرى أعطى السلطان الورقة الرسمية الخاصة بتنحيه عن العرش إلى الفرنسيين وركب الباخرة المتجهة إلى فرنسا عبر جبل طارق وتسلم مقابل ذلك شيكا بمبلغ أربعين ألف جنيه إسترليني وسط اعتقاد الحكومة الفرنسية بأنه آخر مبلغ سيتسلمه السلطان المغربي رست الباخرة بعد يوم من السفر في جبل طارق لأجد نفسي مغادرا المغرب وعائدا نحو إنجلتيرا وتعين علي أن أجد باخرة أخرى تقلني إلى ميناء بلايموت لكي ألتقي ببعض أصدقاء القدامى كنت أرغب في أن أغادر الباخرة دون أن ألتقي بالسلطان الذي كان متوترا جدا قبل أشهر وبلغت به ثورة الغضب أن أمر بتعذيب زوجة باشا فاس لإرغامها على الكشف عن مخبأ أحد الكنوز الوهمية كما أمر بقطع أيدي وأرجل ثوار عدد من القبائن لم أكن مستعدا لسماع المزيد من هذه الحكايات المقززة على ظهر السفينة الفرنسية واتخذت احتياطاتي لكي لا يلمحني وأنا أغادرها لكنني لم أنجح في مسعاي التعرف علي بسرعة واتجه نحوي وهو يعانقني وأخبرني أنه إذا لم أوافق على مرافقته إلى فرنسا فلن يسافر بعيدا ولن يغادر المياه الإنجليزية بدى مولاي عبد الحفيظ وقتها قلقا وعلامات الضغط العصبي بادية عليه ضعفت منها المشاكل التي عاشها خلال الأشهر الماضية حددت مخطط رحلتي قبل السفر ولم أكن قادرا على تغييره في آخر لحظة لكن السلطان بدى مسرا على أن أرافقه إلى فرنسا كيفما كان الثمن تلقت السلطات الفرنسية خبر إصرار مولاي عبد الحفيظ على مرافقة وطلبت مني أن أغير برنامج رحلتي وأوافق على مرافقته إلى فرنسا وهو ما أدعنت له أخيرا على مضد عاد الهدوء إلى محي السلطان ولم يعد يبدأ أي مقاومة أثناء الصفر وبعد الظاهرة أبحرت السفينة بنا متجهة نحو ميناء مدينة مارسيليا عنوان القبائل تهزم فرنسا في الشاوية والفرنسيون في مارسيليا يستقبلون مولاي عبد الحفيظ ببرود كانت أعصاب مولاي عبد الحفيظ مشدودة لأنه كان على متن سفينة حربية فرنسية واعتقد أن الفرنسيين سيوقفونه ويسجنونه في فرنسا لذا طلب من بعض المسافرين الإنجليز الذين كانوا على متن الباخرة أن يشهدوا لصالحه ويقفوا إلى جانبه في حالة ما إذا قررت السلطات الفرنسية توقيفه لم تكن للحكومة الفرنسية في الحقيقة أي نوايا بهذا الشكل لأن السلطان تخلى عن العرش لأسباب سياسية وكان من الأفضل له أن يغيب عن البلد طيلة الفترة التي سيتم فيها الإعلان عن السلطان الجديد لتجنب معارضة متوقعة من أنصار مولاي عبد الحفيظ لتولية مولاي يوسف على العرش رفرفت الرايات على طول الرسيف المقابل للميناء واستفت فرقة من الخيالة فيما صدحت الموسيقى العسكرية احتفاءا بالضيف المغربي غيرت السلطات الفرنسية في ميناء جبل طارق الباخرة القادمة من المغرب وعوذتها بسفينة تابعة لشركة بيانداو وتصادف أن كانت على متنها فرقة موسيقية أسترالية قدمت مقاطع غنائية من أعمالها على شرف السلطان المغربي كان البحر هادئا تلك الليلة وبعد انتهاء مأدبة العشاء بدأت الحفلة الموسيقية والرقصات الشعبية وانتزعت أفعى ضخمة إعجاب الحاضرين وهي تقوم بحركات استعراضية مثيرة ولم يفوت السلطان ومرافقوه متابعة فصول العرض وبلغت الإثارة أوجها عندما قامت عارضة شابة جميلة بملئ كؤوس زجاجية بمشروبات متنوعة صبتها من إبريق مزيث ولدى خروجنا من القاعة اقترب مني أحد الأشخاص المقربين من السلطان وسألني عن الثمن الذي قد تقبل به تلك السيدة مقابل بيع ذلك الإبريق أجبته دون تردد أن كل كنوز العالم لا تعود إناءا بتلك الروعة أصيب صديقي بخيبة الأمل أتمنى الحصول على إبريق يتباهى به في أسفاره ويسمح له بالحصول على المسروبات التي يشاء مرت الفترة التي قضاها السلطان في مرسيليا بهدوء ولم تشهد وقوع أي حوادث واستمتع بزيارة المسارح والعديد من الأماكن المهمة رفقة المسؤولين الفرنسيين مما جعل أيامه كلها مليئة بالأنشطة والزيارات خلال عشاء نثف رسمي حضرته رفقة السلطان اقترب صاحب المطعم وهو متوتر من مفوض الشرطة المكلف بالحراسة الأمنية للسلطان ووشوش له في أدنه بشيء ما بعد فترة قصيرة وضع أحدهم ورقة صغيرة على طاولة يدعوني إلى مغادرة المائدة لبعض الوقت لأتحدث مع أحد المسؤولين في الغرفة المجاورة هناك تم إخبار أنه أدناء وجبة العشاء قامت مجموعة من عبيد مولاي عبد الحفيد بالاستيلاء على كيس ضخم مليء بالنقود من فئة خمسة فرنكات وبدأوا برميها عبر النافدة وتجمهر الفرنسيون واشتد الزحام أسفل النافدة وهم يصارعون بسخب للحصول على تلك القطع النقدية اضطربت حركة المرور في الشارع وتوقفت السيارات فيما نقلت سيارات الإسعاف الجرحى إلى المستشفى لكن العبيد المشاغبين رفضوا التوقف عن تلك اللعبة إلى أن نهرهم أولاء عبد الحفيد ليكفوا عما يقومون به وعقبهم بشدة فالتزموا الصمت داخل غرفهم دون أن يغادروها بعد ذلك بعد أن عدنا إلى العشاء بدأ النقاش حول المشكل الحقيقي الذي يعيشه المغرب ونشرت الصحافة الفرنسية فصوله إذ رغم الإعلان عن الحماية فقد سادت الفوضى أرجاء البلاد ولم يتمتع مولاي عبد الحفيد بأية شهرة داخل فرنسا لأنه أزاح شقيقه من العرش والذي كان يحظى بمكانة خاصة في نفوس الطبقة السياسية في فرنسا ونجح مولاي عبد الحفيد بالوصول إلى الحكم بانتهاجه سياسة معادية لفرنسا لقد حاربت قبائله القوات الفرنسية خلال حرب الشاوية سنة 1907-1908 وخلال نواة حكمه التي دامت أربع سنوات فعلى المستحيلة لكي يساعد الألمان على الدخول إلى المغرب وفرض نفوذهم فيه لهذا السبب لم يكن من المفاجأ أن لا يبدي سكان مارسيليا أي حماس أثناء استقبال هذا الضيف وأبدوا استياءهم من الاحتفالات التي نظمتها الحكومة الفرنسية على شرف مولاي عبد الحفيد ولم يعد يشاهد جولات السلطان المتنحي سوى عدد قليل من الفرنسيين الذين انتابهم الفضول لمشاهدته والتعرف على الأماكن التي يزورها في جولاته داخل مارسيليا لم يكن الاستقبال كبيرا على أي حال لكن لم يتم تسجيل أي حوادث معادية لضيوف فرنسا المغاربة فالأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام بخصوص الخسائر الفادحة التي تكبدتها فرنسا في تلك الحروب ضد القبائل المغربية خلفت مشاعر من الغضب على مولاي عبد الحفيد عسى الفرنسيون أنه لا يستخيف أن يشاهد الرجل الذي حرك القبائل ضد الجنود الفرنسيين في المغرب يتم استقباله وتكريمه في فرنسا عنوان مولاي عبد الحفيد يغادر مارسيليا بالقطار مذعورا ويصل إلى مدينة فيشي حضر مولاي عبد الحفيد لحفل عشاء ساهر في مارسيليا ومباشرة بعد وصوله إلى المكان الحفل استقباله الجمهور بالصفير ولم يستطع أحد أن يجد تفسيرا لسر هذا العداء لأن خبار الحرب في المغرب لم يكن منتشرا بيننا حتى نحن المدعوين إلى ذلك الحفل هدأت الحركة الاحتجاجية بعد لحظات وعادت الأمور إلى وضعها الطبيعي بفضل حنكة مفوض الشرطة الفرنسي الملحق بالسلطان دون أن يسترعي هذا انتباه الحاضرين غادر العديد من المدعوين مقاعدهم في المسرح ليحتل مقاعدهم آدمون جدد ليمتلئ المسرح عن آخره وبدأت أوركسترا الفرق الموسيقية في عزف النشيد الوطني الفرنسي انتصب السلطان واقفا قبل انطلاق العزف ملتفتا إلى الجمهور الذي تجاوب بشكل عفوي مع هذه الحركة الملكية لم يكن صاحب الجلالة يعلم خطور سياقة السيارة بسرعة كبيرة وكان يخشى ركوب القطار لذا كان من الصعب إقناعه بالتوجه إلى مدينة فيشي بوسيلة النقل هذه وتزامن ذلك مع حادث حراف هذا القطار عن سكته قبل وصول مولاي عبد الحفيد إلى فرنسا بأيام كانت المسافة إلى فيشي كبيرة وكان سفر البعثة الديبلوماسية المكونة من الضباط الفرنسيين والخدم المغاربة مسألة صعبة التنظيم بعد ثلاثة أيام من وصوله إلى مارسيليا ركب صاحب الجلالة المقتورة التي تمت إضافتها خصيصا إلى القطار الذي سيقله إلى المدينة الفرنسية المشهورة بالموضة بدى السلطان متوترا وعصبيا للغاية وعندما ارتفعت سرعة السير طلب مولاي عبد الحفيد بالمرافقه أن يوقف القطار لأنه يفضل الوصول إلى فيشي مشيا على الأقدام وأصبح من الصعب تنفيذ رغبته بعد أن علت صافرات القطار إيدانا باجتيازه لنفق مظلم ليصبح منظر السلطان مثيرا للشفقة وهو مائل ناحية الضابط الفرنسي الجالس إلى جانبه وعيناه فزعتان متسائلا عن سبب رفضهم أن يوقفوا القطار مشهد الوفد المغربي المرافق له مشهد الوفد المغربي المرافق لم يكن أفضل حالا إذ علت صيحات خوفهم وتمسكوا ببعضهم البعض وهم مذعورون فيما بعد فيما بدى العبيد السود سعداء بالأمر ومستمتعين بالرحلة كثيرا أخيرا غادل القطار منطقة النفق واستعاد السلطان وقاره دون أن يتقبل فكرة وجود الأنفاق في الرحلة وبعد أن أخبره الضابط بوجود أنفاق أخرى أجابه معلقا أريد أن يتوقف القطار لكي أقطع بأقدام المسافة المتبقية من السفر عبر الجبال لا تهمني المسافة المتبقية بقدر ما أريد وضع حد لهذه المعاناة أقنعناه جميعا بالعدول عن تنفيذ هذه الفكرة وتقبل ذلك بدم بارد وتحمل مشاهد الأنفاق الأخرى معلنا استياءه من مصممي الخطوط السكاكية وسائق القطارات وخصوصا الحمقى الذين يبنون تلك الأنفاق وصلنا إلى مدينة فيشي ووضع المسؤولون لصاحب الجلالة فيلا ملحقة بفندق ماجيستيك الشهير رهن تصرفه كان يفضل الاستيقاد باكرا للقيام بجولة صباحية يتجول فيها بين الحضائق وأزقة المدينة وخلال واحدة من تلك الجولات اشترى كلما من أحد الباعة المتجولين الذين كان يتجولوا مع مجموعة من الكلام استمتع السلطان برفقة الكلب أثناء جولته وبعد عودته إلى الفيلا طلب من العبيد أن يتوجه إلى المدينة لكي يشتروا كلابا أخرى تجرأ أحد العبيد وسأله عن الطريقة التي يعرف بها أن أحدهم يعرض كلبه للبيع فأجابه أن تجربته القصيرة أظهرت له أن الكلاب المعروضة للبيع هي تلك التي ترافق أصحابها ويضعون حزاما على أعناقها وبما أن الخدم يتقنون الحديث فقط باللغة العربية أمرهم مولاي عبد الحافيض بإحضار بائعي الكلاب إلى الفيلا حيث ستتم عملية البيع لم يكن الضيوف المغاربة يعلمون أن السلطات البلدية بفيشي أصدرت أوامرها قبل أيام بأنه يتعين على مالكي الكلاب أن يكمموا أفواهها ويربطوها بشريط أثناء تنقلاتهم داخل المدينة واحترم السكان هذا القرار وامتلأت الحضائق بنصف سيدات فيشي اللواتي يحملن كلابهن في نزهات قصيرة كنت أتناول وجبة الغداء عندما تلقيت أمرا بضرورة الذهاب بشكل مستعجل إلى فيلا السلطان ووجدته جالسا على الأريكة وهو يشاهد على النافذة سيدات فرنسيات رفقة كلابهن واقفات ينتظرن بقلق داخل حديقة الفيلا انخرطت بعضهن في البكاء فيما بدت أخريات مهتمات بالدعوة والفضول لا يفارق أسئلتهم وحاولت سيدات اغتنام الفرصة لأن العبيد لم يراعوا في استقدامهن أي تعتبارات اجتماعية وأحضروا كل السيدات اللواتي كن يتنزهن رفقة كلابهن في المدينة أخبرني السلطان أنه يريد شراء كل تلك الكلاب لكن مالكاتهن لا يملكن أي تفكرة عن التجارة ويصدرن ضجيجا لا يمكن تحمله أبدا عنوان مولاي عبد الحفيظ يشتري بقرات فرنسيات ويلقي خطابا يعترف فيه بعرفانه لمجهودات فرنسا اعتذر السلطان من السيدات الفرنسيات الواقفات في حديقة الفيلا عن الإزعاج الذي تسبب فيه لكنه في المقابل جدد رغبته في شراء جميع الكلاب منهن لكنه لم ينجح في مسعاه في إقناعهن بذلك تدخلت مستعملا كافة السبل الدبلوماسية بين الطرفين حتى عاد الهدوء إلى نفوس صاحبات الكلاب وعدنا إلى بيوتهم ذات مساء كنت أتنزه مع السلطان قبل غروب الشمس على بعد كيلو مترات من الفيلا ومررنا بجانب ضيعة خاصة وأصر مولاي عبد الحفيد على زيارتها شاهدنا في الحظيرة عشرين بقارة بيضاء حلوب تشتهر بها هذه المنطقة من فرنسا وقرر السلطان في تلك اللحظة أن يشتري كل تلك البقارات وسلم بطاقته الخاصة لصاحب الضيعة قائلا أرسل إلي البقارات هذا المساء إلى هذا العنوان لم يكن العنوان المدون في البطاقة سوى عنوان فندق ماجيستيك الراقي أشهر مكان في مدينة فيشي وعند حوالي الساعة الحادي عشرة مساء وبينما كان مطعم الفندق يعج بالزبناء اتصل بي مالك ماجيستيك ليخبرني عن وصول 22 بقرة ضخمة إلى ساحة الفندق لم يخطر ببالي المكان المناسب لأولئك الضيفات غير المتوقعات لكننا وجدنا في الصباح حظيرة ملائمة لها في الجوان خلال الأيام الأولى من وصول صاحب الجلالة كان الجو دائما غائما ومبطرا في فيشي لكن ذات يوم أطلت الشمس بأشعاتها الذهابية وسط السماء وكانت ستائر فيلا مولاي عبد الحفيظ وكانت مكشوفة في الثامنة صباحا لأنه يفضل أن يشاهد المناظر أمامه وأن يراه المارة لكن بعد مرور نصف ساعة قرر أن يغير هذا السكن وبدأ يبحث عن فيلا أخرى وجد على الجانب المقابل من الشارع فيلا رائعة ذات تصميم راق وبها شرفة في الطابق الأول تزينها الورود الزاهية الألوان قطع السلطان الشارع بعد أن أمر عبيده بمرافقته ودخل إلى تلك الفيلا متجها صوب الغرفة ذات الشرفة التي توسطها سرير واسع وضعه أصحابه قرب الحائط أصدر صاحب الجلالة أوامره بتغيير موقع السرير ليبتعد أكثر عن النافذة وبعد أن طوى ستائر الدونتيل بعناية ارتمى على السرير وبدأ يشاهد الشارع أمامه وبعد أن أنهت الاستحمام في منزل الجيران عادت السيدة الروسية صاحبة الفيلا إلى غرفة نومها لتفاجأ بأنه قد احتلها أمير شرقي رفقة عبيده السود أبان السلطان عن أدب جم وطلب منها الدخول والجلزة إلى جانبه ألقدت خفة دمها لسيدة الموقف دون أن تتطور إلى الأسوأ وجئت مسرعا إلى الأماك والله نكتب والله نكتب والله نكتب والله نكتب وجئت مسرعا إلى المكان لأجد الروسية رفقة زوجها وهما يستمتعان بهذه الحادثة الطريفة غير المألوفة بل مولاي عبد الحفيظ من البروتوكولات التي كانت تفريضها مكانته الرسمية وفي إحدى المدن القريبة من فيشي تمت دعوته إلى حفل عشاء فخم ليلقي أول خطاب له في فرنسا كان يعبر بشكل تلقائي وتسلسل أفكاره بطلاقة وتمت ترجمة كل ما يقول بشكل فوري لكن اللحظة المؤثرة في الخطاب هي عندما أشار بعينين دامعتين إلى حبه لفرنسا وعرفانه لكل ما تقوم به لقد كان موفقا جدا في الكلمات الصادقة التي رددها أمام الفرنسيين ذلك المساء استفاد مولاي عبد الحفيظ الكثير خلال مقامه في فرنسا وربما قد يكون أحس أن لو استمع في السابق إلى نصائح مستشاريه الفرنسيين لكان سلطانا ناجحا يحقق الانتصارات لكن الألمان للأسف كانوا دائما حاضرين بمؤامراتهم وحيلهم ووعودهم المعسولة وأموالهم التي تشجع القصرة على ارتكاب المزيد من التجاوزات عندما عبرت الدول الأوروبية عبر قناصلها في فاس عن استنكارها لحواذث القتل الوحشية التي يشهدها المغرب غاب القنصل الأمريكي عن ذلك الاجتماع ورفضت برلين التعبير عن نفس الموقف وتلقى ممثلها في فاس تعليمات مفادها أن الحكومة الألمانية ترى أنه من حق صاحب الجلالة أن يقوم بكل ما يراه مناسبا للبلاد ونصحته بأن لا ينصت الاحتجاجات القنصل الإجليزي والفرنسي والإسباني الذين يمثلون مصالح بلدانهم لكن ألمانيا دفعت الثمن غاليا مقابل أخطائها السابقة تعددت حفلات العشاء الرسمية الطويلة التي أصبحت تبعث الملل في نفس السلطان وبدأ يتفاداها ما أمكن لكنه لم يستطع الغياب عن بعض الحفلات الأخرى لم يكن يبدي أي إعجاب تجاه رؤساء البلديات والذين يعتبرون بمثابة عمداء المدن وكان البروتوكول يقتضي أن يجلس إلى يمين العمدة ذي طريقة الكلام الرسمية وصاحب الحركات المملة كما كان يقول السلطان أبدى مولاي عبد الحفيد تدمره من زيارة المدن وعندما سأله مبعوث الحكومة عن المدينة التي يفضل زيارتها لتسجيلها في برنامج الزيارات أخبره أنه لا يهتم بالاسم بقدر ما يريد زيارة مكان لا توجد فيه شخصية رئيس البلدية عنوان مولاي عبد الحفيد يحظر عرضا في الأوبرا والريسون يكرس هيمنته على الشمال زرت رفقة السلطان عرضا فنيا وبعد تناول وجبة الغداء الرسمية ركبنا القطار متجهين نحو مدينة مجاورة والتقينا في الرحلة برجل فرنسي يرتدي قبعة مستديرة وزيا رسميا مثل باقي الموظفين الفرنسيين الذين يتحلون بالأدب ولا تفارق الابتسامة محياهم شرح هذا الموقف لصاحب الجلالة أنه مكلف من طرف الحكومة الفرنسية بمرافقته لكي يشرح له تاريخ الأماكن التي يزورها شكره السلطان بلباقة وأخبره أنه يوجد ضمن الوفد المرافق له شخص يعرف البلد جيدا وسيكون سعيدا بتقديم كافة المعلومات الضرورية إليه وقدمني بعدها إلى الموظف الفرنسي قد لا يصدق أحد أنه لم تطأ قدماي هذه المنطقة البعيدة بألف ميل ولا أتوفر على أي معلومات عنها ولا عن تاريخها لكنني في الواقع أحسست بالمتعة لأن مولاي عبد الحفيد سيمازح هذا الموظف الواثق من نفسه انطلق القطار وبدأنا نصعد على المنطقة التلية والتفت نحو السلطان الجالس بيني وبين الموظف وطرح ببراءة هذا السؤال ما هده السخور وقبل أن يتفوه الموظف بأية كلمة قلتم مجيبا إنها سخور تعود إلى العهد التباشيري وعدد كبير منها تضم حفريات عمارة عن هياكل عظمية لوحيد القرن تم العثور عليها هنا كما تم اكتشاف أواني للطبخ خصوصا نازع السدادات الخاصة بالإنسان البدائي لم يستطع الموظف المؤذب أن يعبر عن احتجاجه وبدأ مستغربا من المعلومات التي قدمتها وعيناه المتسائلتان لا تغادران وجهي وما قصة هذه الغابة؟ تابع السلطان متسائلا وأجبته مسترسلا هنا في هذه الغابة اعتدى أحد الدببة الذين يسخرون من إيلي والتهمهم الواحد تلو الآخر وهكذا صار الأمر على هذا المنوال وأخبرت السلطان الذي استفسرني عن سر ركام ألواحي الخشب في أحد الأماكن التي مررنا أنها تعود لمخلفات سفينة نوح عندها امتلك الموظف الشجاع وأخبرنا أنه يجهل طبيعة المعلومات التي قدمتها لكنه يعلم جيدا أن تلك السفينة لا توجد أبدا على الأراضي الفرنسية بعد أيام من هذه الرحلة تلقينا دعوة على شرف السلطان لحضور عرض روما الذي أعده ميربير بداري الأوبيرا وتذكرت حينها أن الموسيقى في المغرب كانت وقتها عبارة عن أصوات صادحة ترافقها حركات تتم إعادتها بعد تجارب صوتية وحركات مسرحية دامت للحظات انطلق صوت الأوركسترا الذي ملأ صداه جنبات القاعة بأكملها ظن مولاي عبد الحفيد أن المغني يعاني أثناء أداء فقرته الموسيقية لأنه لاحظ كيف يرفع صوته بشكل مرتفع ويحرك كتفيه بعنف ويهرش معيدته الضخمة بيديه فجأة نهض مولاي عبد الحفيد من مقعده وصرخ قائلا أين هو الدكتور فيردون؟ فليبحث عنه أحدكم فقد ينقد حياة هذا المغني فيردون هو الطبيب الإجليزي الذي يرافق مولاي عبد الحفيد طيلة مقامه في فرنسا ولم يفارقه القلق طيلة العرض وهو يوزع نظراته بين المغني وبوابة الأوبرا أملا في رؤية الطبيب أقنعنا السلطان بصعوبة بأن المغني لا يعاني من أي مرض وأنه يجتهد في آدائه لكي يمتع الجمهور الحاضر لكن السلطان رفض تصديق هذا الكلام وسرعان من تابه الملن وغادر المسرح قبل نهاية العرض الأوبرا لي وفي اليوم الموالي طلب مني أن أقص عليه ما جرى في الفصل الأخير وعندما حكيت له المآسي التي حلت بمختلف الشخصيات رد علي معلقا أنا حزين لأنني لم أستطع البقاء وأعتقد أنه بإمكاني أن أقدم للمدير نهاية سعيدة مغايرة أعتقد أنه لهذا السبب لم يود السلطان مشاهدة ما تبقى من العرض لأن الحبكة التي رسمها للشخصيات كانت ستربك بلا شك الطابع المأساوية للأوبرا كان مولاي أحمد بن محمد الرئيسوني في تلك الفترة التي غادر فيها مولاي حفيظ المغرب رجلا في الخمسين من عمره ينحدر من أرقى العائلات الأرستقراطية في المغرب ومن الشرفاء سليل الرسول محمد ومولاي إدريس الذي بنى الإمبراطورية المغربية المسلمة وكان أول مالك يحكم الدولة الإدريسية استقر أحفاد وأبناء مولاي إدريس في مختلف المناطق المغربية واستغل الرئيسوني هذه المكانة التي تمتع بها أجداده إذ بعد التوجيهات الدينية التي أعلنت عنها السلطات الدينية في تطوان اختار مهنة مربحة واشتهر بها المغرب في تلك الأيام وهي سرقة المواشي وهي مهنة محفوفة بالمخاطر وتتطلب قدرا كبيرا من الشجاعة ارتفعت احتمالات أن يقتلك أحدهم أو أن تقتل أحد الأشخاص في المغرب وقتها لكن الحظة وقف دائما بجانب الشاب الرئيسوني وزرع الرعب في أنحاء البلاد كان رجلا شهما يمتلك شجاعة نادرة وعيناه تلمعان من الذكاء عنوان التريس ينقذ الرئيسوني من سجن موغادور وعمليات الخطف والسرقة تبدأ من جديد كان الرئيسوني رجلا طويلا قامه ذا نظارات حادة ونجح رفقة عناصره في جمع المال بطريقة سريعة وتبديره في الحين وأدت سرقة قطعان الماشية إلى ارتكاب جرائم أخرى تم ارتكاب العديد من عمليات القتل وكان الرئيسوني المسؤول عنها لكن القتل في المغرب لا يشبه القتل في إنجلتيرا فالمعيشة هنا رخيصة وينسى الناس موتاهم بسرعة وكان الرئيسوني بطبيعته مزرما والمهنة التي اختارها سمحت له بارتكاب الجرائم على نطاق واسع خطط ذات مرة زوج شقيقته المنحذر من قبيلة الشرفاء للزواج من امرأة ثانية وهو ما تحله العقيدة الإسلامية ففرت أخت الرئيسوني غاضبة إلى والدها لتشكو ما يريد زوجها القيام به وعندما انطلقت احتفالات الزفاف وصل الرئيسوني مع عصابته إلى بيت العرس وقتل الزوجة العروسة رفقة والدتها مع مرور الوقت داعت السمعة السيئة للريسوني وعصابته في مناطق المغرب ليأمر السلطان بتوقيفه وهو ما قام به أعز صديق للريسوني الذي ألقى القبض عليه وأودعه السجن في موغادور موغادور يعني الصوير حكى لي الريسوني عندما اختطفني في زينات عام 1903 ظروف سجنه الرهيبة التي دامت أربع سنوات وكشف لي علامات القيود الحديدية التي كبل بها في قدميه ومعصميه وعنقه ووصف لي الأوساخ وشدة البرد في السجن قبل أن يشرح لي طريقة توصله بشفرة حادة وفراره ثم إلقاء القبض عليه بعد ساعات فقط من هروبه لأنه لم يكن يعرف طرق المدينة جيدا كما أن القيود أعاقت حركة سيره كثيرا فقد دخل إلى زقاق داخلي لكنه لم يجد المخرج ليلقي الجنود القبض عليه ويكبلوه بقيود إضافية لم يغادر الزنزانة إلا بعد تدخل الحاج محمد طوريس ممثل السلطان بطنجة ويصبح إذن حرا طليقا عاد الريسوني إلى مسقط رأسه وقرر أن يعيش حياة أكثر هدوء بعيدا عن المشاكل لكنه اكتشف أن صديقه الذي خانه أصبح حاكما على طنجة وصادر جميع ممتلكاته ولما طالبه باستعادتها لم يحصل على شيء وسخر منه الجميع عندما هدد الحاكم بالانتقام ليعود بالتالي إلى حرفته السابقة ويقود عصابته من جديد التقيته في هذه الفترة من حياته عندما كنت في مخيم صيد قرب أصيلة وكان يعسكر رفقة رجاله بالقرب من مخيمي لا أستطيع أن أنكر أن شخصيته كانت جذابة كما أن سحلته البيضاء وشاربه المشذب وعيناه السوداوان تجعلك تحس أنك تقابل يونانيا أصيرا وأضافت نذبة غائرة على جبهاته صورة نمطية لزعيم العصابات تصرفاته كانت هادئة وصوته دافئا لكن الحزن لم يفارقه أبدا ولا يبتسم إلا لماما وعندما تعرفت عليه فيما بعد بشكل شخصي أعمق لم أشاهده يضحك يوما فقد كان مهيبا ودا سطوة وسط رجاله وكانوا يعاملونه بمنتهى الاحترام وعندما التقيته مجددا بعد أن وقعت في أسر عصابته بزينات سنة 1903 على بعد 12 ألف ميل من طنجة اكتشفت أنه قد تغير بعض الشيء لكنه حافظ على أناقته وعلى حضور شخصيته وقبل أشهر من اختطاف باع الريسوني إحدى رهائنه للعدو برأس مقطوع مقابل 1500 جنيه إسترليني ولم يثر الريسوني الانتباه إليه بسبب تركيزه على سرقة قطعان المواشي من سكان القرى والبلدات لكن المخزن حاول مرات متعددة إلقاء القبض عليه وإعادته إلى السجن من جديد وهاجمت جماعات الشرفاء في 16 يونيو 1903 زينات والمناطق المجاورة لها بعد أن علمت بوقوع حرب قرب المكان الذي كنت أعيش فيه بعيدا عن طنجة بمئات الأميال قررت زيارة المنطقة التي تشهد تلك المنازعات رفقة خادم ينحدر من تلك المنطقة تزايد قلقه على والديه الذين تركهما واحدين هناك طيلة الطريق التي سلكناها للوصول إلى زينات عايننا معالم الخراب والفوضى وفر السكان للاحتماء بالجبال تاركين بيوتهم مثل الأطلال حاملين معهم أبنائهم وما استطاعوا جره من ماشية ورغم أن هدف القوات الحكومية كان يتمثل في إلقاء القبض على الريسوني فإن قوات الجيش نهبت السكان وسطت على ممتلكاتهم دون أن تكون لهم أي علاقة عما يقوم به الرسوني ورجاله انتابني الفضول للإقتراب أكثر حتى أصبحنا على مشارف ميلين من زينات وفاجأنا هدوء المكان ولم يكن هناك رجل أو حيوان في البلدة ما إن اقتربنا من حقل للقمح حتى دوى فجأة صوت الرصاص فوق رؤوسنا وانبطحنا أرضا لتفاديها وهدأ صوت البارود واقترب منا رجال من بعيد وهم يلوحون بملابسهم إلى الأعلى وهو ما يعني في تلك الحقبة من تاريخ المغرب إشارة آمان وثقة عنوان اندلاع المواجهات المسلحة وحوادث السرقة في زينات والريسوني يختطف والتر هاريس اقترب مني شخصان كنت أعرف من يكونان وعندما تعرفا علينا اعتذرا عن الخطأ الذي ارتكبه أعوالهم بإطلاق الرصاص علينا ليرجون بعدها أن نعود معهم إلى زينات لكي نناقش تطورات الأوضاع هنا لم يكن هؤلاء الرجال سوى أهالي المنطقة الجبلية الذين لم يشاركوا في المواجهات المسلحة لكنهم توافدوا على زينات لأن رجال السلطة سلبوهم قطعان مواشيهم ويريدون فقط أن يعرفوا سبب إقدام المخزن على هذا الأمر وتشريد عائلات القبائل دون سبب أخبروني أنه إذا أراد رجال العصابات أن يعلنوا الحرب عليهم فهم مستعدون لمواجهتهم فهو ما يرفضونه وسيطالبون باستعادة كل ما فقدوه في هذه المواجهات وهو ما بدى بالنسبة إلي مطلبا مشروعا أضاف أحد هؤلاء أنهم خائفون من السفر إلى مدينة طنجة لأنهم يخشون أن يتعرضوا للسجن وطلبوا مني أن أنقل رسائلهم إلى السلطات المغربية كما كنت أفعل في الماضي رافقتهم بعد أن طمأنوني أنهم سيوصلونني إلى البلدة عبر طريق آمنة لكي نلتقي بثلاثة من أعيان قبيلتهم لأسقط في الأسر ونحن نسير في هذه الطريق عبرنا ربغة خضراء مليئة بالظهور وفجأة اكتشفنا أننا وقعنا في كمين ومن المستحيل الهروب منه وبما أنني كنت دون سلاح فلم أكن قادرا على إبداء أي مقاومة ظهر أربعون رجلا مسلحا من كافة الأنحاء وأخبروني أنني سجين لديهم وعلي الاستعداد للذهاب معهم إلى زينات وبعثوا في الحين رجالا إلى الرسون حاملين معهم خبر أسرهم لي لأجد نفسي بعدها واقفا أمامه كان جالسا تحت شجرة زيتون ضخمة والتفت حوله رجاله وأعيان قبائل المنطقة الذين اجتمعوا بعد أن تناها إلى علمهم خبر اختطافي خصني الرسوني باستقبال لطيف وكان يرتدي وقتها عمامة زرقاء غامقة وجلبابا بنيا قصيرا يغطي ملابسه البيضاء فيما كانت قدماه مكشوفتان ويرتدي بلغة صفراء وبعد حوار قصير مع الرسوني الذي حكى لي كيف وقعت في قبضة عناصره قادني إلى بيته أو في الواقع ما تبقى منه لأن أجزاء كبيرة كانت محروقة بسبب هجوم القبائل لم أعد بعدها قادرا على تحمل الطريقة التي تجمع بها المقاتلون حول غرفتي وهم يتدافعون لكي يلقوا نظرة على هذا المسيحي الأسير ولم يخفوا استعدادهم لأخذ ثأرهم مني بسبب الخسائر التي كبدتها إياهم قوات المخزن سمعت عشرات الشتائم وتوعدني البعض وتوعدني البعض بتهديداتهم لكن سلطة الرسوني كانت قوية وتراجع المهددون إلى الخلف متوجسين من الاقتراب مني أكثر أمضيت لحظات صعبة لأنني كنت متأكدا أن هذا الحشد من الناس الذين تبلغ قامة ظلالهم ميلين وتتضاعف عندما يحل الليل لن يطيعوا أحدا وقد ينالون مني لأنني لا أتمتع بأي حماية ازداد قلقي أكثر عندما دخل رجال من باب صغير بجانبي قبل أن ينسحبوا من الغرفة المليئة بالأغراض وبأشياء غير مستعملة وتوقعت أن يهشموا الباب علي لكن الرسون وأصدقاءه تجمعوا وراءه وطلب منهم أن انسحاب من المكان كانت الغرفة مظلمة ولا يصلها الضوء إلا عبر كوة صغيرة قريبة من السقف ضللت أحدق فيها طويلا إلى أن تعودت عيناي على الظلام وعندما حاولت استكشاف ما تضمه الغرفة لمحت جثة رجل ممدتة قتلته العصابة في مواجهات الصحباح المسلحة وكان مشهدها مقززا للغاية كان مجردا من ملابسه وعلى جسده آثار التعذيب وانتزع عضوه الجنسي فيما انتصب الذراعاه فوق صدره مثل الصليب وسحقت رأسه تماما بطريقة بشعة وسالت الدماء التي غطت أرضية الغرفة لقد قطع الجنود رأسه واحتفظوا به كنصب تذكري للحرب التي خاضوها وسحقوا أصابعه الملطخة بالدماء وجففوها على الحائط المطلي بالجير لتترك علامات حمراء عليه لم أتعود طويلا على هذا المشهد لأن عشرات الرجال كانوا يدخلون إلى الغرفة وقاموا بغسل الجثة وتنظيفها قبل لفها في قماش ونقلوها خارجا من أجل دفنها بعد أنهوا هذه العملية قاموا بغسل أرضية الغرفة متجاهلين آثار الأصابع الدامية التي تغطي الجدران استرخيت قليلا محاولا دراسة الوضع بهدوء وأيقنت أنه بالرغم من خطورة الوضع فإن فرص خروجي من هذا الأسر كانت كبيرة أتاح إتقاني للدارجة المغربية إلى جانب اللغة الإنجليزية التعرف على العديد من القبائل التي تقطن الجبال ونسج صداقات مع زعمائها وكنت واثقا أنهم سيسعون لحمايتي في هذه الورطة لكن لسوء الحظ لم يكونوا حاضرين ذلك اليوم في زينات وأحسست بالفرحة عندما سمعت أنهم سيأتون لمقابلة الرئيسون في اليوم الموالي عنوان الحكومة البريطانية تتدخل لإطلاق صراحي المختطف وقبائل الجبال ترفض الفدية المالية قررت أن أتصرف دون خوف والحديث عن وجودي في ذلك المكان وكأنه إحدى المغامرات التي أخوضها منذ قدومي إلى المغرب قبل سنوات قبل سنوات عند غنوب الشمس زارني الرئيسون رفقة عدد من أصدقائه الذين أحضروا إلي الأكل وتحذدت معه طويلا وخطبني بأذب جم مشيرا إلى أنه يريد أن يستعين بي دون أن يحدد ماذا يريد مني بالطبط لكنه حذرني بالمقابل أنه في حالة تجدد المواجهات بين القبائل فلن يتورع عن تصفية جسديا أخبرني أن سمعته سيئة بشكل كبير ولا يريد أن يسبب أي مشاكل للحكومة المغربية لأن قتلي سيخلق له المتاعب مع المخزن ووعدني أنه سيبذل ما في وسعه لإبعاد أي هجوم علي ولحماية حياتي سمح لي رجاله بمراسلة السفارة البريطانية قبل أن أعلم لاحقا أن رسالتي لم تصل أبدا إلى وجهتها وفي الصباح الموالي تواصلت أخيرا مع الوزير البريطاني ورغم بقائي في السجن لم أجد أمامي أي مشكلة في التعامل مع سفارة بلدي وصلت ليلا كتيبة عسكرية لقبائل شمالية يوجد من بينهم العديد من أصدقاء ذو النفوذ الذين بإمكان الاعتماد عليهم وعلى تدخلهم لكي أحصل على حريتي لا أعتقد أنه من الضروري أن أصف لكم بالتفاصيل كيف كنت أمضي التسعة أيام الأولى بزينات ويكفي أن أقول إنني عانيت من التعب بشكل لا يمكن تخيله لم أتعرض لمعاملة عنيفة أثناء اختطافي باستثناء ضربات بالأحدية ولم أغير ملابسي طيلة تسعة أيام وانتشرت الطفيليات في جسدي وبقيت ستة وثلاثين ساعة بدون أكل لأنني لم أجد ما آكله إذ تم حرق البلدة وتعرضت حياتي للتهديد في كل لحظة بدل أصدقائي كل ما في وسعهم لإنقاذي لكنهم لم يستطيعوا تغيير أي شيء واستفى في البلدة حوالي أربعة آلاف محارب لا يطيعون أحدا كانت لحظات عاصيبة بالنسبة إلي ولم أجد سوى أن أضع فيهم ثقة ومع مرور الوقت تقدمت المفاوضات حول استرداد حرية ولا أستطيع إيجاد الكلمات المناسبة للتعبير عن شكري للوزير البريطاني أارتور نيكولسون في قيادة هذه المفاوضات لقد أدرك في البداية مدى صعوبة المهمة لكنه أبان في تعامله مع القبائل عن ذكاء وحذر متيقذ وطلب من الحكومة المغربية بأن لا ترسل مقاتلي المناطق الجبلية إلى مكان اختطافي وأن يشرف هو شخصيا على التحاور مع المختطفين كان مولاي أحمد وهو شاب من شرفاء وزان الوسيط في المفاوضات بين الحكومة البريطانية والقبائل وهو ما صعب منها لأن سكان الجبال لا يعترفون بأي زعيم عليهم وأبدوا اهتماما كبيرا بالمفاوضات وثق المختطفون بكلمات الوزير البريطاني أثناء لقائهم به وحتى عندما لم يتم احترام آجال المفاوضات لم تقع أي أعمال عنف كما كان متوقعا طلب المختطفون استدعاء كل المواطنين الإنجليز القاطنين في المغرب لمقابلتهم وأقنعت القبائل أنه من المستحيل القيام بهذا الأمر ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تواصلت العشرات من المطالب غير المنطقية ورفضناها بنفس الشكل وعندما التقى ممثلوء الحكومة البريطانية زعماء القبائل حصر هؤلاء مطالبهم في تحرير رفاقهم المسجونين في طنجة والعرائش لم يطلب الرسون فيذية مالية مما جعلني أتيقن أن اختطافي مختلف تماما عن اختطاف أجانب آخرين مثل بيرديكاريس وماك وماكلين اشتريت بيتا على بعد ميلين خارج طنجة غير بعيد عن البحر وكان بالقرب منها بحيرة ذات قناطر غير صالحة للاستعمال مما كان يضطر الأهالي إلى الانتظار ساعات طويلة إلى أن تنخفض موجات المد في فصل الشتاء تنقل النساء والشابات على ظهورهن كميات كبيرة من الفحم لبيعها في السوق ويجدن أمامهن هذا المشكلة بشكل متكرر وهو ما دفعني إلى تشييد غرفتين بعد أن طلبت بعضهن مني ذلك ليجدن في ليالي الشتاء الباردة ملجأ يحميهن من البرد ومن العراء بعد مدة من اختطافي تم أخيرا اقتراح دفع مبلغ مالي مقابل إطلاق صراحي بشكل مستعجن وتداولت القبائل هذا الاقتراح لكنهم سرعان ما رفضوه لأنه لم يقبلوا أن يتم دفع المال مقابل إطلاق صراحي رجل كان يستضيف النساء والأطفال وتعقدت الأمور أكثر بسبب وقوع حادث أوقف المفاوضات وأخر موعد إطلاق صراحي طلب الرئيسون في البداية أن تتم مبادلة بـ 12 سجينا مغربيا يقبعون داخل مجموعة من السجون المغربية لكن أثناء انعقاد اجتماع عام من حضره رجال القبائل الجبلية لم يتوان هؤلاء عن المطالبة بتحرير 50 سجينا لتسوء الأمور أكثر تم الكتاب بفضل الله ترجمة نانسي قنقر